هل يرد عليك أن ترى الشاشف؟ آه يا دكتور تمام هل حد يعرف طريقة معينة نشيل البار اللي هو العليم معاوز ده؟ ما يظهرش بشيشة حانا شغالين؟ هو خلاص مكتروب يكون موجود؟ هو بسم أسهر يا دكتور؟ نعم؟ مش باين يعني مش مش ظاهر قوي يعني هو تحت أصلا، اللي هو البوكس الأورنج ده؟ لا أنا هفتح الوقت وخليكم معي كده شوفوا كده برزنتيشن فتحتها هل انت شايفين؟ هل انت شايفين؟ هل انت شايفين أصلا؟ مش باين حاجة برطة آه، يظهر عندنا بس، أوكي، خلاص، تمام خلاص أبدأ يا شباب، هل انتم سمعينني إن شاء الله صح؟ أيو دكتور سمعين حضرته طيب، توكلنا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا دكتور محمد الشاعر مدرس مساعد جراحة عامة في الأصر العيني أولاً يعني عايزة أعرفكم بس المحاضرة دي إن شاء الله هي هدفها من إذن الله الامتحان بتاعك وبتاع السيرجيكا راديولوجي احنا مش بيتعلم أشعة يعني إن ديتيلز لأنه مش المجال الوقت خاصة نتعلم راديولوجي يعني بصورة نيكوتيرو أي أشعة لكي كلمة واضح بلس أن الأشعة دي مش أشعة لوحدها الأشعة دي معها بني آدم جاي بيها وبالتالي فيه هستوري لأن الأشعة مش ساعدتها كافية للتشخيص ممكن الأشعة تدينا هنت عن التشخيص مع الهيستوري نعرف إيه التشخيص أو كومبليمنتري أفضل 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 فنعرف إحنا الأشعة اللي معها دي إيه وضعها فما حدش يتضايق لما يلاقي مثلا صورة إيه ده الصورة دي يعني صعب عرفها يعني فيه فاكتورز كتير ممكن تخليك تعرف الأشعة سواء هيستوري سواء كومبليين بتاع العيان فما تيلاقوش يعني تحن الموضوع إن شاء الله يبقوا فيه لأس إن كنتوا عندوكو صور معينة إن شاء الله إيه فالغالب مش تخرج عنها بإذن الله ولو خرج عنها صورة أو اتنين أنا جيلوك كم صورة كده جمعة قبل كده ما كانوش موجودين في الصور اللي معاكو فبرضو هتنفعنا بس هتلاقيوا بأخر محاضرة غالبة طبعا بشكركم على يعني شكروكم لي على المحاضرة اللي فاتة الحمد لله المحاضرة يعني كزا حد استفاد منها أنتوا في الأصل اللي عيني طبعا كنتوا أكتر ناس تهموا لي في الأول بس بعد كده فجيت إن في ناس بتبعاتي دي رسائل شكر يعني إنهما مطب بالأزهر ومطب بنسويف واستفادوا كتير فالحمد لله فوق الثلاث تلاف طالب ممكن أكتر كمان يعني شافوا المحاضرة وكلهم يعني كنفسوين في الحمد لله وده اللي شجينا عن محاضرة تاني فنبدأ بقى إن شاء الله نتوقع الله محاضرة طويلة كالعادة معلش عشان بس حمل أم الدنيا طبعا هدفنا من المحاضرة دي إن كما تشوف الصورة في الامتحان ما تخدش وقت لأنك تعرفها بلاس إنك ترجع معا شوية أسئلة نظري على كل صورة يعني رفرشمنت كده للمنهج لأنه مستحيل لواحد يعني يعني راجع معناك كله وأنتوا أصلا خلاص ودرين تماما وتزهوستت في آخر كام يوم ده فأنا أحز بيكم يعني وأعرف كنت مكانكم من فترة مش بعيدة يعني يلا نبدأ بسم الله فأنا محاضرة دي إذا اتفقنا هي كتاب شخصي مني أعمل تصوّعي لكم بالتوفيق إن شاء الله أول سنبدأ الأول من إن الاسبيشالز أصلا يعني حظها من المذاكرة تبقى لي لأنا عارف فهنبدأ بيها لأن أنا عارف إن كنتو في النظري ما كانتش عندك بصورة ريتن وكانت عندكو امسي كيو فأنا قلت أبدأ بالسبيشالز ما إن هي يعني متعتبر مش لطيفة بالنسبة لكم قوي زي الجنرال السيرجي نفسها طيب دي صورة بلين إكس ري بلوسترانتير فيو تمام أهم حانوا معرفين ده إيه أصلا الأشعة المتفرج عليها دي بلين إكس ري مفيش كونترستباسا أو أي حاجة ده مش سي تي تمام ده بلين إكس ري بلين إكس ري بلوسترانتير فيو شايفين فيه هنا فراكشور كلافيكل شايفين فراكشور كلافيكل ودي سهلة جدا هذه الشولدر جوينت تمام وهذه الكلافيكل الميدال 2 3 هي مكسورة في discontinuity of the bone ونفس الكلام الناحية التانية ودي تشخصها سهلة إن شاء الله ومفهود أنه يعرفين إن هي the most common fracture all over the body وأنه يعرفين إن هي common between the junction between the medial 2 3 and lateral 1 3 of the clavicle mechanical change in the direction بتاع الكيرف بتاع الكلافيكل أو ممكن يقولك في middle third of the clavicle برضو accepted مش مشكلة عشاني true false هو complication منها بتحصل كتير إنه يحصل null union يعني ما تلحمش في الاراتومك البوزيشن بتاعها زي normal curvature بتاعتها لكن finally it was not significant يعني لو قال لك الزر significance أو significant مال union is common لهم significant يعني يعني non-significant يعني مش بيعمل compression عن neurovascular bundle جمدها مش بيحتاج نخش نعمل حاجة اسمها corrective osteotomy مش بيحتاج نخش نعمل تاني عملية عشان نرجع العظمة في الوضع الصح فخلاص هو زي ما اتفعنا كده non-significant mal union is common neurovascular bundle is very rare إنها تتعور بس ممكن طبعاً معنى الحاجة rare بس بتحصل ولو حصل طبعاً neurovascular bundle injury ساعتها سوق subplavian arthritis, subplavian vein, subplavian vein, lower trunk, irregular plexus ساعتها من قوش نعمل over reduction and internal fixation لأن فيه another neurovascular bundle injury بسعالك طبعاً broad arm slang for three weeks يعني conservative يعني أو بنسميها closed method تمام؟ مش محتاجين over reduction and internal fixation نعم، هذه الصورة الثانية صورة فيها normal post-to-interview x-ray للleft shoulder التي يمرس الهيد واضحة جداً في الموجودة في الجلونيت cavity تمام؟ والسكابيلا والأكروميون المهم خلينا نبص على الصورة اللي فيها pathology دي صورة فيها empty glenoid cavity empty glenoid cavity وفيه head outside the cavity وبالتاقي ده معنى dislocation هو ده الدفينش بتاع dislocation لأن العضمة خرجت من الصوكت بتاعه تمام؟ المستكمن طبعاً type of shoulder dislocation هو anterior shoulder dislocation ليس posterior بس بيحصل برد إحنا عشان نعرف دي anterior posterior dislocation لازل نعمل حاسمها lateral view عشان نشوف العضمة دي قدام الاسكابيلا ولا وراء الاسكابيلا فدي صورة طبعاً ما ينفعش في نحن في اللي هي anterior dislocation بس نبقى عارفين إن هم مكتوبة عنده كده في anterior dislocation of the shoulder joint سبكوراكويد position of the head is common سبكوراكويد position of the head عما يحصل anterior dislocation بيقى فيه empty genoid cavity أم أبيرز إتس taking its origin from below the clavicle يعني كان العضمة خرجة من تحت الكلافكل مش خرجة من genoid cavity الأجزلة اللي يكون كافيتي تبقى lost دي حاجة مهمة طبعاً أي فراكشر ممكن يأفكت الأجيسنت نيرف أو آرتري وفين فهنا مشهور قوي بيحصل axillary nerve أو circumflex nerve لتنقص القسم بيحصله very common بس الإنجري بس الإنجري هي نيوروابراكسيا نيوروابراكسيا دي زي النيرف بيكونقاشاً يعني حاجة physiological dysfunction أو physiological block بتاخد وقت conservative management وتتحسن مش محتاجة أي intervention ممكن طبعاً مع الدسلوكيشن ده يحصل أفالجن للسوفراس بيينيتا السندون جمع لما مهمة وده بيقدي إلى inability to initiate abduction سوبرز من الناس طبعاً بتإنشيات abduction من 0 إلى 15 فدي حاجة مهمة ممكن أن يبقى true falls وسهلتها ممكن تلاقي greater true counter برضو fracture أوكي؟ الشوضر اسلوكيشن بنعاجه زي reduction reduction طبعاً under regional anesthesia ده الصح يعني في ناس طبعاً بتعمل regional anesthesia بس ده مش مظبوط قوي عشان البين ومصر رلاكسيشن طبعاً فبيسموه كخر تكنيك عشان لو جاء لك ايه التكنيك اسمه كخر تكنيك طبعاً فبريقرنس طبعاً فبريقرنس طبعاً فبريقرنس طبعاً ساعتها تبقى فيه injury اللي حاسمها لبرامجلنيدال اللي هو الإطار الكارتلج اللي حوالين الجنوات كابتش تمام؟ ده صورة تانية وواضح فيها fracture فراكشور فين فراكشور نك هومرس طبعاً نزل معرفين نحن في فوق أو تحت طبعاً تبقى الحمدلله إن شاء الله تبقاش مشكلة كبيرة يعني هناك كلاف كلا هاي وهذه الهدو فيه وهذه الهومرس وهذه الهومرس وهذه الهومرس نفسها الشافت تمام؟ وهذه الاسكابيولا فهذه الهومرس طبعاً طيب بيشنت هنا وشور إنها بوست منوبوزة الفيميل استيوبوروتك يعني إنبون هنا فيها حسمها استيوبينيا راديولوجياً يسموها استيوبينيا أو استيوبوروسيز يعني طبعاً ممكن يحصل نفس الإنجري اللي بتحصل في الشهدر دسلوكيشن اللي بتحصل نفس الإنجري ممكن يحصل طبعاً أرتيري الإنجري ممكن يحصل بريكيال بليكسس إنجري بقى تمام؟ والريسك هنا في البشنت اللي عندهم فراكشور نيك هومرس موضوع الـ AVN الـ AVN يعني فراكشور نيكروزيز زي بالزبط فراكشور نيك فيمر وبرده طيب بيشنت كان نفس الكلام استيوبينيك أو استيوبوروتك أو استيوبوروتك أو استيوبوروتك هذا استيوبوروتك طبعاً لو استيبول فراكشور نيكروزيز وده الغالب سنقوم بعمله أسمى عمر ردكشور انترنال فكسيشن تمام؟ هذه الصورة تانية بس تفقاش قصة بروزيز واضحة مثل الصورة الأبعينية وبرده فراكشور نيك فيمر واضحة جداً ونفس الكلام اللي قلناه دي صورة بتوضح الفراكشور شافت هيومرس هذه صورة بتوضح الفراكشور شافت هيومرس هذه هاته هم مفهود له عشان يكتب لك طبعاً فراكشور شافت هيومرس وواضح معها هنا ان في عايز يوضح من الصورة دي يعني ان الشافت هيومرس ممكن يعمل ردجل نيرف انجري وذي اهم حاجة يعني اهم كلمة يجب ان يسألك فيها لقلو كرة هذه لازم يسألك عن نيرف انجري انتعور في الجروف بتاعه في هيومرس تمام؟ السبيرل الجروف وطبعاً زي اي فراكشور ممكن يحسن منها دليج جونيون ممكن يحسن منها جونت ستيفنس ممكن يحسن منها نيروفاسكوب باندري انجري منها طبعاً النيرف اللي احنا قلنا عليه ريجال نيرف وطبعاً هتا بيحسن بيصار ريس دروب اذا ما انتم شايفين ومشهور قوي ان فراكشور شافت هيومرس بيمشي كونزربته بيمشي كونزربته يعني مش بيحتاج بصورة كبيرة زي فراكشور كتير فده غلما يمشي كونزربته تمام؟ في 8 ويكس كونزربته يعني حسنا اوكي دي نفس الكلام تمام بس مخطوطها في كاست هنا دي نفس الفراكشور بس مخطوطه في كاست يعني احطه في كاست معناا اننا لم نفعل لذلك قالت بب Birds Reduction أو Internal Fixation بب concern here PATHOLOGICAL FRACTURE لا أتكلم أيضا عن الارضيج الموجودة هناك مكتوبات التواجد وليس عرضنا لكن لن نقرأ التواجد في اللتيصة على الارضيج مدينة لكن هنا نجد أن نشاهد أنها Pathological Fracture Pathological انظرها تعني Pathology على البون بلد أن هناك بطواجد التواجد او بشيثاني بطواجد بطواجد بلدَ حارة وشيفة بطواجد ومشورة على ذلك إلى الأبر حارة هي بطواجد 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 هذه صورة أهم صورة في الأبرلمب كله سوبرى كوندايلر فراكشور أوف دا هيومرس اللور هيومرس يعني تمام بدتكسر طبعا عندها قلب و جوينت واضح جدا فده اسمه سوبرى كوندايلر فراكشور لازم انتم عارفين ان بنسمي الديس بلايسمينت الفراكشور أكوردنج للديستال فراكشور يعني اما قل لك ده بوستيرويس��سمنت او انتيرويسبيسمنت هقول لك بوستيروي Historior يبقى دا سيجمت بنسمي وطير میں pentad تمام؟ تمام؟ عشان ده ممكن يقول لك true false يقول لك مثلا there is anterior dysplasmic لا هو نفي posterior dysplasmic اوكي والدوسير dysplasmic بتوضح ان الايد ده fracture extension type يعني حصل injury while the elbow is in extension تمام؟ سيبت من الصورة ال elbow flexed لا هو injury نفسها كانت elbow extended في الاطفال طبعا كومن قوي لل fracture ده و ممكن يحصل معايا حاجة اسمها green stick fracture ان يبقى فيه one cortex intact other cortex is cracked هنشوفها يعني هنشوه مش في الصورة دي بس هنشوفها طبعا هي distal metaphysis injury مشان لو جاء لك true false طبعا يعني ما ينفعش اني نعدي على fracture ده مغير ما نتكلم على vascular injury very very common و very serious اللي ممكن تدخل ال child ده او ال patient ده في gangrene او vulcan ischemic contracture اللي هو brachial artery injury فال clinic اللي عنده اهم حاجة عندك تحس ال radial pulse بتاعه ما تكد نو انتكت even after fixation after management of the patient you have to keep the patient in hospital for 48 hours to observe hand circulation even after reduction تمام؟ فيعني اول مش في العيان لازم تهتم بالpulse بعد ما تعمله management لازم تتأكد من بالpulse والhand circulation ماشية كويس for two days يعني hospitalized ما تروحوش بيته تمام؟ احنا ممكن طبعا لو حصل compartmental syndrome نحتاج برضو fasciotomy فيحصل ساعات compartmental syndrome ممكن يحصل حاجة اسمها ميوسايتس ostificance برضو دي واحدة من complications اللي بتحصل في سوباك وداية fracture تمام؟ وفيه ماتومة في المسل فيحصل لها زي ostification كده osteoblast ما لها invasion فتعمل the position of the bone فيحصل myocytes ostificance الpatients ده بتعالج ازاي؟ بيتعالج بclosed reduction and fixation by posterior elbus lab ده ال standard management ويقعط المستشفى for two days for observation of hand circulation دي اهم معلومة لكن طبعا لو failed فممكن نعمل ORIF open reduction internal fixation بنعمل حاسمها using wires تمام؟ ده لو فيه لو failed the proper reduction طبعا ممكن يتعاور nerve هنا ممكن يتعاور nerve ممكن يتعاور radian nerve ممكن يتعاور median nerve كل ممكن يتعاور اللي قالنا median nerve وradian nerve لكن نعمل نسيب لنا break the artery طبعا دي نفس الصورة posterior displacement أو extension type دي بقى الصورة اللي فيها green stick عشان لحب يتسألك الصورة ممكن يتسألك على موضوع green stick fracture اللي بيحصل في الأطفال بيقى one cortex is intact and the other cortex is disrupted هو ده green stick fracture واضح طبعا ده طفل وصلة 50% من الحالات بيحصل يسوب كندوية fracture في الأطفال دي صورة يعني مش عبارة لها معرومات كتيرة بس لو جاتلكوا هي عبارة عن ده القلبو طبعا وهنا فيه fragment كده medially وطبعا المضح متحرك وتذلك المضح 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 التطبيق أو المضح وهناك معلومة واحدة يجب أن نعرفها عن هذا الميدي للكنديل مشكلته أنه يمكن أن يقوم بالنسبة لأنه يذهب وراه فانخاف طبعا من الإنجري ويحدث بشكل خلوهاند أو بشكل خلوهاند ويجب أن هذا يجب أن يقوم بعمل هذه صورة تانية وليس لديكم على فكرة هذه الصورة ولكن أحبت أن أضع لكم أنها قطعة جدا هذا هذا الأصلي وكافاته فهؤلاء الأصلي أخادي وهذا الأصلي الم yeum' وهذا الأصلي المث consegui أين يحدث عن الأصلي مستلوب الأصلي حق Path رأي지 مثل HIP يجب أن تـ تأتي مع الحق Connect hehe تمام؟ يبدأ بصير البلدسلوكيشن عن الانتيريو البلدسلوكيشن ممكن طبعا يحسن مع أوليكرينون فراكشور ممكن طبعا التبريكي الأطر هنا بتعويرش بنفس الإنسلنس بتاع السورة الالكوندولي فراكشور دي حاجة ما مهم ما تعرفوها هو انتقومن ما هو يتعوير هنا في الديسلوكيشن لكن فراكشور بيتعوير فيه يعني أبنورمال الاناتوميكال ريشن بين ثلاثة الالبو اللي هل هي الميدال الوكونديل واللاترال الوكونديل اللي هل هي مرس مع الالوكرينيو بروسسس طبعا it's no longer equilateral او يعني هناك أي معلومة عن الـ three points بني البروملانس دي ممكن يكون فيها disruption عن الطبيعي فتوبعارف المعلومة دي يعني هي صورة برضو ايه منامش عليكم ان شاء الله ما تجيش وده طعم بتعمله reduction اوكي دي صورة عندكم طبعا هنا برضو الـ lateral view اه دي الـ radius وادي الـ ALNA الـ articulation زي ما هو تمام مفوش dislocation اه دي الـ all-cranon مقصور اوكي وده all-cranon مقصور والنقطة تانية مهمة ممكن العظمة تتكسر الـ in place يعني without displacement without separation لكن ده عنده separation لو ما كانتش عنده separation وجي صورة مش عندوكو هنعملو ايه conservative management يعني above elbow cost لكن الـ patient طبعا عنده white separation وبطلينك اللي ممكن نحس bulble gap عند the fracture site وبالتالي اسم يعملو open reduction internal fixation طبعا يسبب الـ separation ده فانو بعارفين ان التريسيبس بتعمل ايه traction على segment المقصور ده فبتعملو المنظر انو شايفينه widening of the fracture وبالتالي بيتعتمد التريسيبس ده هل هو intact او يعني displaced او لا على integrity of triceps expansion عشان وقعت الكلمة في الامس twofolds اللي مفاهمين integrity of triceps expansion هنا اللي بتفريق معنا اللي هنعمل قولنا conservative ولا orif orif طبعا عشان نقولها كتير orif زي ما دكاتة العظم بيقولوها orif orif or reduction internal fixation عشان نبقى نقولها سريعا كده طيب دي صورة تانية طبعا دي ايه ده في upper limb طبعا في الامتحان المشكلة انك انت لو جاءك صورة زي دي بتسخد يعني ممكن تبقى ناسي ده upper or lower في امتحان بقى لكن لدي نشرح محاضرة فاماشين بالترتيب فانت متخانين انده upper limb لكن طبعا دي ايه اكيد دي مش مش تبقى وفيه بلاقي دي radius اهيه دي radius تبقى اعرض من الألنا تحت عند الهند تمام ودي شكلها في طفل وفيه هنا green stick fracture of the lower alna وبرضو lower radius تمام ده fracture both bones طبعا تاني حاجة طبعا انهنا فىش مثل ترزل او فىش ترزل bone ده carbal bone الكربال المقوارة كده تمام بس الحائلات دي ممكن احد يتفضى في امتحانه ويتلغوة فتحصل على فكرة يعانه لا استغربوش ان ما بتكلم به ده بتحصل دكتور بسفينيس عايزة تدخل واحنا قلينا شوية في حد عايزة يدخل اسمه سامسونج اي اس مش عارفة واحد وش مش هنعمل انتروفشن كل شوية لانه هيحصل كل ده كل شوية هتلاقي حد خرج وحد داخل كيه كي المحاضرة تسجل فيعني معلش خلينا من انه نقافش على الموضوع ده كل شوية تمام انا يعني اكين والله انه هتسجل بلينا نعمل يعني البث المباشر ده على الفيسبوك بتاعكم وفي نفس الوقت انا يعني هريكورد المحاضرة ورفعها لكم فانا اكين ان كلكم تسموها بس مش عارزة عملي انتروفشن كتير للمحاضرة فعلا طويلة ممكن اطول من محاضرة اللي فاتيه تمام جل فده فراكشور بوث بون بوث بون الغفور ارم جرين ستك فراكشور تمام اللي موجود هنا ده اسمه جرين ستك فراكشور خلاص بحنا نعرفناه اشهر حاجة عن فراكشور بوث بون الغفور ارم لانه رجيس وقلنا مع بعض يعني ان ممكن يحصل كومبارتمنتال سندروم د oily هنا فيه فاشيا وبالتالي ممكن يحصل انتسديجة اليديمة نتيجة الهيماتومة نتيجة الفراكشور وانتسونا ممكن يحصل كومبارتمنتال سندروم فطبعا دي ترو خلصا يعني اكيد اسألك بيها ثم انه من المشهور هنا او من الحاجات الكاركترستيجة اللي ممكن يحصل ماما في الفراكشور هنا ده يحصل حاجة اسمها سينوستوسيس اللي هو كروس يونيون ان حتة بالقلمة تلحم حتى من radius أو العكس cross union تمام؟ زي حرف X كده أو يعني يبدو العاد 200 مسئين في بعض طبعاً ده مش هينفع عشان subination and brunation مش همزبوط فالفراكشر ده غالباً بنعمله open reduction and internal fixation خلاص؟ يمكن مكتوبة ان في الأطفال ممكن يمشي conservative بس يعني غالباً بتتعمل لها orif open reduction and internal fixation طيب دي صورة مهمة جداً من أهم الصور زي ده صورة كندقى فراكشر كده نابس الأهمية اسمها coolest fracture ايه هو coolest fracture اكيد انتو عارفينه يعني لو تكليل شوية من نظري ده coolest fracture ده عبارة عن fracture of the lower inch of the radius تمام؟ كاركتوريستيك بإيه؟ ان هو أولاً بييجي طبعاً في old age post uniposal female طبعاً ده common طيبوشان ده لكن ممكن يحصل في أي عيان حتى لو young adult male لو كانت major trauma شوية تمام؟ هي عبارة عن إيه الفراكشر ده ايه وصفوه؟ هو عبارة عن post-thro-lateral shift and tilt post-thro-lateral عشان ما ما يكلم معاك في displacement ده فتو بعارفو و post-thro-lateral shift and tilt زياد impaction يعني post-thro-lateral shift and tilt of the distal fragment اللي هو بنوصف أصلاً عليه الكسر زياد الإمباكشن اللي بيحصل تحس العظمة ده أخلف بعضها تحس ليش مقصورة يعني لأنه فيه إمباكشن هنا تمام؟ فيه إمباكشن أوكي؟ طيب بتعمل منظر اسمه dinner fork deformity dinner fork deformity تمام؟ من الحاجات الكاركترستيك برضو ليها لو قاتلك true false إن الradial process تمام؟ الradial أنت عارفين طبعا الradius فقالنا عندهم حاجة اسمها styloof process الاثنين نورمالي styloof process بتاع الradius هو outer تمام؟ بعد ما يكسر خلاص سبقاتش ده الحقيقة دي موجودة styloof process is no longer distal to the ulnar دي معلومة مهمة المعلومة اللي بتقول الradial styloof process بعد ما يكسر خلاص is no longer distal to styloof process of the ulnar تمام؟ عشان كامل تعمل ulnar deviation بإيديك تلاقي range of mobility أعلى كثير من radial deviation وليس لما تلاقوش مرايح معاك ليه؟ لأن radius اللي طبعا بتاعها أوطى أو distal يعني لان مش متديك range of mobility to radial deviation زي ulnar deviation يعني عشان ما تنسهاش امسك ايديك كده وبص ايديك كما تعملها radial deviation بتاخد راحتها ولكن المال deviation لا بيجيش معاك بسهولة طيب ما عملاً يعني عملاً يعني نعرف ايه ثاني في كوليس فراكشر انه هو ممكن يحصل فيه syntروم أو ممكن يحصل طبعاً هو مشهور عنه قيومة بإيجابية والسودك أترى في دي أفوت أنتم ذكرينها عبارة عن Syndrome of Osteoprosis و Berzistant Swelling وجoint stiffness وكل ده يسبب بسكولار ستيزيس وما حدش عايف يسعبها بس غالباً Hyper Sympathetic Activity سمام؟ أو Hyper Sympathetic System ممكن طبعاً يحصل إنجري هنا لتندن كنت بحافظينه هو Extensor Polishes Longest Tendon Extensor Polishes Longest Tendon طيب دي صورة إن شاء الله أجيلكم ما لديكم شورة هند غيرها يعني لو جات خلاص ما تفكروش كتير جانباً أن تبقى الصورة دي دي هند طبعاً مش رجل لازم أنت أعرفين معلومة دي تدير ريديس أحفظ شكلها عامل إزاي وهذه القلنة ريديس بتأرتكليت مع توب بون هي السكافويد بون والليونيت هذه الليونيت وهذه السكافويد السكافويد لاترال والليونيت ميديل طب هنا فيه ثلاث عضمات مش عضماتين طب بالتالي فيه واحدة منهم مكسورة اللي هي السكافويد ودي فراكشور لين اهو اللي بشاور عليه بالماوس ده فراكشور لين تمام ودي السكافويد بون ودي الليونيت بون طبعاً مش هتعرفوا تعد لكارب البون فما تتعبوش نفسوكو يعني سلقوم زيادة واحدة فمش عامل فنعمل بتكامدة نحن نعرف ان السكافويد بون اهي يظهر فيها فراكشور لين ودي الليونيت يبقى كده في ايه كده في ايه كده عضمات مش عضمة مش عضماتين وبتالي فيه فراكشور تمام؟ السكافويد بون فراكشور يعني مشورة عنها انها دقاميس دياجنوز يعني صعبة تشخصها في الاول او معاهم بيجي التوارق بتفتكر انه هو عنده ريست سبرين لا تتوقع حتى انه عنده فراكشور يبقى من X-ray بعد ترومة على طول مش شرط مش شرط ممكن طبعاً بس مش شرط يتلاقي فراكشور لين باين غالباً X-ray بتبقى ميديتلي بعد ترومة وبتالي عندي ترو فولس ويسألك فيها زي معاين يسألك بتأي طريقة مش هنوض نقول اسائل دلوقتي عشان الوقت لك انت فاهم المعلومة دي ممكن تسايل في لكن لو استنيت تو ويكس مثلاً بتشنت ده مثلاً هتروحوا بيته يعني سألهم عنده فراكشور هيفجي لك برده لسه بانده نفس البين والسويلنج انت فعلي انه عنده فراكشور وما تشخص وبالتالي تو ويكس هتعيد ال X-ray تاني هتلاقي بقى فراكشور لين واضح جداً زي ما في الصورة هنا واضحة تمام؟ كلينيكي للبشنت ده عنده هاسمها تندرنس مهمة قوي قوي المعلومة دي على فكرة انه فيه تندرنس على سناف بوكس يعني سناف بوكس الارضية بتاعته الفلور بتاعه فيه السكافويد بون تمام؟ طبعاً مشهور قوي كومبليكيشن على السكافويد بون انها يحصل لها هاسمها AVN اللي هو Avascular Bone Necrosis او ممكن يحصل لان يونيون هم فيه مشكلة في البلاثة بلايف عجم اتنين يحصلوا لين يحصل نكروزز للبون لين ما يحصل ولو حصل طبعاً الكلام ده ممكن يحتاج بونجرافت خلاص طبعاً لو اكشفتها بادري او وبدأ تم المناجمت لها هتعمل بلو البو كاست ونحط في البو البو كاست ايه بقى البروكسما الفالنكس أوف ذي ثم يعني طبعاً الريديس خلاص ناحية الثم تمام؟ نحن ندخل الثم معنا في الكاست عشان ايه ما يحصلش ما يأخرش الهيلنج الموفمت لها طبعاً كده خلاص من البرلمب ده اول صورة في البرلمب ده صورة نورمال تمام؟ ده عبارة عن نورمال بلفس يعني هو طبعاً مشاكلك صورة نورمال غالباً يعني نسبة 90% بس انهم ما عارفون شكل بلفس النورمال عشان ما نشوف الابنورمال نعرفه بسهولة تمام؟ هنا في حاجة اسمها جوينت سبيس عايزك تعرفوه عشان هنسوه بصورة بكافية عشان هنسوه بصورة بكافية لكن هنسوه بصورة بكافية تمام؟ ودي جرية ترو كونتر ودي بروكسماء شافت ودي ليسها ترو كونتر او ايه ثاني يشوفه هاي انتكت اسو ببي كريموس تمام في الناحيتين طيب اهل بحث انا بس على الفركشور بره هنا فيه فراكشور ان سو ببي كريموس رأيت وتفعلك على فكرة فراكشور هنا بردو مش اكتوب عندكم بس جد ما هنا فيه فراكشور بردو ابقى ببي كريموس تمام بيه طبعا نعم من بيلفك فراكشور طبعاً في ناس يدهيقها الصورة دي شوية ممكن تفتكد في الامتحان ديك صورة يورو صورة مسالك ومصورة عظم لا ده جازز يا جماعة مش بلدر عشان بس محدش ايه في الوهلة اللي قولها ما يشوفوا الصورة دي مش يجيب الامتحان يقولك الصورة دي صورة عظم هاي جدي جدي اكسر ايه وخلاص فانت بفهم ان الصورة دي مش بيعبر فيها عن حاجة في المسالك خالص ده جازز بتاعة الكولون أو الرجتم يعني مش حاجة مهمة خاصة مش كنترست يعني كنترست من الهاتف فطبعاً فيه فراكشور فراكشور دي سيبول انصتابل اكوردين انه هو بيعامل دي سرابشن قدية للبلفكرينج لو حصل انصتابلية البلفكرينج بسبب الفراكشور يبقى انصتابل فراكشور تمام؟ طبعاً شتان المانجمت التاني انصتابل انصتابل وهنا نعرف دلوقتي في الصور الجاية طيب دي صورة بقى واضح فيها انصتابل فراكشور وشمال نفس الكلام فده فيه سيجمينت كامل بقى سيبول عن البلفكرينج طبعاً ده انصتابل فراكشور وده معناها ميجور ترومان بص يا جماعة لو حد شاف في حياته انت شوك الله هتخشوا الامتياز وموجودين في الاستقبال وهيعتمد عليكم جداً في شغلنا فما ترى اي حد شوك بلففراكشور لازم تفهم ان غالباً في حناي في الجسم مفيش حد يجري بلففراكشور ايزوليت كده غالباً فيه مصايب تانية للأسف فدي ميجور ترومان مش ترومان عادية خالص فراكشور بلففراكشور فرازم تبص على الشت اللي يكون فيه هيمو ثوراكس نيمو ثوراكس نيمو ثوراكس تبص على ABCD طبعاً اللي انتوا هفوض يعني أشر مني فيها Airway Breathing Circulation Discibility وتامل ATLS سيستم قوي البيشنط ده ممكن تفضل تركز مع الفراكشور وتنسى ان الفراكشور ده هو ممكن يعمله شوك يمنراجك شوك فرازم تعمل طبعاً Fixation هنتكلم فيها في الصور الجاية ده صورة واضحة جداً لفراكشور اسمه Open Book Fracture ده صورة فكرة مشهورة نبتيجي Open Book Fracture بلبس مبارة عن إيه؟ مبارة عن نتكلم في الحزام مبارة عن إيه؟ طبعاً ده صورة على الحزام حاجة على الحزام من رأي حاجة ملفوفة حواليك لبسات أو حاجة فانية صورة على العظم لكي لا تقلق بها حاجة على الجسم لفراكشور الجسم من تصبحها في الطوارئ طيب نعرف بقاً ان البيشنط ده يجب ان نعرف بقاً نفعله مانجمنت A B C D E علينا اعمل طبعا الفركسر بلبس كامل قوى يحسن معه بيسترا الانجري الفيسترا الانجري ممكن تحصل طبعا رقم واحد ما انساهاش البلادر انجري تمام الاكسترا بايترينية تحصل مع فركسر بلبس بلاس انه ممكن يحصل انترا بلبك أو بوسيوريثرا يعني بوسيوريثرا بردو رابشور لعبتشان هذا دعم ليس هينفع ان نشخص كده انه عنده بلبس فركسر بليسترا وخلاص نعمل CT طبعاً وزايفي كونتراس يعني نعمل assessment 8 لكل البلوك بسرة بشأن طبعاً ممكن يكون شوك، طبعاً يأثير لكل true false بشأن ده ممكن يكون شوك ده أيوة طبعاً شوك أي نوع الشوك الموجود هنا هو موراجيك شوك طبعاً ممكن ينزف 2-3 ليلترز في البلوك تمام؟ ممكن يحصل طبعاً بشأن ده مع الوقت DVT بالمونيومبوليزم ويموت بسعب DVT أيوة ممكن طبعاً لأنه عندها بدردن مش عرف يتحرك ده ده ليلت مغير يعني مثل طبعاً في الغيزة كلها ممكن تحصل سواء ركتاب ممكن يتعور الفجاينة وزي ما اتفقنا البلدر والبوسيئويترا ممكن طبعاً سياتك نرف يتعور كل هذه حاجات ممكن تحصل لأنه ده ميجر ترمه مثل ما اتفقنا يعني أصلاً الـ Open Book ده عبارة عن ويت سبارشن أوف سامفيز بيوبس تمام؟ زي ما ما نشاهبين هنا مأعسو يعني مش باينة هنا قوي بس لازم ما فيها اسمها disruption of sacroiliac joint with little separation تمام الفيش انت طبعا لو دخلك في الطوارق يعني likely هي بقى unstable اول حالة تعملها له غير طبعا انك ABCDE اما واحدة من ال steps اللي هتعملها انك هتعمله pelvic binder تمام pelvic binder في الطوارق وان شاء الله يعني تخشه انتياسكو هتعلم الكلام ده او دكتور العاد ممكن يركب external pelvic fixator طبعا هدفه مش انه هو يعالج الفراكشر وهدفه بس يعمل compression يلم البلبس عشان ما يحصلش continuous bleeding up to the patient طبعا يخش فراكتور يشوك ويموت فده مهمة اول لو عامل بقى vital stable اوه بعد اما تعمل له primar survey بتاعه second survey يتاكد انه خلاص ما عاندوش مثلا غير البلبس فراكشر فقط والحمد لله ما عاندوش association ساعتها بقى تعمل له بقى ايه ORF open induction internal fixation مش انفع طبعا conservative طيب اوكي ايه حاجة تانية دي عبارة عن hip dislocation دي عممكن نهمها superior hip dislocation او enter superior تمام مش posterior مش قوي يعني مش posterior زي السورة مثلا الجاية دي دي posterior او واضحة لكن دي زي superior ايه hip dislocation ايه ليه عرفنا دي hip dislocation طبعا ده مش الestablish يا جماعة الestablish من تحته عشان كده وردلوكو normal belvis اه دي normal belvis هرجع له تاني شايفين normal belvis فين اه دي الestablish بتاعنا والهيت جوه زي الفل هيت طلعت هنا كده تمام فطبعا الصورة دي فيها hip dislocation ده مش الestablish يا شباب ده مش الestablish الestablish اهو وبالتالي في empty acetablish يعني في hip dislocation وطبعا طبعا مش محتاج اقول hip dislocation برضو major trauma يعني مع hip dislocation ده الهيب joint is highly stable joint تمام طبعا ما حصل في dislocation طبعا دي major trauma غليم بتحصل في حاسمة front seat passenger تمام الاعفل front seat في العربية ممكن يحصل له منظر ده غليم يبقى الهيب inflection وadduction وinternal rotation the clinical يعني الهيب is flexed وadducted وinternal rotated تمام وهتلاقي shortened limb طبعا ممكن تحس femoral head في الصورة دي بالذات في بصير تحس femoral head is palpable in gluteal region true empty asetabula true في حاسمة shenton line shenton line shenton line يجب أن أقولك على الpatient normal الأول لأنه shenton line رadiological line كده بنرسمه بصوا بصوا كده معي lower margin lower margin of superior pubic remus تمام lower margin بتاعه اهو مع lower margin of the femoral head شايفين line المرسوم ماشي smooth مع بعض ده تمام الline ده اسمه shenton line shenton line تاين نقوله عبارة عن ايه عبارة عن line drawn radiologically imaginary line يعني lower margin of superior pubic remus نكمل بي هلنفسنا عن the lower margin of the head of the femur تمام نقول head of a femur head okey no one march طبعا نبص على الصورة اللي فيها disturbed shenton line في العينين اللي عندهم fracture neck femur او او لعندهم head dislocation okay ادي بصوية dislocation finish hinton line طبعا disrupted خلاص disturbed مش ايه مش normal ادي lower margin of بصوية بي cremas بقيت خالص على lower margin of the head neck of the femur تمام طبعا ممكن حسنينها برضو avascular necrosis ممكن حصل صحياتك nerve injury اهم عموات اعرفوها بصوية hip dislocation كيف هي عوية عليكم كده في بقى صورة ثانية طبعا the major trauma مثل any pelvis fracture or hip dislocation or fracture neck femur الصغير في الكبار minor trauma المهم دي صورة فيها central hip dislocation central hip dislocation central hip dislocation central hip dislocation طبعا عرفنا زي central hip dislocation هنقرن من ناحية تانية وقت المتحان طبعا مش هجبلك الكلام ده خالص ولا femur head ولا femur ولا femur انتو عارفين طبعا اي 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 اشعة في الدنيا بتقرن الجنبين فطبعا الجنب التاني فيها head of the femur في مكانها الحمدلله في الacetabulum واضحة ولا fractured neck ولا حاجة هيا برضو فرقش بس فيه acetabular fracture الارضية لأستابولم نفسها الكاثريت والfemur head شايف position بتاعها مختلف هنا داخل جوه البلبس طبعا ده type of central hip dislocation او ممكن يطبع fractured بلبس انك عورت لأستابولم طبعا انا عنده عشان يتشخص احسن من كده شوفت تفاصيل الفراكش ده بص على استابولم كويس انت تعمل CT CT طبعا تمام طبعا ونفس الكلام يحسن معي visceral injury طيب ده بقى صورة ده very uncommon sorry very uncommon yes very rare انك شوف type of dislocation اللي هو اسمه anterior hip dislocation صعب قوي يحصل يعني انا بنشوفوش كتير لكن نشوف بصير dislocation طبعا وزا ما انت شايفين ممكن يحصل طبعا هنا injury femoral artery دي الحاجة يعني زيادة مفوتو بعرفين ها مش اكتر طبعا نزيل dislocation يعني تتكلم يعني هذه الريت في femoral كويسة وهذه التي تفرمش في مكانها الاستابيلا من نزل تحت اهو والاستابيلا من نزل تحت وانتير يعني واضي الاستابيلا انتي ما فيش أي فراكشن معا تاني تمام اوكي دي بقى صورة يعني very common في الامتحانات زي ما هي common في النظري ده patient جايبين الريت هب وصادق موريك فيه انه هو fracture neck femur وعندي بشيومرس يعني ما فيش clavicle ما فيش chest wall ها ده بالبس اوكي اه دي fracture neck femur تمام المعفوض تلاحظوا هنا في حسنا osteopenia osteoborosis وطبعا ده common في old age post من البوز الفينيل والفراكشور نفسه يحصل مع minor trauma ممكن بس مجرد انها تكابل في السجل وتقع في الأرض للأسف يحصل الفراكشور ده ممكن يمز اصلا احيانا فده اسمه fracture neck femur طبعا ده ممكن نسميه subcapital intra capsular يعني مش عندي صعبة عن نفسكو طبعا common هنا يحصل اسمه ABN النسبة عاليا جدنا يحصل اسمه avascular necrosis ممكن العيانا دي للأسف يحصل لها mortality بسبب DVT وبالمنون embolism طبعا بدريدن فطبعا يتخش في DVT غالبا وبالمنون embolism فهو high mortality fracture true false it's a high mortality fracture there is high risk of DVT and بالمنون embolism طبعا بدريدن patient زي انها old age ممكن ما عندها كذا نسبة 90% ستعامله حاجة اسمها hemiarthroplasty hemiarthroplasty غالبا لانه old age 65 سنة بتعامل hemiarthroplasty بتغيير نصف مفصل يعني زي نقولها بالعربي وطبعا ده مهم عشان patient يتحرك اسرع وبالتالي نتجنب ان يحصل DVT بنون embolism طبعا عندي fracture net femur بس شكلها بحد اصغر في السن شوية اصغر الواضح طبعا دي صورة مش طبيعية دي مش fracture neck بالشموخ اللي بنشوفها فيها fracture neck كده طويلة واضحة جدد لكن نبصوا طبعا دي مش normal خالص ممكن يكون في impaction بس فانت مش شايف fracture كويس لكن دي مش normal تمام دي fracture neck femur دي مش الانجل خالص بتاع ايه the neck off the finish طبعا دي بقى hemi arthroplasty اللي هو علاج fracture neck femur في old age في 65 سنة عشان ندوم high risk of abasca necrosis non-union او التالي بنعمل حاجة اسمها المنظر المنظر انتم شايفينه ده hemi arthroplasty تمام هارفناها ازاي اهو نحط الهيد خلاص حاجة من بروثيسيز تمام طبعا ممكن سعاد دي حاجة تتطور hemi arthroplasty لو فيها stabilan problem يعني بس هنا الهيد مش متغير ده hemi arthroplasty دي حاجة اسمها DHS dynamic hebi spru بيتحفز بالشكل كده يعني انتم عارفوا انه شكله عامل منظر ده شايفينه المنظر الفو ده سريت ده اسمه DHS او dynamic hebi spru وده بيستخدم في extra capsular فراكشور نيك فيمر اللي هو الانسدنس بتاعت الAVN فيه مش عالي قوي زي الانترا capsular هنشوفه دلوقتي او دي صورة مثلا ممكن عاجها بدي DHS دي اسمها سابترو كنتيرك فراكشور تمام الريسك هنا اقل بكتير من فراكشور انترا كابسول فراكشور نيك فيمر يعني تمام هنا الريسك اقل موجود بس اقل عشان بس برضو محاجش فتكر لا الريسك مش موجود لا ممكن تكون موجود بس اقل لو البيشن ترو كنتيرك فراكشور او انت ترو كنتيرك نعمل DHS ولو كان ساب كنتيرك زي هنا كده ممكن DHS او ممكن حاس ما بلي تمام تمام اوكي يعني في الاخر يعني عايز سأقول open-reduction internal fixation المفوض تعرفوا مرمضي جدا انتو اهم حاجة وعرفين هي closed method ولا هنعمل orif حاجة من اثنين او open-reduction internal fixation او closed method تعرفين العيان ده مش يمشي conservative طبعا طبعا يعني ده fractured proximal humerus او ممكن سمعها sub-trochanteric برضو proximal femur ناسف ده proximal ناسف مكسور وهذه fractured communution طبعا اكيد مش سأقول open-reduction internal fixation ده fractured shaft femur لأسف الصورة مش واضحة برضو بس يعني مفوض عندكم femur مش humerus تمام انه مش موضح لك proximal joint و distal joint لك تعرف ده في الجسم بس هدي عارفين ده fractured shaft femur هذه صورة واضحة shaft femur طبعا ده مش فيه مرس خالص ولا حاجة ودي كمان البل في كبون اهي بينا وبالتالي defractured shaft femur طبعا عنده برضو نفس المشكلة ABCDE ATLS system طبعا نمشي كويس فيه private second survey ممكن يبقى شقد ايو شقد ممكن ينزف up to litre ونص دم في الثاي without even ECMOSIS في الجلد يعني ممكن ينزف في الثاي وانت مش شايف تمام مفيش حد بيصيب fracture shaft femur كده رازم على طول تركيب له skin traction على طول Thomas plant يعني صورة زي دي ممكن نخبيها ممكن تلاقي حد بيخبيها من الأستاذ بتاعه مثلا انه تأخف ان يعمل skin traction تمام مفيش حد يسيب عشان نقلل pain والمسل spas ونمنع الشوك طبعا بتاع طبعا بعد الفكسيشن بتاعه open reduction internal fixation لازم نراح زين اما في الصورة عشان نوصل لك لاب 7 في الانتحان لحاجة يعني هنا حقا اسمها callus callus ده اللي هو new bone formation دي حقا كويسة دي good sign ان العضم بيلحم يعني دي حقا اسمها الصورة صورة يعتبر السورة صورة بتخب فوق صورت الصورة دي ت spins الصور حتى نفهم انك عملت سكين تراكشن للعيان مثل نيتش في الطوارئ انا مش هستنى اعمل اكس ري اصلا من العيان ده هو انا مستنى اعمل اكس ري لفراكشا شافت فيمر ليه انا كلينيكا ليه خلاص عرفت انها فراكشا شافت فيمر واضح الديفورمتي في رجلو فانا العيان ده والعيان مثلا بدأ يبقى شغل فدي خلاص دي فراكشا شافت فيمر ممكن يعملش اكس ري اصلا ويروح اعطوه يا راكب ايه؟ انه طوماس بليند شد ريجل اعطوه سكين تراكشن يعملشده جلديه لانه طبعا في عاسمها سكين تراكشن دي مهم ايه معلومة دي لانه ممكن ذلك في true false skin تراكشن ولا سكيتل تراكشن ده سكين تراكشن دي سكين تراكشن دي مش سكليتل تراكشن يعني الشده تبقى على الجلد رفسها مش على في العض تمام ده طوماس بليند صورة جميلة جدا بصراحة يعني وطبعا في طوماس بليند في مشكلة كده انه ممكن يعمل كوممبرانيال نيرف كومبريشن او انجري يعني طيب دي صورة بقى جميلة جدا تيجي طبعا دي طبعا داني مش قلبه عشان ما تلغباتش داني في صوبرا كوندايلر تمام بس صوبرا كوندايلر بتاع اللور لمب بقى مش بتاع الابر لمب مش بتاع الهومرس صوبرا كوندايلر فراكشر اوف دي فيمر اللور فيمر يعني طبعا the high risk of injury بوسكولار انجري اللي هو بوبليتيال ارتري ذا بالظبط ما قلنا كده في الابر لمب إذا ننتظر أنه يفعله الخاصة بالحضر المعارضة في ستوبراكندولي فرقشور فإنه ستوبراكندولي فرقشور في الجسد سواء في الأول أول ما يقولونه ينخاف من الفسكولار انجري طبعا عنده يعني هتعمل له وإنه يفعله ومعه ولو طبعا معه وطبعا نعمل ومعه ومعه ودكتور الفسكولار بيشتغل بعد دكتور العظام لحضر طبعا نعمل فسكولار على العضم تطور خلال فالس بردن يبدأ بأيه يبدأ الورثوباديك بالفركسر الأول بأن يبدأ الفاسكولار يشتغل طيب، دي صورة knee joint lateral view طبعا لأننا نحن بصين من جنب العيانة هذه الـ lower femur واضحة جدا، وهذه الأبرتيبية وهذه الفيبيلة طبعا جنبها طبعا هنا في عظمة أكيد كلنا عارفينها، اللي هي البتلة، اللي هي بتعمل protection anterior aspect of the knee joint، هنا حصل fractured batella و fractured ده مش fractured عادي fractured with separation أو displacement شايفين upper fragment of batella وال lower fragment بعض عن بعض ازاي؟ تمام؟ فده displaced fracture وبالتالي أول ما نسمحك displace the fracture عدول طول orif over reduction internal fixation، تمام؟ طيب، لازم نبقى عارفين ايه تاني؟ لو طبعا فيه fracture fracture في البتلة، يعني هيمشي ممكن يمشي conservative اللي هو العيان يبقى immobilized for cluster cost for 6 weeks لكن العيان ده، اللي عنده وقت separation ده، اللي عنده وقت separation ده اللي عنده displacement ده، لازم over reduction internal fixation، اللي هو اسمها k-wire tension band k-wire tension band، المهم لو الفراكشور بقى في البتلة ده communuted يعني العظمة متكسرة بنعمل بقى communution طبعا يعني اكتر من two fragments أو three fragments يعني ساعدتها ممكن نعمل partial batelectomy and reconstruction of soft component of extensor apparatus اللي هو quadriceps tendon يعني خلاص؟ طيب ممكن طبعا لاتر اون يصل لعيان ده، قصه arthritis في النين طبعا بسبب الإنجري، ده ممكن معايقها سوشيط طبعا منسكس إنجري بقى وكل الكلام ده، بازموا معارفينه وكوريشية ligament injury دي صورة فيها برضو lower limb طبعا مش upper limb طبعا، احنا عارفين ده راجلة بالإدم وهو تمام؟ ده تيبيا، ده الفيبيولة، اوكي، ده أنت بسيو فيو، أبوس أنت بسيو فيو، ده lateral view هنا فيه فراكشور شافت تيبيا، تمام؟ فيه فراكشور lateral mellus اللي هو lower limb fibula البيشنت ده مفروض نبارفين عنه حاجة إن غالبا الفراكشور ده هتلاقيه compound fracture يعني open fracture يعني high risk of infection، تمام؟ الجلد بتفتح، فيه التالي، فيه موند يعني مش close the fracture، فبيتقى the high risk of osteomyelitis فالعيان ده يعتبر spherical emergency، عندما يستنىش في التواريق زي مع عيان closed fracture ممكن يستنى، لكن عيان open fracture ما ينفعش يستنى، ده emergency، عاطوه، ليه؟ عشان high risk of infection Lossyomyelitis may be fatal، ممكن تمامت العيان، Lossyomyelitis حصل infection فالعيان ده usually compound fracture، أيوة، ليه؟ لأن the skin of the chain of tibia is adherent to the tibia عطول وبالتالي أول من تتعور، بيعور الجلد، تمام؟ طيب لو حصل انه closed fracture، وكان يعان حظه apparently أحسن، ممكن يحصل compartmental syndrome، لو الفاشية مقفولة، تمام؟ فيحصل compartmental syndrome فهي فيه two common complications مشهورين في fracture phobia بالذات الفيبلا هي فجأة الفلوكشر بتاعها، يعني ما بيهمش بالراحة العظم أكثر من tibia طبعا، tibia هي اللي شاهدتها بنياتا، فيها اللي بنتبشي conservative، لكن لو فيها tibia مع بعض كأنها tibia المهم، اللي طبعا، لو الفيبلا تعورت تحت عند الانكل، لأنها تشارك في الانكل، فبيبوز الانكل لكأنها تعورت فوق أو تعورت في الشافت بتاعها، ولا أي حاجة حصلت، بسيطة، أما tibia لا، طبعا، وممكن يحصل منها bleeding طبعا، up to one liter، آآ ممكن يحصل منها bleeding برضا، فالمهم اللي عايز أقوله هنا فيه compound fracture وفيه compartmental syndrome، دي أهم اتنين هيتكلم فيهم في true false غالبا، طبعا، طبعا، عيان ده مش طبعا، ايه open reduction internal fixation ولو عملت حتى closed reduction and fixation، وما كانش فيه proper alignment، زي هنا كده، يقومها في الآخر ده هقطه في cost اهو، القاست اهو الشادو بتاعه باين اهو، ده cost، الجبيرة هي، طبعا، ستعمل له open reduction internal fixation، طب، السؤال بها الأهم، العيان ده لو compound fracture، خلاص، لو الجلد متعور أو فيه wound يعني، خلاص فيها اسمها gestello classification، نوسماته عنها، المهم، العيان ده لو فيه fracture compound أو open fracture بنفس الكلمة، لازم تركبها اسمها external excletal fixator اهم كلمة هيبقى يدور عليها، external excletal fixator، اللي هو شكله جيدة، تمام؟ ده اسمه external excletal fixator، تمام؟ ده مواضح جدا ان احنا مثبتين العظم من برا الجسم، ده مش internal fixation، ده external fixator، تمام؟ فرقش عقش هي قائمة اتكون بفرقشي Allison، هذه تقود تيبيا و spirit ده median mainless، احنا موجودもう fractionaddli basal fixator choosing施 low Triassic لكن هذا تيبيا. تمام؟ يبقى انستابل يعني. قودي هنا ووضح لكم الفيكسيشن بتاع اللور تيبيا. تمام؟ في سكروز اهو. طيب تعبنا نخش عن خلاصنا خلاص كلا الترومة والفركشور. معايا يا شباب ولا ايه؟ اه يا دكتور ما حجزت. طيب. يلا. هنبدأ في حاجة اسمها يعني نان تروماتيك بقى بون انجريز او بون باثولوجي يعني. ده ده فوت. خلاص فوت اكس راي. واضح فيه هنا ان فيه كرونيك اوستيومايلايتس. طبعا الاكيوت مش بيبان قوي. احنا عارفين الاكيوت مش بيبان في الاكس راي. يعني بيحتاج اما رآي. هما تلاقي طبعا صينزوف اوستيومايلايتس واضحة. يبقى ده غالبا كرونيك. اوكي. طيب ده كرونيك اوستيومايلايتس. ايه اللي خلاننا نعرفه كده. اولا دي صورة مشهورة عندكو يعني. ممكن تبقوا حافظينها كده بالشكل. بس نعرف طبعا اللي عين ده غالبين ضبيته كوت انفكشن. الكس راي هنا واضح فيها صوفت تيشو اديما. بصوا صباعه. البيك تو بتاعه حوالي صوفت تيشو اديما ازاي. يعني بصوا صباعه. البقية. الطوز البقية. ونفعش اديما. زيما البيك تو بتاعه مليان صوفت تيشو اديما. زائد طبعا البون دستراكت واضح جدا يعني. دي حاجة كلير البون هنا مش موجود. شايفينه عمل ازاي. فيه متافيسيز افكشن. طيب. وفيه بون ريزوربشن. وفيه دستراكشن. صوفت تيشو سويلنج. خلاص. العين طبعا لو فيه كونك قصة ما يعمل ايه بنعمها اسمها سيكوستريكتومي. يعني السيكوستريكتومي يعني شيء السيكوسترام. ايهو السيكوسترام هو ديت بون. ممكن سأكتلوا فلس فيها. وطبعا ممكن تلاقي كونك قصة ما عنده 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 سكين ساينسي. تمام. وطبعا ده بيعمل ذهرت بيطالي في النهاية الاسرامة باليكتوميوليتس. بيكتر العربة طبعا. وطبعا بيطالي ان تنتقلوا طبعا بعضها للأمية. وفيه دستراكة من القيامة التعبير من القيامة التتيبير في الوقت. من حياتي الان اناسي ساينسي في الوقت. عموما يعني ديت ان تنتيبير في الوقت. هو الاستيمالياتيس. طيب ده بقى بيشينت عنده حاجة اسمها. يمكن أن تحدث عنها بأستخدام الوطن يعني أكثر داخل المثال هناك صورة هذه صورة واضحة فيها جداً يمكن أن تحركين الحروب وهذا بسبب نيروباثي طبعا الجوينت شايفين عمل ازاي؟ تسلوكيت خالص يعني من ترزل تسلوكيت خالص عن الترزل بون شايفين طلع الفوق ازاي؟ والجوينت دي ازاي؟ ده اسمها تشاركو جوينت او نيروباثيك جوينت يعني وده جوينت تبقى دستركتة وساعد ما فيه إفيوجن وطبعا الجوينت ده لو قالك انه عنده سنسوري لص طبعا هتقوله true وعنده سنسوري لص بس يعني دي حاجة دوجة لكو يعني هي صورة برضو سخيبة شوية مش هيلاقي اسألكو فيها خدي صورة برضو يعني مش من زي بيدي السور طيب دي صورة تانية جميلة جدا cystic bone lesion او bone cyst بص البون cyst اللي هجيلكو هجيلكو في اليومرس متقلوش يعني البروكسيما هي اليومرس اللي بيجي فيها البون سيست خلاص؟ يعني اكلم اي حد عظمي كده هيقولك اغطر حابب نشوف البون سيست في الايه؟ في البروكسيما هيومرس في الاول ما تلاقي الريجان في البروكسيما هيومرس نتفكر في البون سيست خلاص بيكون يعني رجلوسنت من المنظر ده وايكسنتريك من السنترال تمام؟ دي اسمها هنقرأ يتم ببعض طبعا دي اللي على اليمين دي اسمها simple bone cyst طبعا هجيدي بني بس مش كده لنا بتعمل بس مش كده لنا بتعمل بس هي مش ملاجمت يعني تويوني لوكيلر كده وفيلد وفكدير فلاود تمام؟ وبتيجي في الميتافيسيز يعني نوالك السليجان السليجان تمام؟ دي هيومرس طبعا بوك تيجي في اين تاني بوك تيجي في الفيمر والتيبية بس هي مشهورة عندك الهومرس ومشهورة كلين كده كمان في الهومرس دي العين ده اصلا ما بيشكش من اي حاجة خالص بيبقى اسمتوماتيك بيشن تمام؟ ومرة واحدة يجلب تبص على الفراكشور اما تبص على الفراكشور اللي هي عنده بون سيست وهي كانت البريز بوزنج فاكتور اللي ادى الى انه يكسر لكن البيشنط ده مش بيجيش تيك من اي حاجة تانية غالبا وهي طبعا لي مش ملاجمت سيست مثلا او حاجة لانها واضحة تمام؟ وفيه بون إكسبانشن يعني ثنينج أو دا كورتكس بون إكسبانشن لو قالك ترو فولس بون إكسبانشن بون إكسبانشن يعني إكسبانشن بون إكسبانشن يعني بتعمل إكسبانشن ماشي؟ ايه تريتمن طبعا بنعمل حاجة اسمها كورتيكسيرويت إنجكشن اوكي وغاليا بنعمل بنتهين موضوع بالنهاية بالإكسبانشن نعمل فيلنج أوب بون شابس ويتخذ مقلية كورتيكسي بون شابسي تمام؟ زي بون جرافت يعني كده طيب أما بقى الصورة دي اسمها أنيوريزمال بون سيسلي أنيوريزمال بون سيسلي مستمبل اللي اتنين طبعا نحن قلنا بيقوا في الأبر هومرس بروسما هومرس هي أنيوريزمال لأنها فاتر ربيكوليشن ومالتي لوكوليشن فاتر ربيكوليشن ومالتي لوكوليشن دي مالتي لوكوليشن اللي اتنين طبعا دز نوت ترن ماليجن اشان الترو فولس اللي اتنين اكسنتريك او إسنتريك ليجنز خلاص طبعا دفشنا كدروز مع الأستيوكلاستومة او بيسموه جاينت سيل تيومور التريتمنت بقى كيروتاج بون شابسبر انتو شايفين الصورة كويس ولا في حاجة زهر لكم مربع أصفر وحاجات زي كده هو ظاهر بس احنا شايفين منه يعني مش مقاصر على الصورة هو مديني أصفر اشخصي انا شفى شي بزاي انا شفى انا شفى هذه الصورة بقى مهمة جدا 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 تمام الصورة دي قبارة عن distal femur يعني lower end of the femur خلاص around the knee يعني طالع بوني ستوك كده اسمها استيو كندرومة استيو كندرومة عبر زي استيو كندرومة عشان مميز جدا مكانها اولا بتيجي في المتافيسيز بتيجي في المتافيسيز اوكي بوني غالبا في اللور فيمر ممكن تبقى سنجل زي هنا ممكن تبقى مالتبول بسموه اسموه 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 تمام وبيلي كاركترستيك شكلها كده في الـ X-ray will define the bone stock شايفين كده الـ بيطلع من mother bone اللي هي الفيمر المتافيسيز تجد من الـ العيان ده تلاقي عنده الماس او التيومر ده اكبر من حجمه اللي موجود في الـ الـ X-ray ليه عشان فيه cab of cartilage عليه cab of cartilage ما يبنش في الـ X-ray طبعا زي البوني ستوك والتالي بيتيجي تعمل الليجين looks smaller than it feels يعني يقولك الليجين دي تبقى شكلها في الـ X-ray أصغر من حجمها clinical وده هي الفيمر الليجين طبعا ده الليجين بريمالجنانت بيطلع من البوني سيستبقى بس امت تتساسبكت ان الماس دي مالجنانت حصلها يعني كوندرو ساركوما كوندرو ما يعني كارتليجين سبارة بتاعها بيعمل كارسينوما ساركوما سوري أما يحصل في بين لأن الليجين دي بينلس في رابط جروث مرة واحدة كبرت زيادة الحجم جامد لو بديت تعمل انفاجن الماثر بون اللي هي الفيمر اللي خارجة منها بديت تعمل انفاجن لأ يبديه غالبا مالجنانت أو لو حصل ريكارنس أفتر سيرجيكال ريسكشن أو سيرجيكال ايدي كلها حاجات تخليك تفكر انها على بيت مالجنانت حسنا حسنا لا أعرفش اني مشكلة أعرفش بطولة أولا مالجنانت بتاعها أوستيو كندرو ساركوما اه كندرو ساركوما أو أوستيو ساركوما اه اوكي كندرو ساركوما هو يعني موضوع الباكس اليليلو ده ساخذ جدا مشابهش يزالي صراحة وهو كمان حتى البرزنشمش بتتحرك معايا في المشكلة غالبا لحظة شباب كل控ة اللعنة يتضمfund後 المشكلة ذات في البطغة في حروق البرزنشم يلا نكمل دي احنا قلنا خلاص استيو كندرومة نشوف بقى السورة اللي بعدها دي حاسمها ان كندرومة بصوا يعني صعب تلقبطوا فيها خالص لانها هي دي جن بيتي في الهند يعني سهلة خالص هتلاقوها هتلاقو رجلوسينت لجن كده في الفالنس وكيف فالنجيس بتبع عملها بون اكسبانشن برضو هاسمها اكسبانسايل بون سيست اكسبانسايل بون سيست شايفنا او مش سيست يعني اكسبانسايل بون تيومر يعني او بون رجلوسينت لجن يعني خلاص برضو تبعش عملها ان فيجن تبخغة from the inside اوتورد كده اسمها ان كندرومة ممكن تبعه ملتبول ممكن تبعه سنجل وبيحسن منها فراكشور اسمه بثولوجيكال فراكشور بسبب ان فيه ان كندرومة نحن بتلغبطش ان كندرومة هتلاقوها كده في الصوابع وريد بدي لوس انتليجن وقيها يعني برضو ومش عندك كلمة تكيف نظر عليها فبسيط اياه يبقى لسرعة ممكن تيجي غالبا اسمها 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 تمام؟ ايه اسمها اسمها اولا دي بقى ما ينفعش الاسلايد ده ما نوقفش عنده اولا عيفنا زي اللي هي استر كوما مقم واحد المكان نجي الليجن اولا شكلها ايه؟ شكلها بدلولة من لجنانتي يعني شكلها محتفز بمحترمة كده اللي حواليها زي ما بنشوفنا كده في البون سيست مثلا انها وليد ماركيتيد ومش عاملة انديجن الماثر بون لا لا كلام ده مختلف كدنا في استر كوما وهناك مختلفة تماماً، هناك ماليجنانسي، واضح هنا أن هناك حاسمها كودمان تريانجل، أو فيه صفت تيشو انفيجن، كل ده اسمها صفت تيشو انفيجن، كودمان تريانجل، كودمان تريانجل ده برا عن إيه؟ برا عن إليفاتيب برياستيوم، إليفاتيب برياستيوم، مع ريكتيب بون فورميشن، هو ده، بين الشافت، أو في فيمر، وبين البرياستيوم، اسمه كودمان تريانجل، ده كاركترستيك قوي، غرص ساركوما، بلاص انك هتلاقي تحت هنا، نيوبون فورميشن، ببقى شكله عامل زي فرست ساين كده، أو سان ريي أبيرنس، بسموه سان ريي أبيرنس، هو ده الكاركترستيك لنيوبون فورميشن، تمام؟ زي أن الكورتيكس هنا بريتشيد، واضح قوي ان الماس دي خرجه لبرا، وراح تعمل الانفيجن للسوف تيشو اللي فوق العظمة، اوكي؟ نعرف عنها ايه الاستواركوما، نعرف انها كومان بريماري ميجنس، ده بون، تمام؟ ده مهمة، تيجي طبعا في تينيجر في السن الصغير، ممكن تيجي في سن كبير بردو، بس تيجي انطوبه في باجت، لكن الأشعة طبعا تيجي في الايه في سن الصغير، تيجي انطوبه في باجت، يزيجي انطوبه في باجت، ده بون، يعني، هي غالبا استيوبلاستي الورجن، تمام؟ 80% الخارجة من المتافيس، بعدين بالكوكومة واضحة من البون ليجنز غدأت في المتافيس في السن الصغير، هذه هو مهمة أوحة، بنسبة ثمانين في مائ contragers، تمامًا من bathroom плюс bell readrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehreh唉 v impairment size fins ic all of b on. وتنتظهر مشقبه ج트�iqu dynaية انطوب وضبل، تكون هناك لايجن grande سطيط الباد Set. الغريب ما أنا بتعملشي relingside respect the subal 이대파. كارتلج. يعني هو كارتلج. كارتلج أفاسكولر. فالمالجنس يحبش الأفاسكولر يعني. فبالتالي إترسبيكت إفيفيزيال كارتلج. أنت دمارش الجوينت والإفيفيزيال كارتلج يموجود. هي زي ما قلنا كده. تدام إفيفيزيال الميدالة للسوفت تيشو. طيب. الأعياد ده هنشخصه ازاي. الـ X-ray طبعا دي خلان نستسبيكت. بس طبعا ما فيش حد يشخص بـ X-ray فقط. النامحة اسمها MRI وبون بيوبسي. أو يعني الماس بيوبسي دي. ممكن طبعا نحتاج نعمل شست إكس ري. نلاقي البيشن ده عنده. ممكن نلاقي عنده متاستسيس. لأن البون سلقون بتعمل بلاد سبريد. نلاقي يعمل شست إكس ري وسيدي شست. عشان نشوف المتاستسيس. ممكن نلاقي عنده إفيفيزيال الكالين فوسفاتيز. ممكن. البيشن ده يتعالج ازاي؟ يتعالج بـ local excision and prosthetic replacement. تحط حاجة صناعي مكان ما شلت العظمة دي. ممكن ننتبه البيتشن كمان. وبيكمبها كيه كيموثيرابي. طيب. يا شباب انتو شايفين الصورة كويس؟ البوكس اللي انا بعلم عليه ده ظاهر عندكم؟ هو آه ظاهر يا دكتور. دكتور طبو حضرتك لو حركت الصورة نفسها من السلايد. خليتها مثلا يمين أو شمال البوكس هيجي عليها؟ يعني هو البوكس بيزهر في ال... مقاربس طبو بقى كهيرل يصلا بليز موضع هذه البوكس. أنا حتى عابا عمل اسكيب مش عاييف أخرق من البرزنتيشن للأسف يعني. طيب. إنه ممكن نعمل كده اللحظة خليكوا معي. يعنيش تعابوا شوية معي عشان أنا متدائل من البوكس ده ليش مرتاخ. مقاربس طبو بردو مهمة جدا. مقاربس طبو بردو مهمة جدا جدا جدا. انتو أهم موضعين عندوك القسر كومورا القسر كلاستوما في صراحة. اللي عايز يعني ينجز يركز عن موضعين دول جدا. نواجه لك أصلا بونت يومورز يعني نواجه لك كمان تروما. المهم دي عبارة بس خدوا بالك يا شباب. أنا مما بعد أتكلم data بقول data يعني information theoretical يعني في النظر بتاعك وعشان خدوا بالك فيه جار. فيه جار اسمه الساركومة. يعني فاهميني وفيه جار اسمه استيكلاستوما. فأنا مش هدفي من الأشعة دي فقط إنه راجع لأشعة. ممكن الأشعة لم تطلقاش مشورة في المتحاد. بس النظر بتاعها هي قوي في الجارز. فاهمين؟ يعني عشان كده بيطاول شوية في الحاجات حتى لو الـ X3 مش مهم قوي. بس لو ليها جار هتلاقيه بأتكلم فيها شوية. إننا نحن ناخد الجارز مع بعض. ما عندي شوية للأسف يعني. طيب دي أستوكلاستوما of the radius. صح كده؟ لو الـ Radius. اخنا قلنا الـ Radius من تحته بعريدة. ودقنا تبقى أرفع. وده الكربالبون يعني دي الهند. يبقى دي أستوكلاستوما. لماذا هنا الساركومة؟ إن دي أصلا مش كما نصيت الساركومة. فلاص؟ الساركومة تبقى around knee. فلاص؟ الأستوكلاستوما معروفة عنها إنها وردو around knee. بس away from the elbow. يعني away from the elbow. ما زي ما ترى كده. لما تيجي في الـ Proximal Humorous. لما تيجي هنا. في الـ Distal Radius. away from the elbow. المختلف عن الأسر كما في الأسركومة حيات كثيرة. بس منها إنها خارجة من الـ Epiphyses. مش من الـ Epiphyses. دي Epiphysial Lesion. خلاص دي Epiphysial In Origin. طبعا أن الأسر كلاستوما أو الـ Giant Cell Tumor. دي الاسم كليب بتاعها. فيه Varieties. منها بناين ومنها Local Malignant. ومنها Aggressive. بس أنتو يعني clinical. يعني أو أنتو على مستوىكو. بنقول إنه Local Malignant Tumor. خلاص؟ لا أحد لا يعرف الأسر كلاستوى. ولكن غالبا خارجة من الـ Multi Nucleated Giant Cells. حسنا؟ النازل إنما يعرفين أنها لا تنفيذ مضالة. لا تنفيذ مضالة. لا تنفيذ مضالة. مثل الساركومة. إشجارة ما تكون تذكروا أن تلاقيها Reddish Brown in Color. يعني Gross Pathology. Reddish Brown in Color. ممكن يحصل منها إيه؟ مثل البونسيستيكت. تبقى بالنس غالبا. فما يأتي عيام بها بيجي بعد ما يحصل له Pathological Fracture. على فكرة. عكس الأسر كومة. هنرجع السورة لفاقك كده. الأسر كومة. المعروف عنها إنها بتعمل severe pain. ممكن تعمل pseudoparalysis. يعني. البين مش عادي تحرك. لكن عكس الأسر كومة. بتعملش بين خالص. بتعمل Pathological. ممكن تعمل بين. بس البين بتعمل زائي الساركومة يعني. مثل الكلينيك اللي مليك تبقى صعين. ده تلاقي حاجة اسمها Egg-Shell Crackling Sensation. Egg-Shell Crackling Sensation. لأن الكورتكس تبقى very thinned. يعني ده Expensile bone lesion. يعني اللي بتكبر في كل الاتجاهات. ويبتعمل thinning of the cortex. خلاص. بس قلنا بتعملش invasion. الـ X-Ray بقى وضح فيه إنها Regulocent eccentric lesion. وفيها اسمها Soap bubble appearance. يعني لو كنتوكوا الكلمة دي. حاسنا مدارة بلاج. يعني مدارة بلاج. يعني مدارة بلاج. يعني ما بتعملش invasion المدالة. فيها بينهم بلاج. ولا بتعمل invasion طبعا من الكارتلج. إنها إيه. نقولنا local emalignant. han accord vezes tight, من الذited not agressive مثل Oosterっとoma. بس سورة الي بعدها. كثير من la Different Navers. حسنا たت juntaиться iTunes a Breakout. إن الصورة الي تقевой من السرين. والصورة الي Segë Webback و Brook. تمام. فدي أكثر كثير من la Upper, كثير من Lesion de mavers. يعني ما شخص ما ما بorse term Navers. لأنها طبعاً باين قوي أنها ليس بأجريزيف تيومور ولا فيه مضالة المضالة، ولا فيه كودمنت ريانجيل، ولا فيه صنري أبيرانس ولا فيه صوفت تيوميجان، دي أكسبانسايل ليجن وبتعمل فينينج أوف دا كورتكس فالن زي ما احنا شايفين بلاس إنها خارجة من المتافيسس، ليس من المتافيسس سري بعدها، دي يعني صعب تجلقوا عشان مش علاقة كثير دي كوندرو ساركوما بتيجي في الإيه، في البلفيكبون كده، في الإيليم أهم كلمة فيها إنه فيها فليكس أوف كلاسيفيكيشن خلاص، فليكس أوف كلاسيفيكيشن في الأولد إيج ممكن تيجي طبعاً برايمري وده مش درير، لنها تيجي برايمري بس غير متيجي ونتبه في إيه، أوف إكزوستوزز اللي هو أوستيو كندرومة، اللي تتكلمنا عنها مشوية، البناين ليجاً اسمها أوستيو كندرومة دكتور، هل سألتني بتقليب كندرومة ساركوما؟ دكتور، في حد قال سؤال، هو إزاي بنفرق السمبل بون سيست من الأستيو كلاسيطومة؟ السمبل بون سيست من الأستيو كلاسيطومة، تعالي نرجع لها تاني سواء لأسف، الحركة في البيون، لنشان بقى صعب جداً، ما أرسل عندهم لها تهي أرى السمبل بونسست أستدكة في البروكسيمال هي مرس سمبل بونسست أكسنتريك يعني كيف تشعر تشعر أن تشعر أنها متطرفة ناحية عن الثانية يعني رمي أكثر للأسرالي يعني بدأة أكسنتريك ومش بدأة في أسرالي يعني لو حطيت لين في النص مشترك فيه مرور إيميج أتعلم على أستوكلاستومة لا أستوكلاستومة لو رسمت خط في النص ستقوم بإيميج يمين واشمال أدباع عمنا كورتكس مياترال وكورتكس ميديل وموازن الإبافيسيس خارجة من الإبافيسيس مش خارجة من الإبافيسيس مثل السم البونسست هنا في إبافيسيس إنتاكت كيف يمكن الإبافيسيس كويس إزاي؟ إبافيسيس موجود يميتافيسيس دي إبافيسيس أتعلم على أستوكلاستومة لا أستوكلاستومة دخل على الإبافيسيس واكل الإبافيسيس خالص فاهمني؟ واضحة لسه صعبة تمام يا دكتور تمام؟ دي سنترال دي سنترال نرسم كده أنا ممكن أعمل لكم الحركة دي بدل أن تفهموا كده لاحظة لا أستطيع نرسم كده لا أستطيع أن تفهموا كده لا أستطيع أن تفهموا كده خلص طيب دي صورة صعبة تيجي زي ما قلنا كوندروس ركومة مش عانيننا أدكو بينها خلينا نبص على الصورة دي جميلة أو يمكن تيجي حتى في البطنة عندكم الصورة دي ملتبل أوسطيوليطيك staff أو بانشد أوت رجلوسين لجي كان كده في السخل ملتبل أوسطيوليطيك ممكن تكون متاستسيس طبعا يعني متاستسيس طبعا يعني متاستسيس في ماتس المراه الماره في ماتس مثل البرتبراء الملابس مثل الاسخل ذي السجله ذي الأسطير دي سنترال ملتبل متاستسيس ممكن طبعا ملتبل يعني انتو اشتر مني في الميلوما بقى مالتو ميلوما انتو عافين طبعا ممكن لو يعني حبي يقولوك شوية اسئلة من بطنها هيقولوك طبعا ان العيان ده ممكن تعملوني الاناليس ده عند حاتم اقا بنت جونس بروتينز العيان ده ممكن دياغنوستيك ليه البلازما إلكترو فريسيز العيان ده غيراني بقول دي او ايد جيميل وعندو انقليبت دي اس آر وعندو بون بين خلاص وفيه فريد بون مارو زي ما انتفقنا فيه صورة بقى فيها مالتبول برضو استيولاتيك بون ليجن مالية ايه مالية العظم كله يعني صورة بري يعني ادفانسد قاوي يعني ميوزيوم كيس يعني بصو كل ده بون جلوسين بون ليجن يعني العظم مرشق متاساسي يعني يعني صورة دي ممكن تيجي على فكرة لانه هيخش من خلالها لانه هو عايزه هيسألك بقى ان الموست كومن ماليجنانتي اف ده بون ايز متاساسي اصلا البون تيومرز اوبر اول مش كامن لكن البون متاساسي كامن يعني انك تشوف ساكندرز في البون اكتر مشوف برايما يبكتير خلاص؟ وبالتالي طبعا ممكن يم جاي منين المتاساسي دي جاي بقى من كل التيومرز اللي بتابعة سيستيميك زي مشور قاوي ايه في البون متاساسي بريست في الفيميل بروستيت في الميل الثايرايد السلوكالكارسومورف الثايرايد الكيبني تمام؟ كل الحاجات التامة اللي حاسمها بون متاساسي اي طبعا ممكن يعمل بس الحاجات دي مشهورة طيب دي بقى اسمها بون سكان برضا دي بها لك برضا ساك انا سأسألك عليها بون سكان باين فيها ايه؟ الهوت سبوتس دي اف اكتيفتي الاساك قد تقول ان هناك 200 الوبين هناك جاي من سلي العنو הטي في المال هناك هاتف المهمت عبرها كيرام المال يملك بارات المهاجم اي شكل المهاجم ولمان يمكن متاساس التاس 77 ولم يمنع ان هاتفكم برناقص الا just سلي كبير والاسترنب هذا اللي اللي شاهدتو لكم شرحت لكم النورا عط Bunu polytechnic الصورة هي مفهاش الصورة هذه هي Osteoarthrosis الاسم الجديدة هو Osteoarthritis Osteoarthritis يعني خشولة مفاصل أيضا خشولة في البطنة وهناك نارو جوينت وهناك حاسمها Osteophytes رأينا هناك حاسمها مثل شرشارة في العد Osteophytes طبعا صعب يجبها في الجراحة ولكن هناك صورة لكم هذه صورة أيضا ممكن تلقى إن كندرومة ولكن ليس إن كندرومة وهناك حاسمها Brown Tumor of the bone أو يسمونه يعني هو Hyperbaraphyrodism Osteoarthritis Fibrosis cystica فتكروها من البطنة وهناك تلاقى multiple bone cysts ليس إن كندرومة خالص ليس مثل الصورة لإن كندرومة إما ترجعوا صورة كندرومة وبصوا عليها فتعرفوا فريق كبير جدا نجيبها برانش الثاني خلصنا من برانش العض برانش الثاني اسمه يورو سيرجوري تمام؟ أو يوروليجي اللي هو جراحة المسالك هنبص بقى عليها كده واحدة واحدة دي أول صورة برده نورمال جايبين لك النورمال عشان خاطر تبقى عارف الفرق بين ايه النورمال أبنورمال أول حاجة ده اسمه IVP أو IVU Interviance Eurography أو Interviative Biography أو Execretory Eurography مم يعني IVP ده أشهر اسم ليه تحفظوا كثيرا فهذه صورة عبارة عن Contrast Study ليس بلين X-ray هل تعرفنا كيف؟ لانه هناك رسمة ليس بلين X-ray عادي هل ترون ايه فيها في Contrast Study؟ هل ترون ان هناك Right Kidney و Left Kidney هل ترون من جزء بس هل ترون من جزء هل ترون من جزء م مايسالك؟ بس هل ترون على فكرة وهو أحسن فوق و في النصف و في النصف و في النصف و في النصف و الناحية الثانية مهم مرحبين على المدد لن تقوم بس سورة الصورة كما تشاهدون الأبر والمدل واللور كاليسيز ونفس كامل ناحية الثانية ويقوم بعمل مرسومة نكمل تحت الغاية البلدر البلدر مرسومة هذه صورة ثانية واضح فيها ما اسمها Ascending Systography يعني ما اسمنا بأنها ليست IDP يعني ما اسمنا بأنها صبغة إدناها للعيان في الدم ومعاكها تبعنا إفراز الكرية لها ما اعتبرناها كده والبلادر ملك بسبب أن يرترفض عليها لا هذا ليس حقيقي يعني فيه أسطرة معناها حاجة Ascending ليس Descending بدلاً لكي تركيز كده في الصورة وده على فكرة يعني يعني Very Very Important Difference لا تسئلش بقيمة أسطرة الموجودة دي الكاثفتر دي هي بتعرفها كده Ascending Systogram ليس Descending يعني مش IVP تمام؟ أما الصورة دي فعبارة عن برضو Normal Mecturating Cysterythrogram Normal Mecturating Cysterythrogram نورمال Mecturating Cysterythrogram اوكي هنا بقى الأسطرة المشبينة ليه لأنه بيحقن في والتيبوب في بنيس يحقن في بنيس فيحقن السابقة في يبني فاهمين بلدر ياخذين بقى الأسطرة الجميلة ووضحة ووضحة مكتوريشن يعني البيشن تلاقي عنده رزيد والكونترست تفكر في انه عنده بحاجة اسمها BPH او عنده بلاذر نيكو بستركشن عاملة ايه كرونيك تينشن في يورين يعني نورمالي طبيعي مفيش رزيد واليورين في البلاذر خالص افتر مكتوريشن عشان برد لو اجدتروه فلسة لحاجة طيب بصورة بقى نورمال سيتي اخد ايه ابدمين وطبعا عايزين يبص فيها عالكاليا بس نحن قちはania yooroloji فداف كنفر وتبقى Mixed Kidney ή LH كنفر لا ترى منظر كنفر هذه بقى صوارما مش واضحة ولكن لو ركزتوا هتعرفوا ان هناك كدني دي النارجد وفيها ملتبول سيست تمام؟ اللي اوضح بقى الصورة اللي جاية اللي هتجيلكم غالبا دي صورة واضحة بقية لكي يوجد اي بي كونترست هتعرفوا ازاي في اي بي كونترست لما تلاقي الاورطة ده الاورطة طبعا بسهل قوي تعرفوه قدام للمبر فرتبري عطول هتلاقي الاورطة خرص شمال وعالمينه فيه الاي بي سي تمام؟ لما يكون الاورطة مش منهور زي بيقولو ما يعمل شابه لئون العظم اللي هو الورتبري يعني هفوش كونترست ده فيه كونترست او ده اسمه i-v contrast مثلا الى اورطة من اوغرق اسمه i-v contrast المهم يعني עشان ممكن ниجيلك سؤال على فكرة true-false وقال لك اتسابلان CT-abdomen لو قبل لك الصورة دي ذلك بلان ستقال له false ليس بلان واضح اول ان فيه i-v contrast او العكس انا قبل لك الصورة دي وقال لك ده CT-abdomen with i-v contrast لاه ده مش i-v contrast مفيش هنا عورتها واش ننور اهو مفيش كنترس طيب بدي عبارة عن adult polycystic kidney disease adult polycystic kidney disease عرفناها ازاي ان احنا شايفين multiple cysts في الكيدني ومش connected بالبلفس يعني مش hydronifrosis دي عفكرة بالبلفس في كيدني اهو inseparable from the cysts multiple cysts في الكيدني من وشمال وبالترال هو autosomal dominant polycystic kidney disease نعرف عنه انه هو common cystic disease بعض شهر cystic disease 50% عنده معاني liver cyst يعني ممكن 50% من العين تلاقي عنده cystic liver و40% من العين تلاقي عنده intracranial aneurysm وبالتالي العين ده ممكن يقول لك مثلا mra of brain is may be indicated ايوه طبعا mra of brain ممكن يحتاجه العين ده ليكون عنده intracranial aneurysm وده ممكن يموته الواحد طيب السيست تتكون امتى؟ يعني مش قبل سنة لعصر سنين يعني ممكن تتكون بعد سنة لعصر سنين سنين تتكون 5 سنين بعد كده يحدث لعين ده ممكن ان يكون تتكون تصور سنين أو أنه يعمل دياليسيس بس طبعا نعانين دون معرفين معندوه بصفة الهيستوري يعطني عنده والدته كده والده كده يعني فهمين يعني الموضوع برضو يزل ما فيه هيستوري معامل إنه دياليسيس قبل طيب اوكي نعند طبعا بالشخص بالالتراساوند من أول ممكن والسيجي طبعا زي ملتوا شايفين سورة واضحة عصاتك وهيه اللي عنده تعالجه ازاي طبعا كنترول هايبرتنشن لو فيه هيماتوريا ممكن نعمل امبوليزيشن عن جيوجرافي يعني وطبعا في النهاية هيعمل رينالترانسيبلانت دي صورة معلهاش كلام كتير عندكو بس دي صورة جميلة جدا بصراحة والمرض ده مش بيتشخص غير بالايفي بي يعني من الحاجات بتوضح إن الايفي بي سيلبي واستخدم مش حاجة أوبصليت يعني زي ما بنقول ساعات إن الايفي بي بيرسم بديلنيات كويس قوي قوي اللي بالفي كاليسيال ل انزل بيوريثر لوحده شايفين كده، عنه ناحية الشمال لدينا شمال لطة العيان يعني نازل 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 بيكروس بيكروس الريت يوريتر بيكروس الريتر زينا اهو ونفس الكرام الناحية التاني يعني طواتوا بعرفين المعلومة كده بسيطة على العين ده انه هو يعني غالبا اسمتوماتيك يعني هي غالبا هارمليس ليجين فارييشان يعني موجودة في 4% من العينين تمام بس هنا موجودة بالاترا لهي الأبر يوريتر ساعات الأبر يوريتر بيعمل بينتهي في اليوريثرا ينتهي في اليوريثرا مش في البلادر بلوذة سفينكتر في اليوريثرا خلاص تماما في الفيميل يعني بيأدي ان الفيميل دي بشيكي من حي اسمها فولس يورين انكنتنانس يعني لو الصورة دي جات طوام هي حتى لو مش عندك قديك عرفتها ده لان ان الفيميل ما ينتهي في اليوريثرا بلوذة سفينكتر وبالتالي ما تحكمش في اليوريثرا ما نعملوش العملية للعيان ده طبعا طول ما هم عندوش مشاكل بدي صورة بقى بصراحة جميلة بصراحة جميلة بصراحة جميلة بصراحة جميلة العيان ده عندو اسمها هورس شو كيدني هورس شو كيدني دي عبارة عن نعملوش كيدني عاملوش كيدني بصراحة جميلة يعني الاسمكتر بصراحة جميلة ثم موجودة رؤية لوب والليفت لوب والاسمس تمام؟ هوريكي دني وليفت كيدني وكملوش كيدني في النص هنا هي مشكلة في حاجتين أنه يوجد fusion وأن الكيدني ليس عارفة تعمل completion of ascent تكمل الرحلة بتاعتها من بلبس للأبدومن لأنها أصلاً originating from the pelvis من أول وبتقف عند level of L3 وهي true false طبعاً عند infelementic artery يوقف عنده الكيدني ليس عارفة تعدي هناك برانش خارج من الأورطة ويجب أن يطلع على فوق فالأرتري يقول له استنى أنا واقف وبالتالي level الكيدني دي it's lower than the normal level وهي true false وقعدين بلكون الكيدني هنا أوطى من الكيدني زي اللي شفناها قبل كده زي الصورة مثلاً دي الكيدني عالية هيا فوق هيا شاك مين عالية زي فوق مضغطية بالربس ازاي تعالوا بص على الصورة قبل معانا دي بقى النورمالات هنا الكيدني دي أصلاً أوطى تمام؟ طيب level بتاعها أوطى أوكي؟ وزيفين بلفي كاليسي السيستم ديريكشن بتاعه مش زي ما نشوف في الصور الباقية اللي هيا بلفيس هنا انتيريور يعني بصص لنا تمام؟ ويوريتر يبقى انجيوليتد على الإزمس الإزمس هنا طبعاً مش باين بس هناك فيه انجيوليشن كده حتى الكاليسيز قربة جداً الكاليسيز الكاليسيز أوكي؟ فده كل ده بقولك من هي هورتسوكيدني الآن طبعاً ده غالباً اسمتوماتيك بس لو حصلوا سمتومز يحصلوا غالباً من UTI وستونز بسبب الانجيوليشن بسبب الانجيوليشن بسبب الانجيوليشن تمام؟ الانجيوليشن غالباً اسمتوماتيك قلنا لو حصل منه سمتومز ممكن يحصل هايدرو نيفروزيز ولو حصل هايدرو نيفروزيز ببان از ابدومين الماس بلو بلو ذا امبليكس خلاص؟ بالحسنة بلو امبليكس اوكي؟ نجب انهم معارفين كمان ان الكدني الكدني الهورتسوكيدني دي لو احتاجنا نعمل عملية هنعمل لها اسمها إزمكتومي نقطع الإزمكتومي طبعاً رير جداً ساعة 20% عين بيتعالجوا ما يحصلش اي مشاكل بس عارفين ان العين ده عنده ماس سوريا عنده كدني ابنورمال يعني فاريانت فيها عشان نحات الشئلة غلط كأنها ماس غريبة او حاجة ممكن نقولك في ثرو فولس اللواربول is near to the midline صح اللواربول أو اللواربول point medially and the medial to the yourter itself يعني ممكن تلاقي يوريتر lateral للكاليسيز يعني ممكن يوريتر لأسف الأصفر السخيف ده مش عايفة اوضح لكم منه بس لحظة ايه مده يختفي يوريتر ممكن يبقى نازل شايفين يوريتر نازل ازاي lateral للكاليسيز كاليسيز ميديل قوي هاي ده عنده يحسس ده مش طبيع الأكتر حاجة ميدي لفتوبة يوريتر طيب ودي في sudden cut off of the dye بيبقى غالبا فينا فيه obstruction بيسموه P-U-G-O بالفيوتريك junction obstruction وده common cause in of hydrophrosis في الأطفال وكومن في left side أكتر زي ما سؤالها موجودة وغالبا بسبب إيه البيو جي ده بيبقى غالبا بيو جي في اجانجديونيك سيجمينت او اجانجديونيك سيجمينت شبه كده للأكاليسي يا تفتكروا وصبه للهرشيس برانجي ديزيز يعني عشان تفتكروا بس المعلومة وممكن يكون فيه external compression من accessory artery بره مهم فيه compression في البيو جي يعني ممكن الطفل ده يتشخص بري نيتل يعني وابانت من مامته يتعمله بري نيتل ultra sound تشك ان فيه or تعرف انه ممكن عنده البيو جي ممكن عنده يجي بابدومين الماس الطفل ده يعني ممكن ييجي طبعا الصور دي الشكلها مش في طفل بس يعني انا بشرح عشان خاطر هي كومة في الاطفال وبشرح حسينها في الاطفال ممكن عنده يجي يجي recurrent UTI ويجي hypertension طيب المaternal ultrasound is diagnostic صح العين ده بيجي postnatal hydromyphrosis صح الـ IVP بتاع العين ده لإما ما يوركش يوريتر خالص لإما يورولك normal calibre لكن عمره ما يورولك dilated مستعين زي بقى الاobstruction الدستر طيبا dilated اليوريتر ده في العمليات هتلاقي العين ده عنده يعني اليوريتر بتاعه زي الفتلة تمام؟ ليه لانه هو مش مش ما حصلوش calibration أصلا بسبب اليون ما يعديش في كويس فعمرك ما تلاقي يوريتر بتاع العين ده dilated ده hydromyphrosis without hydromyphrosis ليه للا الاobstruction بين اليوريتر والايه والبلبس طيب العين ده ممكن ان عنده impaired renal function لو يعني بدأ يحصل impaired renal function بسبب مثلا عنده one kidney وبدأ يحصل منها impaired renal function يعني ده زي ان تخش تعمل intervention وتعملها حاسمها bioplasti bioplasti يعني ايه؟ يعني من نعمل العين الموجود هنا ونقطع ونشيل redundant part of the pelvis عشان البلبس ما انتم شايفين ما كان يعمل ريكون نوصل بقى البلبس ثاني على البروكس مليوريتر الصورة دي عبارة عن widening of the symphys bubis ما فيش يستيفترموا على حاجة ده طفل صغير واضح بقى انه طفل صغير لسه lossification centers موجودة هي فالعين ده الطفل ده عند widening of the symphys bubis فعنده مرض هنا مشهور اسمه او يعني مشهورا ما تلاقي عنده كده symphys bublasti تتفكر في ectopia vasaica ectopia vasaica أو ectopia vasaica غالية بما معها اسمها ebispedias ebispedias is common association with مثلا ectopia vasaica صح lower part of the abdominal wall and the anterior wall of the bladder are deficient صح ما فيش anterior abdominal wall ولا في anterior wall of the bladder بلدر بفتحة كاميكوزة على الجلد عطوب العين ده بمعانه يعني chronic irritation البلدر ميكوزة يعني اكسبوز ده في الشارع وبيحصل له metablesia malignancy وطبعا ascending infections على طول الولد ده أو الطفل ده وقتاً ما يبدأ يتحرك ويكبر هي محتاجة لها اسمها wadling gate أو بدأ ما يبدأ يتحرك wadling gate لان البلفس طبعاً البوني بلفس فيه مشكلة الممكن عنده ما عنده incontinence وعنده ركتال برلابس ما عنده congenital anomalies جاية مع بعضها مثلاً من البلفس ما كونش كويس المسكولاتي وفيه مشكلة المسكولاتي وفيه مشكلة المسكولاتي وعنده ركتال برلابس وعنده ليه قلنا بوسيوريثرا الفالف ده مكتيوراتينج سيستويوريثرو جرام يعني العيان ده تصور وهو تصور 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 ديليت بوسيوريثرا وكلابس بوسيوريثرا وكلابس وبالتالي فيه بنسميه بوسيوريثرا الفالف يعني موجود في اليوريثرا الطفل بتولد بي فممكن يتولد الطفل ده عنده ايه؟ تخيالوا كده ما يكون عنده تحت البلادر نيك كده بوسيوريثرا وممكن يجي طبعا برينال فاليور حتى لو كان ريفيرزابل بس يجي برينال فاليور هيتولد عنده اسيدوزيز وممكن يبقى عنده هايبركاليميا وعنده بقى كل مشاكل الرينال فاليور فالطفل ده بيتولد عنده بياتر هايبروزيز وعنده بور يورين استريم ما بيعرفش عاد يورين كويس عنده ريتانشنوف يورين يعني ويوتي اي طبعا فالعيان ده ما تيجي تشخصه زي ما احنا قلنا كده مكتيوريتنج سيستو يوريثرو جرام انه يتحقن من تحت بالقسطرة ونملى البلدر ونستنى غاطة ما يفضيها ونصروا ويفضيها والفالف ده على فكرة وان وي فالف يعني او بيعدي برده مش مش بيعديش خالص بيعادش بس ما حدش يقولك ازاي ادو وصلنا سابقا لجوه لا بنعف نعم نوصلها لجوه انت وحانت من تحت هيتحرك عادي تمام لو عملت under pressure الممكن يبقى ينزل عنده اسيدوزيز فبالتالي مش هيستحمل اصلا يتعمل له عملية او مش هتلاقي عندك سكوب يخش من البناء اليوريثرا دي بالديامتر انك تعمل له الاجابة ايه انها اسمها الاجابة الاجابة نحن نقطع القاسب تمام؟ طيب لو عندك جورجيران كونديشن طبعا وعندك اندوسكوبي تعمل بالكلام ده لكن لو جورجيران كونديشن وانستابل واسيداتك لا طبعا عنده تعمل له حاجة اسمها زي كده نفتح البلدر او لو عرفت تحط قسرة من تحت تتعدي بها الوبستراكشن وتجيب الوبستراكشن من جوه برضو فبالتالي الفكرة كلها طبعا 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 بقى كده تبدأ بقى كامل العملية مش حد يدخل العين عملية وهو انستابل كده منظر ده انريسكوب انفيزيا يبقى عالي وهي حاجة بالنسبة للأمرجنسي في الكيدني افكشن ليس في الفالف فهنعمله في الوقت بس هننقذ العين بالوقت هذه صورة اسمها IVP واضح فيها هنا ان الافت كيدني مثل الفل هب تفرز والكاليسيز الأبر والميدر واللور زي الفل والدنيا كويس جدا في الافت صيد بس الافت صيد الافت صيد والأمرجنسي يعني دي بلاسريشن يعني ريتشنج ذا بيلفي كاليسيال سيستم وبالتالي عور الكاليسيال سيستم وده ساعاته محتاج الانتربانشن لكن لو كان سوبرفيشيال تير أو تير نوت ريتشنج ذا بيلفي كاليسيال سيستم ممكن نعمل كونزير في المرش من التعليم لكن ده لا بازم نتعمل له رجائر خلاص فينا اسكيبه في كونتراس فورمينا البيلفيس دي معنا ان فيه دي بلاسريشن العيان ده ممكن يبغيبه فوليمك طبعا ممكن يبغيبه ممكن يمعنده هيماتوريا اكيد طب هل عدم موجود الهيماتوريا معناه لو ما عندوش كدني افكشن لا طبعا يعني absence of hematuria cannot exclude renal injury لو لقيت هيماتوريا ايو فيرين الانجري غالبا او يعني فيرين الانجري لكن لو ما لقيتش هيماتوريا يشمع كلا بشرين الانجري انه يكون في بلاد كروتس قفل اصلا يوريتر مش منزلية الدم في اي حاجة فيه مثلا complete avulsion of the renal pedicule يعني very severe injury ان رينا الارت نفسه اتعور فبالتالي مفيش اصلا كدني خلاصة بيتامل اي حاجة ولا برفيوز ده اصلا فدي كلها حاجات ممكن تعمل كدني انجري بلاد هيماتوريا العيان ده ممكن يكون عنده اسمه meteorism meteorism ده عبارة عن reflect paralytic alias او ما يحصل ريترو بريتانية collection لدم او يورين ساعتها الانتستن يحصل لها اسمه alias paralytic alias والعيان ده ممكن تعمله العيان ده ممكن تعمله liver trauma يعني منطقي ريت كدني تعورت ممكن معنده lower chest injury ممكن طبعا نفس الحتة اوكي غالبا محدش بيسخص طبعا kidney trauma او ولكن بنعمل المنظر ده برضو السيل موجود on table يعني لو انت intraoperative وحانت العيان ده عملت له on table وجبت CR مبسطة عليه بتعمل كده عشان تتأكد ان الكدني التانية شغالة intraoperative انها بتعمل execution لشان لو انت you are going to do nephrectomy for the deeply affected kidney وحاس انك مش عايف تعملنها management والبشنت بدأ يبقى unstable اكتر ومش عايف تعمل resuscitation intraoperative يبقى ممكن اضطر تعمل nephrectomy فاذا هي عمل nephrectomy غير ما اتأكد ان الكدني تانية شغالة وقال له هدخل عام في انها failure خلاص فدي بتعمل on table اوكي اندقوه R يعني to confirm presence of contral lateral kidney before nephrectomy ct with IV contrast طبعا طبعا is higher level of assessment وطبعا بيعمل جريدينج جميل جدا لجريد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 لرينال انجري العيان ده لو عنده يعني برزيستنت هيماتوريا او لو عنده رينال ارتري ثرومبوزد ممكن نعمله انجيوغرافي وستنت رينال ارتري نفسه تمام طيب معروف عن kidney trauma او kidney injury غالبا 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 نسبة 90% هتمشي conservative يعني صعب قوي تسمع انت في التوارق ان عيان تعمله وعمل نفريكتوم غالبا بتسمع وسبلينيكتوم لكن صعب جدا تلاقي نفريكتوم كثير لان هي غالبا بتبقى conservative management لانها ريتروبيتنية في موجود تم بنادنج افكت بان هو موجود في حتة كومبريز اصلا وصعب يوصل له التروما زي الاسكليم مثلا وزي الليفر فغالبا انت تعمله بقى انت تعمله بقى سيرجيكال انترفينشن لو العين انت حاجزه عندك في المستشفى بدأ يحصل يعني بدأ يبطى بدأ الهيماتورية تزيد الهيماتورية ما يفتعفش لون اليورين ما يتحسنش العيان بدأ يحصل له اكسباندنج هيماتومة بتعمله جوجيا فيه بتلاقي الهيماتومة بتزيد هموغلم بتاعه بينزل بطن بلعة وبروتوناتك ما نستنىش بقى غالية هكتر من كده هذه صورة يعني واضحة جدا عندكو انده IVP الكدني التالي مش مرسومة ما عرفش انتو خدتو بالكم حاجة زي كده غالبها لكن هنا عنده كدني او ناحية كدني العيان ده عنده في الـ IVP بالكاليسيات 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 العيان ده عنده واضحة من يوريتر طبعا الصورة دي يعني غالبها في فيستولة يعني غالبها في فيستولة يعني غالبها في فيستولة تراك يخلي الـ Contrast يحصل له بالمنظر الـ Delineated يعني خدتو بالكم هنا في الكدني هتلاقي الدنيا كده في كل حتة يعني الـ يورين خارجت كل حتة كنترسيات خرجت كل حتة كده اللي مش ماشي في تراك لكن ده غالبا عنده فيستولة يعني عشان كده تراك ماشي وخرج على الجلد أو حاجة يوريني فيستولة يعني المهمة ده عيان ده اياتروجينيك انجري لان غالبين يوريتر لم يتعاورش بالتراومة العادية اللي هي الـ Step Abdomen والـ RTA والكلام ده لا بتتعاور غالبا اياتروجينيك ولا اياتروجينيك لان جراح بيعمل لها انجري هو شغال لانما جراح بيعمل لراكتال كانسر وهو بيشتغل في البلفيس ممكن يعمل يوريتر لو اما يكون على دكتور جاينيكولوجي بيعمل هستريكتوني مثلا فدي كمان طبعا في الـ كينيكولوجيكا سيرجي او بلفيك سيرجي عموما العيان ده عشان تتجنب الانجري ده يفضل تحط له يوريتريك كافيتر عشان ينتر اوبراتيك تبع عارف يوريتر فيين متعب تعمله بسهولة جدا لانه جواده عامة خلاص والعيان ده او حصله إكسترا بازيشن انترا انترا بريترنية اللي حصله طبعا سيمتوم زيو بريتونايتس ممكن يعمل يوريتريك في سورة دي او ان لو حصلوا ريتريك بريترنية كليكشن أو فيورين زي ما قلنا ممكن يحصل لبرده ريفلكس إلياس اللي هو متعب 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 العيان ده طبعا ممكن يبقى جاي طبعا لو كمبليت تير يجب المعورن يوريتر يجب ليلا هذا يرويتر سيجب المعورن يوريتر أو لو انت عملت إنترا بدقة لديقة ليلة بالغلط طبعا هيا احصل برضو أن نعمل مباشرة المهم ان نعمل Ultrasound طبعا العين ده هتلاقي عنده Hydroinfluses مثلا لو كان complete ligation عمد طايفي بي هتلاقي منظر ده العين ده طبعا هالجوا جراحة ينفع conservative طبعا لازم تخش تعمل repair لو كان first tweak بتعمل end to end anastomosis لو كان الانجري دي في lower ureter ممكن تعمل re-implantation of the lower ureter to the bladder لو كانت الجنرالي ليست جيدة يعني bad general condition بتعمل ساعتها نفروستومي من فوق عشان تمنع ان ان ينزل بقبط تماما ايه سورة جميلة جدا برضو فنتم بعرفين ايه سورة تيجي بصراحة وحلوة فيها كلام كتير ممكن ينسئل لانه التروما والتروما طبعا ايهما حاجة نحن نعلمكم في ناسات تقولوك تبوتكاترة في الطوارئ ليس تقولوك تبوتكاترة مسالك ولكن تقولوك تشوف حاجة في الطوارئ العيان ده بيعمل حاسمها ascending systogram ليس IVP ده فيه أسطرة هي فيه بلونة بلونة جواها جواها صلايم طبعا من فخاش هوا المهم البلونة دي منفوخة هي وموجودة في بلادر نيك وحقنها سبغة لينا سبغة هذه البلادر اهي لينا سبغة خرجت فين في البريطونية خلاص خرجت في البريطونية يبقى دي اسمها Intra-Britonial Rapture Bladder Intra-Britonial Rapture Bladder وعافكة ده مش Commonist هو Extra-Britonial اللي حكينا عنه من شوية دي مش common عافكة دي عشرين في مية بتحصل بس من راشة بلادر انك تلاقي ال contrast خرجة من سقف البلادر يعني من الجزء متغطي من بريطون اما لو بقى اكثر بريطونية اخذ ليه معا فركشة بالبلادر تمام بريطونية اخذ ليه معا فركشة بالبريطونية ويعمل باكترية بريطونية اللي عنده لو عمتوني ممكن تلاقي شفتينج دولنس زي الأصايتس كده يتحرك جوه لما كنت عمت ديشتر ريكتل الإجزمانيشن ممكن تلاقي فولنس في ريكتوبازايكال باوتش في المهم اللي عنده محتاج لسيرجيكال ريبير وتعمل تلوزر 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 ويحصل هنا يجيء أحسن وطبعاً ممكن نحق نتاني أسنك سيستو جرام ونتأكد ان بلدر بقت إيه كدوكيومنت يعني كفيلم لنا هذه الصورة بقى فيها فراكشور بيلبس ونتج عنه اسكيبو في كونتراس مبسوية يوريثرا معك بسوية يوريثرا متعورة ده برضو أسنديج سيستو يوريثرا جرام بس طمعاً الأسطرة دي لإما هي العورت الأسطرة دي نفسها لإما هي العورت لإما هو بيحاول يعمل سيستو جرام وما يعرفش أن يوريثرا متعورة المهم هي النتج عنها في آخر أن الأسطرة دخلة في الفلتيرة المهمة يعمل سيستو يوريثرا جرام لماذا؟ لأن نحن رسمي الأسطرة ورسمي أيضاً البلدر فوق وبأن هناك شوية كونتراس تعدد البلدر يبقى هذا التير ده ليس كمبليت تير ده برشوية تير في الأسطرة لأن هناك شوية كونتراس تتحقنوا في البلدر فوق حسناً فـ فـ حسناً البلدر يحصل لها إنجري غير من فراكشور بلدر مثل الزبط الأكسترا بريتنية الراكشور بلدر برضو مع فراكشور بلدر طيب العام ده ممكن يبقى شوق ده أيضاً لأنه هو فراكشور بلدر ممكن ما عنده بلدر يعني العام ده ممكن يتعور بـ يعمل استرسكوبي أو بيركب أسترف هو ده اللي حقوق عورته عورت الراكشور بلدر طبعاً تجد عن بي أر العام ده اللي هو DRE تلاقي عنده حاجة اسمها فلوتينج بروستيت فلوتينج بروستيت ممكن تحصل طبعاً لأنه ساعات بيوبو بروستاتيك لإجابنت بيحصل له تير أو بيتعور يعني فالبروستيت تبقى يعني عيمة في اليورين فتجد عن بي أر العام ده تلاقي البروستاته سموها او فلوتينج بروستيت وكذا ممكن تقول لها يجب تروقف فرصة ومحاجة تخضي من إيه لألفظة مجهزين لها يعني العين ده ممكن طبعاً يجي له ثم بعدكد طبعاً ممكن طبعاً طبعاً بذيستندت في العين ده إنه مش عادي يرين فإنه يجب ان تكون بلد تير يعني هيغفى خلاص whenever to insert catheter if you suspect urethral engine بوس اجمعنا كم ده المهم من ايكم في حياتكم انتوا كلها كم يوم وتنافسكم في الامتياز اوعى تأسطر عيام انت شاكك ان هو عنده ربشة يوريثرة اوعى خلاص هتزود المشكلة اكتب مختار المثالك ييجي يجي يعمل اسم انت كويس اول العيام براكيه يقول لك يركب أسطرها وما يركبش أسطرها تمام أي فراكشة البلبس يجب ان تتبع العيام ده عنده ربشة بلادر والتابع طبعا هو يعدي يورين او لا او يورين يعديه في بليدين ولا فوش بليدين هيماتوريا يعني لا طيب لو انت بقى شخصت العيام بتملح اسمها سوبرا بيوبيك سيستوستومي ديفيرجان فورين يعني شرعون ما يعديش على المنطقة الريثرة متعورة دي بحسن انها يبدأ يحصل لها هينينج طيب السورة اللي بعدها هي انتي يوريثرة انجري خلاص يعني اكسترابيلفك يعني اللي هي بسموه بلبوس يوريثرة اوكي العيام ده غالبا بيقى فولنج أسترايد يعني سقط كده على ايه على البرينيوم تمام العيام بيتجمع عنده يورين في حاجة اسمها سوبرفيشي البرينيوم الباوتش والعندما عنده ترياد أو الآتي برينيوم هيماتومة بلاد انضاميتس عندما تقفل الاستقبال تلاقي عيام سقوط من العلو فول فروم هايت وجدك بفرقشار بيلفس مثلا او او اخد ضربة انجري في البرينيوم وعنده برينيوم هيماتومة وعنده شوية بلاد على البينيس من بره وعنده ومش عايف عادي بقوله مزنوء خلاص انت كده شخص كلينكل انه عنده اكسترابيلفك بلاد يوريثرا سور العين ده نحن نركبه سوبر بلوكس سوستومي برضو وقالنا طبعا نريد ascending يوريثرا او سيست يوريثرا جرام عشان دي اسطرة وعنده البيينيس العين ده مش عامل سركم سيوريثرا وحطيني البيينيس وحطيني البيينيس وعنده يوريثرا بدأ يبقى بلوكس يوريثرا ده ايه والعين ده قوله ما يحزقش انه كل ما يحزق بيعد يوريثرا بيتجمع في السوبرفيش البيينيس البوتش قوله ما يحزقش ما يحولش يامل حماية طيب اه مش عشخصناه خلاص ب ascending systory ثروجرام وقالنا نحط سوبر يوكس ستوستومي وبعد كده بقى هيحصل هيلنج بستريكش البيينيس ما كان لاتر قم بقى ايه بالسبيش يعمل له او يبدأ يبقى المسيج كالبير طيب يبدأ عيان عنده سوريا عيان عمانين IVP قلنا IVP في contrast هي خرجة مكالية دي منو الشمال ادي الأبر والمدل واللور كاليسيز في الريت سايد واضح انها هايدو لنفروتك شوية عن الريت سايد تمام في المنطقة دي او التالي عنده راية سايد دكتور هي مش جاية في الصورة اصلا عشان البوكس او او ها ما فيش حد من انكم عنده يعني يقدر ساعدني وضع البوكس ده يعني يعرف اسابه حد يقدر يقول رأي وكده يكون عنده أي يعني تجربة شبه دي انا بصراحة مدق قوي يعني متوستخين انها بباشرح اصلا وانا يعني اصلا من البوكس ده اوما انا غالبا سنوقف بعد اليور حتى نجيب حل البوكس دا مش انا مستطيع اكمل بصراحة انا مهم نكمل ده IVP اوكي واضح فيه زي ما قلنا كده ال Hydro هنا في right side و هذه Hydro Euretor مرسومة و dilated مقرنة ب left side هتلاقوه very thin Euretor شايفين و Euretor عفكرة usually ما مفوض ما يوقفش contrast بقى يتحرك كده كده يتحرك كده كده يتحرك وصد عينيك ويتحرك يتحرك ويقفش جوه contrast لانه contrast ديسه وقف جواه ورسم يتحرك عين ده في التشخص وفي التشخص يتحرك العين ده الكوز بتاعه تشوف بلينيكس ريبة يقولك فيه ستون ولا عمرك ما تعمل كومنت على presence of stone غالبا تبقى 5% عكس بلدر مستحيل تشوف او شبه مستحيل تشوف stone في IVP ما تقعدش بقى تقول انا شايف stone دي contrast ولا stone الله أعلم بلينيكس ريبة بعد قرر دا عيان عنده بالاترال هايدرون نفروزز بالاترال هايدرون نفروزز غالبا دا عنده بالاترال راديوريتراليك عرفنا كيف؟ لأن 2 كيدنيز انا اشوف طبعا فيه في ناحيتين. اه ده سؤال مهم عشان بست بفاهميني ان اه ده عبارة عن ايه? ان هنا تحت. ليه تحت البلودر مش مليانة. البلودر مش مليانة. بتليه مرة على قسمة , استريكتشة ده ده ليس البيعارة هنا? اقولك ليه عشان الكنترست وصلت للو هي ايه. عن испытة الكنترست وصلت تحت we get the love home's 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 angeВО يبقى المكان ده كان بس في برستالسز ونزل الเปرسال استريكتشة هناك ولكن comprens مش نزلها في البلودر جيمينpro guitar принципе الوفيزار في الوبدراстран في ايه يا منها ايه شمال. فهمتو عشان م хочет in the مستعمل هنا في Lyft Eurator. لا لا. Lyft Eurator. ليست مكمل لهو. وهذه الى الحي Water vider. وذلك يتقوم بشكل مليا.Grindernis بل عدا بالأكمل لها. كل مستعمل حان أيضا. بالأكمل حيث لدي هذا علامات بالأكمل علىبل اكمل حسنا. بالأكمل حاتر الزجاج السراء والمنحير المستعمل على بالأكمل. عادي pessoalي يتقيق الهرزيازيس في حالي. يعني استعمل حداء الزجاج السراء والأكمل حسنا. شوف السراء اللي بعدها؟ الصورة دي عبارة عن بقى الصورة صعبة الجلك مش حلوة يعني ما حاجب يشخص حاجة كده يعني Calcified Bladder طبعا عندي Blaine X-ray مش Contrast خالص اي Contrast في الموضوع شايفين هنا الشادو كده او Outline of the Bladder واخدين بالكو ما هي مريحة عسين بس ايه دي Calcified Wall Bladder وبالتالي Blood Banet ودي خلص يعني دي حاجة بالهرزيز برده او TB سعب بيعمل كده مش هكيلكم عشان نقصية فيها مش تبقى حلوة قوي بس طبعا نازلون انتم عارفين بالهرزيز في The Bladder مشهور عنها انها طبعا بري ماليجننت تمام؟ بري كانسرس يعني إشيستيزومة هيماتوبيا عكس الكل ممكن ان يكون بري كانسرس اما ييجي فيه من صنوعي لكن البلدر بيجي فيها هيماتوبيا بتبقى بري كانسر بتعمل سكرسينومة في The Bladder هنتكلم فيها كمان شوية وطبعا بتعمل سكرسينومة بري كانسرس وبري كانسرس وبري كانسرس وبري كانسرس وبري كانسرس وهيماتوريا طبعا ترمانا هيماتوريا جميلة الصورة دي بقى واضح فيها انه عنده Left Hydro Euretor في بص الانجيوريشن دي او الكنك ده من كنتم هو لودت باليورين يبقى ده ايه Left Hydro Nefrosis وHydro Euretor وبري كانسرس هنا حد بقى منكم يقول لي انا شايف Stone في اللور Euretor ايه انت شايف الستون ديش انت قريضت الصورة دي عشان عندك لكن الستون دي عمرك مبان وانا تماما ايه كومنت بال بال اي في بي ابدا 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 طبعا البلدر هي مليانة ما هي طبعا بسبب انها جاي من يوريتر التاني يعني ياخدوا بالكو اليوريتر ده بيفضي في البلدر يوريتر التاني اللي هو الريت هو اللي بيفضي في البلدر ويوريتر ده عشان هيلفي وباللسلسل تاعته كويسة والطريق عنده سالك فبيفضي بسرعة وميزهرش ميزهرش الكنترست فيه ياختفي على طول انه بيفضي على طول في البلدر والكنيس ليلف بلدر رايت صايد هي لكن ليلفت صايد هي اللي فيها مشكلة بسبب اللي هو ايه اللي هو بسبب اللي هو مش عارفين اول بقى ما نعم نشوف الصورة دي طفل صغير عنده رايت صورة وحشة جدا طبعا يعني كوليتين هيدا بشكلة ى مشكلة معلش آه دي فيها هيبقى رايت كدني ستون في smack صغير اوكي طيب دي بقى billion x ray يمفيش 20 بالتريق بالتريق هناك كونترست في موضوع وايدا عنده ستون في اللفت سادهwith the abdomen olic قليل الموت دي مش goal bladder التولى على جلسل يعني ممكن اقول لك دي م insulin god لو فالناحيات دي لكن مش هتلبط في stone pro left side وايدا يسمى كي يو بي كيدني يوريطر بلدر او كيدني يوريطر بلدر خلاص دي بلين اكس ري شايف ان فيه ريديو اوباك ستون في غالبا دي في او بلبيس شدية اليوريتر بفوق او بلبيس او بلبيس او بيدي صورة جيدة باين فيها هنا الرايت هايبوكوندريال او رايت او برابدومين ريديو اوباك ستون يا مشهر ممكن تسحل ببلدر��고 اا ممكن يو بيدي الرايت كيدني ليس الرايت او بلدر بلدر يوريطر الصورة ويتيتم او تكون كل obwohl يريد اكاديمك ويخبرد كل شيء. وتقوم بروز الترسوت ويتكرم كل شيء قوي. وييهد اعطي بشير اكاديمي. ثم تسميها CT-UT. يعني CT يوريك أي ستون. حتى الرجلوسينت ستون. من الستي يا جماعة يشوف أي ستون حتى راديو لوسن راديو بيك هيشوفها فقط أقول لك راديو لوسن في شبان بس هاي يدوزه بإكس راي بس هاي يدوزه بإكس راي يعرفي بوريك أي حاجة هذه صورة برضو ملتوبة ستون شايفين بقى هنا فيه ستون دي برضو بلين إكس راي مش كونترست ليه؟ مفيش إيفي بي مفيش كونترست في الكدني من أو شمال مش بيش أي إكس كريشن للكونترست خلاص هو ممكن يقول لك فمتاحنا ممكن يقولك شي يعني أنت بقى وحظة المهم الصورة دي بتقول إن فيه راية كيدني ستون أوكي؟ في البلبس في كيدني لأن الموقع حده موقع البلبس مش يورترستها بماشي على transverse process of the number vertebrae زي الصورة دي كده يعني هنا فيه ستون غالبا أنا هاي؟ وهي فيه ستون فلو يورتر هو هو داخل على البلدر عندما رشع ستون ليه؟ ده غالبا ما عنده بيسبوزن فاكتور إن هو يجيله ستون مثل الهايبر كالسيمية بتاعة الهايبر بارا تيرويدزم فممكن يتحرك الهايبر بارا تيرويدزم طبعا دي جراحة طبعا وبطنة برضي يعني دي بقى صورة اللي تخليك تقرف يعني هي IVP ويعني بلين إكس ريي بصوص صورة إن دولغم بعض يا شباب دي صورة تم حد كده تفاعل معي إيه الـ IVP وإيه البلين إكس ريي الـ IVP مين أو الشمال؟ شمال يا دكتور على أداية الشمال أنا يعني صح نقلنا الـ IVP شمال عشان الـ left kidney المرسوم فيها كالسيزة ولكن أخذوا لكم هناك نورمال هناك نورمال هذا ليس نورمال هناك نورمال هناك نورمال كالسيزة تحت وكالسيزة فوق ليس مشكلة المهمة لأنه مش منطقين بلبس بشكل عرفيه كده المهمة دكتور لا توجد مستوى الـ مستوى الـ لا لا توجد مستوى الـ هنشوف الـ نشوف الـ حيلاً هنرجع علىها ممكن أخذ الليلة بعيدة كده ونقبل برحتنا ونرى الـ دي مستوى الـ دي كالسيزة في الـ يجيه جماعة variation ده انا توم كالvariation يجب ان يكون فيه اتنين كاليسية السيستمز هناك وفوق واثنين تحت وبيكملوا تويورتر ويفتحوا مع بعض في ويرتر واحد يفيش بيلبس اللي هو متعودين عليه المهم بس دي مش مش هايدرونفروديك ولا ولا دوبليك ولا زي انت قلت عليه ده اللي هو spider leg appearance خالص ماشي المهم المنظر ده بقى في رايت متعامل احنا قلنا الف مرة ونفر كومنت عن راديو بيك ستون ان كونترست ستادي لو عاي في بي ولكن شايف الستون دي الله اعلم يكن كونترست ومالية ومالية البلفيكال السيستم في رايت كيدني وفي بي و جي يمكن لو انا مجدت لكش سورة لجنبها دي هتفتكني ده هايدرونفروزيز مثلا يمين ومقدرش اقولك حاجة بي و جي لكن اما جيب لك البلين ان هتفتكني على شاعة جماعة مش بيبصوا عادي بس لازم يحط دي اوصابها اي عيان بياخد اكس ري قبل كونترست حتى راو جامع من سي تي بيعمل من سي تي نون كونترست وباكي ياخد كونترست عشان يكارب وبالتالي العيان ده عامل بلين اكس ري هنا عادي خالص الستاك هورن رايت كيدني اللي عبر عن استاك هورن دي عمره عن large stone occupying the بالفيكاليسيال system كله وبتاخد shape of calyseal system upper و middle والوار كاليسيز تمام هم ثلاثة وبتاخد شكل بلفس اوه طيب ليه الكيليا دي بقى ما بيانتش فيها جورتر هنا عشان الكيليا دي غالبا non functioning غالبا انت بص عاكذا فيلم او delayed execution دي بتفرز قبلها هو بواضحة قبلها دي ما قد اتأخرت في execution بتاع فاني مشكلة في function ممكن تبقى non functioning خالص وممكن تبقى delayed بس طبعا لو انت عايز تعمل اتأخرت في الـ differential function يعني تبقى على كل كيلي احسن انت مش هوري كيليات ده هوري كيليات ده ماشي عرفك اني كلا اي مششغالة اي مششغالة اي مششغالة هي عرفك بس انه موجودين كويسين على بعض collectively يقول لأ واحدة شغالة اي مششغالة اي مششغالة هي بقى يرى كيليات كويس غالبا لكن المنظر دا تعرفوا ما حتى اسمها رينا لسكان أو بالايفي بي زي ما قلناه خلاص مهم من الصورة الصور دي مهم جاءوا صراحة تيجي يعني جميلة جميلة نتعلم برضو كلمتين كده على الستجهورن الستجهورن ستون دي يلقيها بتبع سكندر ستون يعني سكندر ستون يعني السكندر ستون مش متابولك خلاص بيبع كالسيام فوسفيد ستون بيبع كالسيام فوسفيد ستون بيبع الانفكشن تمام تبع موجودة في الالكالاليين الميديا أوك في تبع ميل بالسل بالصح تبع مكلف مائم من الستونز مش مساكمة سوال دا أي بس أوك العيان دا بقى ممكن اصطر نعمله نفركومي لو النام فانكشن كدني أو لو شغال الكلية سنعمل بقى ال PCNL أو Open surgery سيرجيكا لذلك تبعين ما حازي اسمها بي سي إي 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 إيل حتى لو كيفية بتصرفو يتحدثها لكية مفترة ما هي أخرى من القانون YES كالسيوم سطون كالسيوم سطون كالسيوم هو هو سبايكي و unos سبيقي يتحرك و سبايكي سفير نسبة زميادات هي لذلك kita ت recompa لا يحتاج لك أنه يتعالج Open Surgical Intervention يتعالج بسوى PCNL أو Open Surgical Intervention يتعالج بشكل يسمى Pyelonephrolythotomy لا يستطيع ازول في هذا المنظر هذا ازول ما يكون ستون بلبس صغيرة ستون بلبيس صغيرة أو كبير من 2 سنتيمتر هذا Lucy الراية الراية هي continue STON600ين unlock INig اعتراض Fraser الأمرOS تم نشعل jump in لما توجد في اجتماعها سعتقدت ان العلاع ساهمة هي البائنة فقط وهذا البلفاغيسيساس PHA كان سبغا فقط في AIVP لكن هذا هو ليس ي هو نملكات كدني في موجود أو جيدها لكن هذا هو مدى مكتوقジャية وهذا هو عامل اجتماع كدني وواضح نعمل كدني نجد كدني ايه؟ يرسم ايه؟ لكن ده ايرضي فيلم ما استناش عليها عشان شوفها ايه ترسم اي مش ترسم ممهان دي بقى صورة جميلة تيجي مع بعض جميع صورة حلوة قوي الدكتور هي اللي فاتت انا مفهمتش ممكن تاني اللي هي الحيطة بتاعت البي و جي و يا اولا بس خليك رد علي دي اي في بي ولا ولا بلين اكس راي مايشي اي في بي عشان فيه الليفت كيدني طيب ايه طيب ايه طيب ايه ليفت كيدني دي مش جابهلك اصلا في الصورة قلتلك دي بلين اكس راي انا قلتلك ده بلين اكس راي اللي عامله تمام؟ تمام وشوفتي فيه المنظر ده يبقى عبارة عن ملتبول ستونز تمام ما فيه سابغة طيب المروض ده اي في بي هتقول ايه دكتور هتقول ملتبول ستونز بقى؟ هقولك لأ هنش عرفك انا قلنا نيفر كومنت اون ريديو بيك ستون اي في بي ان الكون دراسة نفسها ريديو بيك والستون ريديو بيك قبيل على ابيض نهرنا قبيل عشان شوف اي حاجة تمام؟ طيب تمام فدي صورة بقى جميلة ليه بقى استرولي حلوة؟ عشان اقولك الايديا دي خليك معايا في الصورة دي بصي ده ده كونترولي يعني ده بلين اكس راي طبعا حادي شو ياخد بنو من اي حاجة فيها اللي هيركز قوي هلاقي هنا في ستون صغيورة حلوة كده واضحة اهي شايفين؟ طبعا 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 انت هشوف الستون دي ليه لانا عنده جايش تيكي من لقيت عنده فات بريشور تشينز على الليفت كيدني فخلاص فانت اصلا من قبل ان تعمل الكيو بي انت متوقع تشوف حاجة في المنطقة دي وبالتالي هتوح تبص في عينيك على الحتة دي عشان بس ما حاجش تشعر ان اشعة دي عبارة عن فيلمه خلاص ما فيه هستوريكي انا انا اتكلم يقولك انا اعمل اشعة عشان عندي واجع فيلم وقالولي حشيو حسوة خلاص بقى؟ يوانت بتدرر حسوة تمام؟ ما ان الكندر بتعملش برضو كله بيا من دولتي CTUT خلاص على طول حتى الالتراساوند نفسه يعني نسب تعملوه تمام CTUT اطول مهم يعني بس الالتراساوند مهم جدا طبعا هنا بقى؟ لا هنا بقى العيان ده دكتوره لك بتسأني من شوية واضح عنده هنا ملتبول ريديو بيك شادوز اهو او ريديو بيك ليجن زهي ده هيدنونفروزس بقى مش ستونز ليه؟ اندى ايفي بي؟ طب ممكن يكون ستونزي دكتور اقول لك لا مهلا نفسه العيانه اهو صورته الناحية التانية مش باهم بس الالتراساوند تحت دي اللي هي دي فهمتو؟ فالرائت كيدني كويسة عامل اكسكريشن كويس وليفت كيدني لا مش عامل اكسكريشن كويس بدأين ان فيه ايه؟ ان فيه هيدرونفروزس طيب هل ده سبغة مثلا انت النص متعلقة؟ ولا ده ستون؟ لا ده ستون اعرفت ان فيه بلين اكس ري اصادي باين فيها ريديو بيك شادو او ريديو بيك ستون صورة جميلة جدا ايه صورة جميلة جدا ادي عيان ده كونترول اهي او بلين اكس ري من غير كونترست وهدي عيان وقت كونترست افتر اهو ايه اي في كونترست انجيكشن تمام؟ العيان ده عنده ايه؟ عنده ليفت هيدرونفروزس وعمل كينك اللي يقب ايوريتر اهو من كتر ما هو هيدرونفروتر وهنا فيه غالبا فيه ستون بس اقوله مش عامل اكومنت عليها الا منبص على اكس ري التاني اللي هو البلين اللي هنا فيه حصوات فعلا ورابعة واخدى لنفس المصار بتاع ايوريتر خلاص نظن ان الصور بيت اوضح دلوقتي وبيدفع منها اي بي يعني كونترست ايو بلين اكس ري عادي هذه صورة بقى فيها اه 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 صورة دي ممكن تلغبطكم في امتعام في حاجة يعني ربنا ايه؟ ينور بصرتكم في امتعام ما تقعوش فيها لو جالك الصورة دي اللي حافظ من وجه الصور كده حفظ يعني منظر كده وخلاص مش فاهم هو بيحفظ ايه؟ هيوقع في الحتة دي يفتكرة ليه سيستو جرام ليه سيستو جرام ليه سيستو جرام ليه مثل شرائه اول انت تبصد تسأل نفسك هيستو جرام هتقول لي ممكن هيوقع لك تب ليه؟ هتقول لي ثم سيستو جرام هقولك تب فيني أسطرة ما فيش أسطرة ايو ما فيش بلدر ستون حتى بلدر ايه؟ ممكن اشتاة بتاعها بين شوية اكبر منها المهم يعني دي بلدر ستون ليه لان انا موطلقش انطاع اي في بي ده عيان بلين اكس ري عالي خالص لان انا عند ريديو بيكشايد وقدي الداهية دي بلدر ستون هتعمل له ايه بقى ده ده سيرجيكا سيرجيكا انترفيشن عطول طبعا ده هتعمل له اكيد اكتر من 2 سنتيمتر هتعمل له هاسمها سيستولايثوتومي طب لو كانت اقل من 2 سنتيمتر يعني 1-2 سنتيمتر هتعمل له سيستسكوبك ليثولاباكسي يعني ديستركشن وبالمنظار وتخرجها يعني سيستسكوبك ريموفل طب لو كانت اقل من 1 سنتيمتر لا غالبا دي هتطلع لوحدها يعني لو ستون اقل من 1 سنتيمتر في البلدر وما فيش بلدر نيكو بستركشن مايبقاش عين بروستاتيك وتقول لي هتعدي لوحدها خلاص لو كانت اقل من سنتيمتر يعني نص صامتي مسرة هتعدي ان شاء الله لانه نحن 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 مايك ونعمل المسرة ونعمل الانه والكلام ونعمل نحن نحن؟ وانا لو كانت يوجد اينا على الجه هذا هو سهل يعني أنها من 2 سنتيمتر يقول أنها من مثل السيستسكوبك ليثولاباكسي او يعني لانه نتصي 있으니까 او يعني لانه نتصيبك بريد بشد سيستوكم اكتر من 2 سنتيمتر زي الحالة دي كده عشان لو وجاءتلك في المتحان هتقول له هتعمل له اول انها واضح اول انها ملتقل ستونز يعني. تمام؟ اوكي. دي ستون يوريثرا. دي ستون يوريثرا. عرفنا ازاي؟ دابلين اكس راي. وشايفين كده في المكان ده ستون. اكيد دي مش بلدر يعني. فش بلدر تبقى تحت السميس جيبس كده. بلدر فوق. فدي ستون يوريثرا ده عيان طبعا طبعا طبعا. ده امرجنسي. عندها يجيب صوت في الاستقبال. انه بيتنطط وواقف من كتر القلم. لانه عنده ميجريتنج ستون. اكيد دي ستون مككونتش انسايته. دي اكيد ستون كان في البلدر و ميجريتنج. طب هل ممكن تبقى في اليوريثرا و ميجريتنج صعب شوية. ان يوريثرا اصلا نفسه قدامة بتاعه صغير. فلو كان هي من يوريثرا كانت تخرج من يوريثرا ايه كمان. لكن هي غيران من بلدر. بلدر اتحركت من الستون او فراجمينتيشن وبستون بعد عملية او 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 او. وقفت عند اليوريثرا. خلاص؟ يبقى العيان ده بيشرك من اكيوت ريتنشن وهذا العين ده يتعالج جيد. لو عرفت تركب في الوريثرا ايassemble eureoser. والحين ده على الدراس والعين الا giving it to higher and lowering it to higher and BOYS and U. وأكدني أنه ليس يسمحني أصلاً تسيبه الفترة اللي حصل فيها كده عندها يقوم بيصوت فهتعمله Diversion or Furion عشان بلادر اللي هتفرقه عدي هتعمل طبعاً يتحط قسطرة من تحت لغاية الزقاها جنب اليوريثرا جنب الستون ما عرفتش تمسها اسمها Superbux Sostrum أوكي دكتور أنا أشوف في حديث مثال في الصورة اللي فاتت هاليه بش كارسينومة لهي الستون الكبيرة اللي في البلادر ماشي ما السؤال حلو مش وحش الكارسينومة دي هتبقى كالسفايد يعني يعني عبارة الكارسينومة دي عمنا تثبت عن كارسينومة عبارة حتة التوبة الكارسينومة دي ما خرجها ستبسكة في ايديك هتلاحظت حتة الزرطة ممكن تضربة واحد تضربة في الشرع بيها دي ستون يعني ستون يعني الكالسيوم حتة حجرة الحلو هل الكارسينومة هل الكارسينومة هل التهيومر الهيبان كالسفايد بالمنظر ده وهل أصلا عمرنا انتمنا بأننا نشخص بلين x-ray ان احنا انشخص بلين x-ray ان نشخص بلين كارسينومة لأ بلين كارسينومة انشخص بلين الكارسينومة في الصور الجاي هنريك لو انت تعمل سستو جرام اللي هو يعني أنه يا أسيندي نج أو ايفي بي ومريغت البلادر كنترست هتلاقي فلنج دفكت في البلدر يعني الكنترست مالية مثلا انت تبقى البلدر ورباعها مش ماملة ليه مش ماملة؟ عشان غريبا فيه الفلنج دفكت تيومر هنا فاهميني؟ لكن دي مش كارسينومة طيب مستحيل كارسينومة تي بس مش حد بشخص كارسينومة كده خالص كارسينومة دي سيستوسكوبي أنديبيوبسي او لو انت عايز تعمل اي في بي او السينيك سيستو جرام هتعمل كونترست سيستودي كما نرى في الاسفافجس عنده شولدرينج وعنده وقبل كور أمبيرانس فواحدة واحدة الصورة الجاية هتعرف لكن هذا مستحيل يا جماعة بلين اكس راي واحد ماخدش سبغة اصلا قديم السبغة دي حتة كالسيوم كيبية اوكي انا من الاسف مش شايف الشات انا اصلا لو بطاقة أكثر من كده انتم مش هتخلصوا النهاردة لكن لا اوش هو السباشيالات اللي تاخدها دي شوية والجنورو يبقى كده هيتحس هيبقى أسرع كتير بس انا يعني لازم افيدكوا في الاسفافجسيالات انتم مش هتلا قد تذكروها او مش هتلا قد تذكروا حاجة فاسمعوا اللي بقولوا ده واسمعوا محاضرة مراتين بعد كده ولا حاجة واخشوا ممتحان ربنا يا ستوره طيب ستون يوريترا زي ما قلنا عامل ريتنشان اوف يورين نعم ده قلنا في الامتحان في الاميرجنسي وقلنا نعنجه ازاي طيب دي صورة دي بقى كنترست دي كنترست هو هيقول لك يعني هو ما ينفعش ما يقولكش خلاص وحتى ما يقولكش ما هي عايزين افتر من كده يا جماعة صورة كبيرة اهي واضحة مبارة عن البلادر مليانة كنترست وفي كمان يوريترا هو شوية فيه كنترست اوه وشوية الناحية التانية كما بيتفضل وفيه إنيفاشن اوف دي بلادر نك بسموث إنيفاشن كده عالي قوي غالبا هنا فيه بروستيت لارج بروستيت خلاص وده معناها ده بيعمل ده بيعمل ده ايفي بي مباشا ده ايفي بي مباشا أسره من تحت يعني عشان ممكن يقول لك مثلا it's ascending cystogram اتقول له غلط اصبع ان تعرف ان ascending ده مع اصطره فده فيه smooth elevation of the bladder base وده بيدل ان فيه زي ايه زي اللوب بتاع البروستيت كبير وعمل المنظر ده بي بي اتش يعني بي بي اتش طبعا كميتين عنها بسرعة هي تدائن لجن طبعا في البروستيت وvery very very common اوف اجيو 50 السيمتومس لم يكن يوجد على الاقتصد يعني ممكن تبقى large size زي ما انتم شاهدون كده ومش عاملها سيمتومس ممكن تبقى small size عاملها سيمتومس لاني البي بي اتش تخرج من الترانزشنال زون اللي هي بري يوريفرال زون خلاص تجي اللي عنده تعمله بي ار ديش ركتال اجزاميشن او بير ركتال اجزاميشن اللي عنده smooth prostate firm prostate The Reserved Median Sulcus عنده Rectum Mycosa is Mobile Over the Brostate يعني مش ملايك نامتش ماسكة في Rectum وتعمله BSA طبعا BSA Brostatic Specific Engine لازم اي عيام بيشتكي من Urinary Symptoms of Old Age Suspective Brostatism البرostatism ده انه هو عنده حاسمه Storage Symptoms او عنده مشكلة في Detentional Furing يعني عنده Difficulty to initiate Difficulty to maintain Difficulty to terminate انه هو يوقف ويقعد يبهدل نفسه يورين وفيه Stenosis و Lengthening of the Eurethra وعنده Chronic Retention خشي حامكة زمارة Frequency مهم يعني عنده تعمله 3 حاجات من ينفعش الغضاء عنهم انك تعمله Digital Rectal Examination تفحصه تفحص شراجي وبعد كده تعمله BSA او يعني تعمل BSA قبل او بعد وتعمل حاسمة Transrectal Ultrasound Transrectal Ultrasound Truss T-R-U-S 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 كانت بحساسه طالما خاطر خلاص بالنسبة للمحاسه ما غليسين وغليسين ده ايزوتونيك ويعني عمله TRB بس ما فلتوا بعرفين ماهو تعلمه ممكن تحصل ايه مشكلتها ممكن يخص يعاني في برين اديمة ويموت ايه مشكلة تحصل ايه مشكلة تحصل ممكن ممكن يعمل ممكن 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 ماهو ايه ايه والكاليسية جميلة واحد وثلاثة وفيه بلفس خلاص ده ما عندوش على فكرة يعني لسه ممكن يديفلوب مع الوقت تحديد الفروزز لكن هنا ممكن شوية تعمل الفروزز شوية او ممكن مش موجودة اصلا وهنا مفيش العين ده عنده برضو بي بي اتش تحته smooth elevation of the base of the bladder تمام بلدر فروزز مريحة عسين بس بي بس مش مريحة هو تمام بلاس كمان انها عنده هنا عاسمها bladder diverticulum وده معناها ان فيه bladder neck obstruction و chronic ان اخيات وقتها انها تكبر وتعمل حاجة اسمها diverticulum ده بي بقى false diverticulum مش true طبعا نتعرفين diverticulum فيه false و true التروا ده يكون جيتا اللي نسمى قولوه B الفولس بيبقى herniation of the mycosa غالبا بسبب intra human pressure العالي ده بيسموه pulsion type pulsion type diverticulum ان فيها عاسمها traction type الترقشن type of diverticulum ده اللي بيحصل كمثال يعني مع مثلا sliding hernia انجوال الهرنية تاخد حتة من البلدر وكنزل بيها يسموها traction يعني ان شادت حتة من البلدر عملت diverticulum وخياتتها ونزل بيها في الهرنية sliding type hernia اسمها traction diverticulum يسموها pulsion يعني انك انك زائته من جوه البرق زي بالزبط كده اما ناخد حاجة اسمها pharyngeal pouch في صور كمان شوية ما في جوهة اول جوهة نعم طيب داعيان برضو نفس الكلام bbh برضو وطح قوي 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 تحت الكلام ده اهو التي تر�ونها اي it's two-lateral loops صحيح حتى من مرسومين حتي التع Dinline من البلاستيت طبعا practical في الصور وطبعا�� يجب ان احصل من اللغة فرائعة برادية مع المتعلقة ما في الوقت يصل على الوقت الوسط كمان او اتفاهم خلاص citron furzes وضع أكثر او اكل オ doom ويوتر تاني مال incidence هي مالية من يوريتر الثاني أصلي مش من يوريتر ده لكن ليه هيدرونيفروزيك مرضو مع الوقت هتلاقي باكش اشيش على ناحية التانية باكش ايضاك سيغالين برضو في بي اتش على سعوين في في البروستي الكنسر اللي عايز يسئل الدكتور كابسها سبايدر ليج أبيرنس هي زاهرة ترى طب دكتور هو ازاي في السورة اللي قبليها احنا شايفين الهايدرونيفروزيس ومشايفين اليوريتر احنا قلنا يوريتر بيفضل بسرعة اه طبعا يوريتر على طول يفضل بسرعة بصوا ان شاء الله ما تتخشوا انتياسوا كده وتعقبوا في المستشفى وفي عملية فيها بلبيس سيرجري وتعقبوا وشوفوا يوريتر بيتحرك ازاي بيتحرك كده يعني يتحرك حركة دودية كده ده معانيه كده كالعمليات من كتر ما هو هيرلي بريستالتك أورجن بيسيبش حاجة فيه خلص بيفضل على طول الكنتراس اللي فيه عكس البلبيس وعكس طبعا البلدر ممكن تستنى شوية او تستنى كثير يعني البلدر دي معقول لها عشان يستوردش لكن يوريتر ده بيوصل بس توصيلة دي صورة خلاص احنا اتفاقنا عليها دي صورة بقى اسبادة الليج أبيرانس الدكتورة قيت عليها لا هو دي صح اسبادة الليج أبيرانس بيش حد في الدنيا كلها في اي بلد في العالم هيشخص هايبرنفرومة باي في بي يعني ده كلام يعني خلاص بقى مش حاسمها كده تماما مش حاسمها كده ابدا تي عموة اصلا مش هايبرنفرومة اصلا من ال اي بي ده او من الاي في بي ده نظر من ده اي بي ده اي بي ده اصلا من الاخر و حاولين استروريكي و حاولين ناحية التانية الكاليسيال سيستيم الابر و الميدل و اللور تحته مجدودين على الاخر حوالين ماش مش باينه هنا عشان هي ريجيروسنت المساة الى المامس Wei في الكتيني نحن نعرف كهو المحاول الآخر التجميع اعطى على تجميع التجميع التطاة الوقت الى المشكلة بين ص Hyp 그러면 هل хотя يفعل طريقة في ان تجميع التقوك و محاول على البمر لكن ليس كSA في المسارة اعطى أن يرته التقوكρεί على هذه الإطارة عايز تبص على الأسايتس في البطن، أحسن حاجة للألتراساوند، بيجيب ملمر الأسايتس عايز تبص على الكيدني تيومر ده، تشوفه هو سيست ولا مليء ولا تسيس ولا تيومر، ألتراساوند، خلاص؟ الألتراساون ده أصلا بيسداموا الصيدين في البحر، عشان يعرفوا مسافات تحتهم، فالألتراساون ده يعني مية، خلاص؟ المهم، فالعيان ده طبعاً طبعاً دكتور، ساري، بس ممكن ناخد بريك عشان نصلي المغرب؟ والحبيب من ده، هيا بمعرفة مicana ونزع الجش envy، أ للعرض، أنا موافق على التقديم، وأصلا الناس겠죠 encontra في اليورو بحاجة أحظame نوفاً متفاضلة، لابدن نحصل على التقديم برايك و لم نعرف hare зам dois 한국 여러분들 انت الحج العرارات على أيها دكتور ايبة؟ إذن ن attempted stage where this meeting will go on a conference have Except戀 هاهو وكدا، نظري،؟ هو اعتقد هيبقى احسن ان احنا نسيب كل حاجة مفتوحة و يعني ما بالضبط يعني مجرد بس ستابر recording locally و بس نسيب live stream والmeeting نفس الشغال طيب خلاص انا هسيبي meeting شغالها ميوت بس و هم هصلي واشرب حاجة و نرجع نكمل و ان شاء الله على فكرة انت و انت و انت و احنا مشمشين بطيئة ولا حاجة على فكرة و معظم الشرح اصلا special و احنا قرب ما نخلصها فطيبا نائس نفس اللي فات باذن الله يعني شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لكم شكرا لك شكرا لك بيقول ان جوجل مكتوب click on Slideshow, click on Setup, Slideshow, Browse by Ann. فيه مسجر في الشعب بتقول إزاي نحن المشكلة. لحس, okay. On Google, نكتوب, click on Slideshow, click on Setup Slideshow. مشاهد Slideshow, Setup Slideshow, okay. Browse by Individual Window. Now run the Slideshow as normal, use the Slideshow from beginning. مشاهد Slideshow. I'll click on Slideshow class, let's type, so. Okay. Browse by an Individual Window. Okay. Now run the Slideshow as normal. مشاهد Slideshow. شكرا جدا يا مؤمن. لو كانت حلها كده يبقى تشكر. ربنا سهل. شكرا. زندسز rappميهに تشكر. شكرا Junior. شكرا. ربنا سهل. اش jak عز κرا. صحيح لن نجتغلها فقط هكذا سمعيني طبعا سمعين حدوطك بصوا با احنا قلنا الصورة دي احنا قلنا IVB وقلنا فيها spider leg appearance بسبب ال widening of the calycees وقلنا الصورة دي طبعا محاجب شخص ريني الماس بالمنظر ده ممكن تكون يعني accidentة لشافها أو كده طبعا يعمل الصنار طبعا هلأ ريني الماس طبعا الصنار مش كافي نكتمل assessment الابدوم من الماس أبدا محتاج طبعا تكمل بCT يعني اصدهر تاني اه احنا فقد اخذي كاريدين لده حسنا سنكمل كده خواص بها جماعة عم شميش ثم سوف نعمل CT على طول CT طبعا كما انتشايفين كده بيوررنا الآتي بيوررنا ان في حتى معشونه ال normal CT من شوية وشونه في 2 kidneys على جنبنا البرتبرال كولم من كده posteriorly وعرفنا دلوقتي ان دي صورة abnormal يعني مش ندعم ده مسيكيلة عبدالل نشوفها عادي دبعا IV contrast واضح جدا إلا قورت بنور يعني زي البونة هو خلاص وحتى الكيدني كمان واخده contrastة هي وكيدني التانية واخده contrastة هي طبعا دي right ودي left زي الإكسرية كده عكس إليك أوكي دي الكيدني ودي كلها renal cell carcinoma يعني العيان اللي فات ده لما نعمل له السيتي ده هلا منظر اللي انت شافينه ده خلاص طبعا عرفنا زي الى renal cell carcinoma هي mass خارجة من الكيدني solid mass خارجة من الكيدني هتكوني renal cell carcinoma خلاص طيب الـ renal cell carcinoma دي نفت نوعف عنها شوية معلومات عارفين طبعا انها مليجنة تيومر طبعا مش بـ 9 tumor بيخرج منين من proximal convoluted tubule طبعا عندكو جار عن hyperniforma أو renal cell carcinoma الاسم مديم hyperniforma أو renal cell carcinoma من الحاجات اللي عايزة أقولها لكو عن عن renal cell carcinoma دي انها مش بتعدي midline خلاص ده عكس المستيومر بيعدي midline فعشان بس ما هنشوفه لك من الحمده يشو المستيومر ليه دكتور لا المستيومر هنشوفه دلوقتي حاجة محترمة جدا مختلفة عندي طبعا smoking is a list factor البون hebel lindu disease is a syndrome يعني عبارة عن renal pancreatic cyst عبارة عن renal angiomata عبارة عن fibroma أو renal cell carcinoma طبعا لو ما تيجي تبس على ال pathology بتاعها في gross pathology هتلاقيها golden yellow golden yellow golden yellow طيب ال patient ده يعنده renal cell carcinoma عندها false capsule بس معروف عنها انها بيعمل invasion of the pelvis of the kidney early قبل ما تكبر لبرا بتكبر لجوه تماما بتاقي بتعمل hematuria عكس the evil missed tumor بيكبر لبرا بيعمل ضمن الماس طبعا دي adenocarcinoma طبعا from contributed proximal contributed tubules ممكن الivc بفي حاجة ما قالت from بس في ivc افنونا ال vein وتوصل لغاتل ivc طبعا تحتاجة تشغل مع ال intraoperative الانده ممكن يكون عنده برقة vertical lymph node enlargement جميل طبعا بيعمل تسسطا mainly to the lung تمام أوكي خمسين في المية عنده هيماتوريا 40 في المية عنده abdominal vein 20 في المية عنده abdominal mass ممكن الانده يجيلك secondary brachocyl طبعا بيجي secondary brachocyl طبعا ممكن بسبب ان فيه obstruction لرينال vein يمكن في left يعني خلاص في ال right بيساعة وطول بساعة وطول بس برده ممكن هو left brachocyl لو كان left tumor يعمل secondary brachocyl طبعا طبعا تعمل بارا ماليجنان أو بارا نيو بلاستيك سيندروم متو عارفين أحسن مني نعم بيكون عنده hypercalcemia بارا ثرمون like substance بتطلع وبعنده polycythemia ممكن بيعنده STH like substance بيطلع بيعمل cushing syndrome نعم الجراحة هي radio resistant و chemo resistant true false radio resistant و chemo resistant تعمل لها على طول radical nephrectomy تمام ومتازي بأكاة immunotherapy طبعا ال patient ده صورة IVP عرفنا ازاي اولا بس اول حاجة تعرفوه كده في ال IVP ده ان الكلية واضح انها lower than normal Toast the kidney واضح انها بس ده مش طول عليكم يعني رابع شوية بلفس مش عالية وفي هنا في البلفس of the kidney يعني في المنظر ده اللي هو على الشمال بقى يسيبكم من المنظر العليمين ده خلاص صعب تجيبوها بيها ديورتر هو نازل بس ديورتر هو نازل بس ديورتر هو نازل بس ديورتر هو نازل لانه هو مش جاي من فوق ده هو كدني توزد شوية نازلة المهم ده عنده multiple multiple filling defects in the pelvis of the kidney طبعا انتو حافظين الصورة دي Transitional Silk Arcinoma ماشي عشان انتو اللي بيذكر كتير منوكو الصور دي هيبقى لقى في الموقع عطون الصورة دي تي سي 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 تي سي سي مش عايب بس دي مش متشخص TCC يتشخص multiple filling defects in the بالفس ما نعرفش بها هي ممكن تبقى multiple radiolucent stones ماشي المف conveyed لو رد يهو loosند مش رد يوباك يعني زي يوريك cel stone يبقى multiple filling defects لا نفعش طبعا تي سي سي بس احنا عارفين التى السورة دي بتاع لو قطلكو يبقى زيون بها تي سي سي خلاص عنده عنده ريكاران هماتوريا أحيان وستطيع لإستجاره recognent هماتوريا العيان ده عشان تعمله أفضل ممكن تعمله طبعاً CT وممكن تأخذ بيوبسي بقى من تحت بقى العيان ده لو ما تشخص نوع tc هتعمل ايه هتشخصه هتعمل queh link ايه ايه الااجابة يعني او sorrycal measurement هتعمله هتعمل LFT أو هندي ريت بقيت تعمل ريت نيفرو يوريوتريكتمي خلاص ريت نيفرو يوريوتريكتمي يعني ايه عايز أقول ايه عايز أقول ايه عايز أقول هشيل الكدني كلها تمام وهشيل يوريتر كله وكمان بنشيل باوتش of the bladder حتة بلدها كمان بنشيلها ليه 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 كل الكلام ده عشان التسي معروف عنها إنها بتبقى ملتي سنتريك يعني أوروثيليم يبقى عطول كله بريس بوزد في حالة اسمها فيلدي تشينج يعني اللي تسي اللي يجينه تسيسي في البلفس هيجينه تسيسي في اليوريتار وهيجينه تسيسي في كل حتة فنحن ندر نشيل نشيل الكيدني واليوريتار وحتة كم من بلده عند عنده هيماتوريا طبعا نعمل له يورين سيطولوجي يعني صعب صورة الجلكو نعمل له صورة الجلكو طبعا بسي تي أبدومين بسي تي أبدومين بسي تي أبدومين بس يعني باختة أورال كونترست خلاص دي أورال كونترست دي أستومك على فكرة المهم يعني العيان ده كنتم بعرف عنه الآتي ده عنده يوجي أبدومينل ماس دي مش عادية خالص ليه قلنا يوجي مع عادية ناحية تانية دي رايت كيدني بايداوية دي رايت كيدني عرفنا كما هي رايت كيدني وصدر الافتكيدني الناحية التانية خلاص؟ يبقى دي هيوج رايت كيدني أو يعني رايت 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 دي رايت حاجة تانية اني احنا عارفين لو بيكروس الميد لاين فدهلوا المستيومر طيب هو المست كومان رينال تيومر في الأطفال ده يطلع من الإمبريونيك نيفروجينيك تيشول تمام وتسعين في المية بيطلع قبل سن سبع سنين يعني بيطلع في أقل سبع سنين بيطلع شك طول من كده غالبا بيعمل رينال بيلفيس انفيجان ليت يعني الهايبر نيفروني وتعمل إيرلي اللي هي دي تعمل إيرلي انفيجان لإيه؟ للبلفيس يعني فلكن ده بيعمل ليت انفيجان بيلفيس نحن متأكدني بدي ان هو بيكبر لبرا نحية الكابسول فبيعمل ماس تكروها بكده ممكن يبايلاترال طبعا ما سجد صورة دي من الاترال العيان ده يبقى عنده ميكروسكوبة كيماتورية خمسين فيمئة من الحالات يبقى عنده هيبرتنشن في ستين فيمئة من الحالات وطبعا ممكن يبقى لغبتك مع حاجة اسمها نيفرو أو نيورو سوري بلاستوما دي اسمها نيفرو بلاستوما ممكن يبقى لغبتك مع نيورو بلاستوما نيفرو بلاستوما يبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايه؟ زي الفلاي كروامسولما فايف الكبار يبقى لغبتك مع اطفال يبقى كاتيكولامين سكريتينج تيومر من الدين المدالة بنام معنى حيث اسمها lyn led 이�t و VMA فبنعرف ان العيان ده نعمل سيدي شست و الترايسوند اببومين و شست اكس ريي وانتي فور أول يروني فنال مندلك أسيد بما فنعرف ان العيان ده ما عندوش نيرو بلاستوم ده عندو ولمس تيوم تمام؟ نعمل سيدي شاست و ألترا ساوند أبدومين و شاستكس ري أو سيدي شاست ووثيفر اللي نعملوا عشان يبصص عن متأسسس طبعا العيان ده راديكال سورجري طبعا بوستورز بقى منعمل كيموثرابي وممكن ندي راديوثرابي لو فيه ريزيد والتيومور طيب لماذا بقى السمك بعيدة قوي كده؟ لأنه هي كمبراسد الماس دي زق خالص الدنيا النحل الثاني فهي كمبراسد وكروسنج المدلائن حفظوها بقى كروسنج المدلائن لكن هذه ليش كروسنج المدلائن لكي لا تجلبه اوكي ده صورة بقى IVP بس هو يعني خلاص كدني فرزت كانت دليت فيلم يعني صورناها بعدما أكلها أفرزت كل كونتراست وغيرت الكمان فضة كل حتى يوتر لسه نباين منه شوية اهو تحت مفضي تحت دي بقى بلادر كانسر بلادر كانسر دي اصلا اي في بي اما قلت دي اي في بي تقولي اذا كونتراست وفيه البلادر مش كاملة هنا الريجيلر فيلنج ديفكت هنا حد فوتو بقى مدورة كاملة سموثلي كده مدورة دايرة كاملة بدلا مش سموثلي مدورة دايرة كاملة يبقى فيه حاجة عامة فيلنج ديفكت ويكون الدي ايج وعنده بريد سبوزينج فاكتورز او ترانزشنال سيكارسينومة او سكويمة سيكارسينومة او دا لادر زي يكون عنده هارزيزيز فتقولي لا تفكر لو انكون سيكارسينومة او يكون العيان دا بيتعرض لدى داي معيانة اسمها انيلين داي ممكن تكون هي العنوة لادر كانسر او يكون سموكر او يكون عند هستو يبلبك ارادياشن او يكون بيحض ذات سيكارسف مو vale كل الحاجات ذات الداخل يسبب ان يكون عنده لادر كانسر amazيزة الذي يبقى من الج ليمينة يسقط على نوع الكبير الان تخصص انه ٦ هذه اللحظ bar منزار مسانه وبنقى منBIوبسي من البلدر راند ومعرفين حنا حاجتين ان احنا بنعملها involving the underlying muscles عشان نشوف هي muscle invasive type ولا superficial blood cancer يعني superficial ولا deep حسب the invasive muscles دي حاجة الحاجة التانية ان احنا بناخد multiple random biopsies من كل البلدر ليه؟ عشان يتأكد ان ما فيش multiple carcinoma in situ لان لو في multiple carcinoma in situ هنعمل رادية هنعمل سيرجري مش نعمل cystoscopic resection خلاص؟ يعني مهم انتبعوا عارفين ان ناخد multiple biopsies وبناخد biopsies من الماس طيب والبيopsies اللي نقول بيس ان تكون وغدة حتى بالمسل اللي تحتها عشان نشوف هي invasive or superficial لو superficial مش invasive طيب يعني superficial bladder cancer او transgenial carcinoma non muscle invasive نعملها اسمها TURT TURT Trans-Erethral Resection of the Tumor وخلاص تمام؟ باكندي intra-bocycle chemotherapy ونعمل نقوله قبل العيان ده عشان لو جلوا recurrence ولا حاجة لكن لو مصر invasive خلاص بها هتعملها داي squamous silk carcinoma of the bladder اللي هي radical surgery radical syctum يعني باكندي لان squamous secret syndrome of the bladder بما تتعليقش بال TURT خلاص اصلا بلا هارزيزز هي في مصر عندنا فهنشوف squamous secret syndrome of the bladder لكن طبعا الاشهر world wide هو TCC اكيد يعني عسمها hematuria clinic موجودة في انجلترا او في كذا دولة يعني يعني العيان بس بيوح الشكل hematuria يعرف عطونه عن cancer اي old age male جاي الشكل hematuria يهفت suspect حجم 2 وهو الاشهر لما renal silk carcinoma يعني مصيبة malignancy طيب ايه ايه الصورة التانية ايه بعدها اه انا عنده بقى bladder cancer بس ايه بقى اخد رحت شوية وعمل hydro ureter hydronyphrosis والناحية ثانية غالبا بدأ ايام الحاجة بس طبعا في الريض اكتر والعيان ده bladder cancer ده غالبا جاي في trigone بقى وبدأ bladder ووكل 2 ureteric orifices affecting يعني الاثنين عملهم obstruction فدي حاجة بردو مهمة ماذا خلصنا المثالك تمام انتم مرتاحين عادي وانا بشرح والبرزيجن مش كبيرة ولا ده هيدا وليتر ارقون انتم بتراجعوا ولا حاجة ولا اتسوكي نكمل ولا نحاول نزبطها بقى نقفل ونفتح تانية وحاجة ماذا تردو عشيات لنبص عشيات اصلا بس اصلا بص عشيات لانوك هيقدر عيوك تمام كده يا دكتور نعف نكبر عندنا ماشي ماشي حلو المهم انتم راضين يعني عشان بس انتم مفسوط اوي منفكت انها مصغر الشاشة كده بس يا الله خير يلا يلا بصوا دانيو دكتر هو ممكن حاجة تحدد على عايز ايقول ممكن حاجة تحدد على ممكن حاجة تحدد على البوكس ده وتدوس على فورمات وتختار البوردر تختاره ان كلا تاني تاني والواحدة واحدة اقولي واحدة انا معاك هو حدد على ال place move دي اه الكلام نفس اه فيه فيه قائمة فوق اللي هو فورمات واحدة واحدة دكتور معلش معلش عايز البوكس وصادي هو اعمل ايه بسرعة ادوس عليه كده حدده وبعد كده فيه فورمات فوق احدده ازاي واختفى يعني ادوس عليه لكنك بتحدد الكلام ادي اختفى خالص مشاهد الفضاء مضحك جدا يعني سرعة نكمل لوزاع تاني دكتورة يعني ممكن تساعدين اتاني اوكي الموضوع حلو الحمد لله او يعني لو يا رب بس بيرجعش زميلك مهم شوية قالنا برضو اقتراحاته والأسف يعني ما كايتش نفع يلا هو نصبك بقى مرات يلا بصوا دلوقتي ده ندع نيور سيرجري نيور سيرجري زريفة وخفيفة ولازم يجيلكوا فيها صورة على الاقل مثلا جاستي برين واضح لغالي بقى بقى سيرجري سيرجري بقى نيور المهم ده نورمال أبيرانس أو سيرجري سيرجري المحجب الانترال عشان يعني نشوف فرقشر كله بيعمل بقى واضح ازاي عشان خضر البون باين جدا حيبر زي الفل ابيض واضح والفنتركل ده ملاش علاقة بالستيف رين ده نورمال يعني مش شفتد يمين وشمال والامور واضح طبعا مش هنخش التفاصيل بقى ده الوينج بتاع الاترة الفنتركل والكلام ده مش هنخش التفاصيل بقى ده عيان عنده دي بريزد سكال فراكشر طبعا هيسألك بقى يعني خلاص بقى انت فاهم ان كنت هيسألك في التروما خلاص العيان ده بقى ويقعد بقى يتقالك ايه اللي ممكن انتراكراني الباثولوجي يينطج عن الفراكشر ده ده لو جاءك سكال وقيمة هنجلها فت نخش على البعد ده عشان نتكلم في السهي جي اهم طيب ده برده فشر فراكشر طب نتكلم برده كنت نعدي بلسة فراكشر عشان من ستاولوك انه كلمتين هو طبعا ممكن يعمل ديرال تير من جوه تمام ممكن يدخل طبعا لو في ديرال تير يعني طبعا زي اومان فراكشر بتاع العضل العيان ده ممكن يجي له طبعا إبليبسي حتى بعد ما تصلح له الدبريشان ده بعد ما تعمل له إليفاشن خلاص؟ العيان ده ممكن يحصل لسي فيد بليدنج فرم فينس ساينسز بس ممكن نقولها ده بقى عيان عنده فشر فولت فراكشر الفشر اهو ده ده مكان سويتشر لين يا جماعة سويتشر لين لها ممكن معروفة anatوميكالي ساجتال وكرونر ولمدويد سويتشر لكن ده ايه واضح انه هو مش كمان مش سريتت زي السويتشر بتاع السكال ده في مكان غريب كده ففشي فراكش ما لهو بطقش يعني مع السويتشر خلاص؟ بس هو ممكن يعني بس انت تعرف انه هو اناتوميكالي من دمش باكان سويتشر بس ان دمش سريتت وبس خلاص مش حالة تانية فراكشر على فكرة الرغم من هو حاجة تبدو انها بسيطة بس ممكن يقع مصائف جوا المخ انه عند المعمل ستي بريم ممكن تلاقي عنده مصيبة ممكن تلاقي عنده مصيبة ممكن تلاقي عنده ممكن يكون عنده اكثر ديرو هيماتومة مهم زي السيد ده كده السيد ده بقى هو ان شاء الله لو جالكو حاجة هيجيلكو بإذن الله غالبا ده ستي بريم وداوت كونترست احنا مش هحتاجين كونترست في بريم يعني خلاص تي سكان طبعا ده ستي مش اما ارآي انه ستي تي اون البون واضح اهو مش عملت لغبطش ده بقى مختلف عن ستي النور ما شوفناه في ايه ان هنا في ميد لاين شفته اهو والفنترقز للناحية الشمال مقفولة تمام وعندك هنا فراكشرة على فكرة ولكنه مش واضح قوي وعندك هنا سبك تينيس هماتومة تمام وعندك جوه اكسترا ديورة الهماتومة عرفتها ازاي انها باي كونفكس او لينسي شيب زي اللينس زي العدسة التالعين باي كونفكس يعني هي كونفكستي هنا كونفكسي البره خلاص وده موجودة هنا الاسبكتور ده سكال وعمل نشفت من الميد لاين فده في كومبريشن اهو العيان ده غلاب ما عنده براية البون فراكشور او تمبر البون فراكشور عندما كان ده ماشي فيه الارتري او أكسترا ديورال هاموراج اللي اسمه وحتى انطلب ما عنده موجودة براية البون فراكسي نغرب بذينا نقبر الصورة طبعا لازم يسألك فيها بقى لوسيد انترفل طبعا انتو عارفين اللي هي الفترة اللي بقى فيها بين الكونكشن للكومبريشن تمام ودين موجودة في الكاركترستيك اول الاكسل جيدة وهمتومة بس لو انا عمد لصب ديرو الهمتومة ما بيقومش اللي اسد يعني بيقوم بقى لوسيد او غير لوسيد تمام؟ دي بتبقى هاي مورتاليتي وأبحش بكتير من الاكسل ديرو الهمتومة خزيف تماما يعانين مورتاليتي تمام؟ دي سورة جميلة جدا لو اتالكوا طبعا العيين ده رجم تعمل مورتاليات والعيين ده رجم تفضيل عمليات أعني شوفوا انت تقدم عشان العيان ده في التوارق أما تشوفوا مجرد انك تجد اصلا عنده أطلب منه رجال مورتاليتي ويتلاقي بها ديستورة بالقعام واشتشوفوا حاجات كده كثيرا او في التوارق حتى تبسته جدا في التوارج التعليم حقا كتير يعني ده بقى برضو سيتي برين عشان البون واضح تمام بس العام ده عنده إيه بقى عنده عنده كرونيك ساب ديورال هيماتومة ده عنده أكيوت ساب ديورال هيماتومة وده عنده كرونيك هي بلوكو تنجم باسم إيه؟ ما يتلغباتش طب ليه ما بيش حاسمها كرونيك اكسر ديورال بصوا بيش حاسمها كده كرونيك اكسر ديورال فعني اسمها أكيوت ساب ديورال و كرونيك ساب ديورال هنعرف فارقة من دلوقتي الأكيوت ساب ديورال اللي هو ده ده ترومة خلاص ده ترومة وبالتالي بيبقى هاي موورتالity العين بيموتوا غالبا يأتحرك سيفير ترومة سيفير brand damage وإنفوس لودة انترفال لا بيفوقش خالص وعلى سnahة تعالى كنتهي أصعب بالاترال بس السورة ديه مش بالاترال هي أصلاً بتحصل لـ Subdural لو الأكثر ديورال بتحصل من Midiminary Artery Injury أو Anterior Division بتاعه بالزاد بتحصل من Cortical Vein Injury While Crossing Subdural Space هو هذا اللي بيعمل إيه؟ الساب ديورال الهيماتومة وعن فكرة أكثر ديورال مش مش أكثر ديورال ليه عشان دي Concave و Convex يعني Concave من ناحية و Convex من اللي بره Concave و Convex خلاص بس كده دي Surgery usually Insuccessful يعني في العين ده عكس إيه ديورال الهيماتومة ومرتاة تريدت عالية تصل 50% ده يعني في The Best Management و بسه خلاص في Midline Shift دي بقى Chronic Subdural Hematoma ليه قولنا Chronic عشان اللون بتاعها خلاص لونها Redilucent لكن دي Hyperdense او سوري بقى مش أن نقول دي نقولها Hyperdense و دي Hyperdense أوكي بالنسبة لطبعا بنكرة لنسبة لبراين يعني دي أغمع من براين أو يعني أبيض من براين و دي أقل بدا من براين خلاص طيب العين ده برضو عنده Midline شايفت اهو بس يعني برضو مش واضح اوي زي التاني ده Chronic ده بيحصل اي بقى ده بيبقى Trauma كده بتحصل يعني دي جي براين أغمع من براين بيبقى الـ براين بيبقى الـ بتاعه أقل من حجم الجنجومة فحركته و زي نقول بيلقوا جوه الجنجومة وبالتالي ممكن مع أي حركة بسيطة خالص على فكرة مش شرطه بقى حاجة كبيرة ايوم جاي اللو ساب ديولو هماتومة هو مش عارف والليه مش عارف لأنها البنشي بدري بتاخد وقت ما تظهر بتاخد وقت ما يظهر نعم عندي سؤال هو في النفس الـ الناحية التانية هو دي مش شبه يعني اللي هي اللي حررتها كنت بتقول عليها الخرونيك الخرونيك بتاعها هي الحتة الغمق اللي مبينة لسلطاي والجريوية دي مش شبه الساب أراكينويد همريج او حالي كده الساب أراكينويد مش عليكو أصلا واحدة واحدة بس ما تلغبتش الساب أراكينويد ده ده بتاع البطن أصلا يعني متعالج ميديكال او بيخش همريج ايه اوكي 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 انا بقارن بس بس انا بقارن بس بفي واحد من باين فيه لانه همريج 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 لأ نحط ثاني همريج همريج يعني؟ لا يا دكتور بص السورة اللي فيها كرونيك سب سب اوه ما لها بقى اوه النص التاني اوه دائي بقى الحجية لا 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 ده هو عنده أتروفايد برين فساكيو الجريو واضحين جدا عكس العينيين تانيين عكس العينيين انه عنده نورمال برين اوه ده عين عنده برين اتروفي والكوهوليك والد ايجي فى كده يعني طيب الان ده ممكن يبقى عنده طبعا من عنده كرونيك سابدينيون الهيماتومة يبقى سلايد بس 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 ممكن ما يحكيش اصلا لا احفاده ولا اعياله ولا كده انه تخبط بعد كده تلاقيه بعد شهر اسبوع اسبوعين أربعة خمسة ستة عشر المهم بعد even few months وانا شفتها على فكرة يعني شفتها في عييين حتى حياتي حوالي يعني وكان فعلا هو واقع وتخبط خبط كده من شهرين ثلاثة والاخر انتهى بالموضوع انه هو بعد شهرين ثلاثة كده تشف انه هو بدأ يبقى باثيتك وعنده منتل اباثي كده ودسي ال وكرونيك هيدك وبدأ يحس انه عنده سايكوزيز او او لكن ما حدش عنده مثل نفسي في تروما فما بقى لك ما تخبطش او لا اهلو من لكم ما يقعش ولا تخبط في الاخر يتلع بخبط بسيطة وتكون سبتجوري الهميتوناء دي كانت موجودة وبتجمع حبة 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 وانتحصل له ايه وينتهي الموضوع غلبي بس طبع لو هنعمل له افكوشن نطبع هنعمل له كبير هول افكوشن يعني شخصه السرعة والحيط ممكن بتعمله سيتي عشان الخياف اللقاءة يكون وما يطلعش في اخر ستروك يطلع كنوستجيبير وهمتون. طيب الصورة دي بقى حد يقول لي بقى دي سيتي لأ دي من سيتي بقى. ماشي؟ ده مرآي. اوكي؟ ده مرآي. ليه مرآي؟ عشان البون مش باين كويس. خلاص؟ يعني طبعا على مستوىك ونحن نحن ندرس اشعة. هنندرس بس كده ايه اللي يعرفنا على الصورة في الانتحان على قد ندرس البيزيكس وفي راديولوجي. عشان فناخدش التفاصيل. الصوف تشو باين جدا في مرآ معروف ان الصوف تشو حتى السلقاء يجري بقى في مرآي كويس قوي. لكن البون مبقاش باني مفاتح كده. خلاص؟ خاسمها هاي سيجنال لو سيجنال في مرآي مش عايزين ده اخصى اضعكوا بيها. بس البون هنا بصو فاتح ازاي؟ حكس سيتي. بص سيتي بنوور ازاي البون. خلاص يعني ده مرآي. دي مرآي وفيه بيرين تيومر هنا واخد كونترست اسمه منانجيومة. عرفنا ازاي؟ في الصورة دي جميلها جدا. الصورة دي مش عاندوك في الاس بس حل او ممكن تيجي. او ممكن قبل كده. العيان ده عنده بارا ساجتال منانجيومة. صورة دي جميلة تيجي. وما تكونش خالص لانها جنب فعلا ايه بارا ساجتال فعلا زي نكتوب في الكتاب. وغالبا على فكرة تيجي في الفيميلز اكتر من ميل. فيه سلايد بريدومنس في الفيميل. وهي بتمثل خمشار في المائة من انترا كانت بيرين تيومر وهي بناين على فكرة. وخرج من بقى الورجن بتاعها عشان تخرج من الاركينويد في اللاي. وفكرة يسعجب فيها سموما ب كالسفاية باداية. طبعا. يعني الحاجات الغريبة انها بناين. وانها كورابل. تمام. اوكي ايه تاني؟ ممكن تمال طبعا كمبريشن على الموتور اريا. ممكن تقدي لكمفالجن سيجرز يعني. وطبعا ماركت لي انهانسد في ال اي في كنترس. زي ما انت شايفين كده بنوره في ال اي في كنترس. حسنًا؟ ولكنه يجب على ساعة على سفنويد وينج يعني ما كانت مشروع بتعبارها سجدل على سفنويد وينج ده إمار آي برين نجمع مستفيل ده بقى عيان مرضو عمل إمار آي برين واضح إن العظم مش باين أبيض كالعادة ميني بيسأل هي دي إيه؟ أحمد من إنجيومة حد رد عليك أولا ده مينيجيومة والربون مالونسيiels هي الكمونيسي برين مالونسي والليفر مالونسيس هي القومونيسي برين مالونسي والشيس المالونسي هي الكمونيسي positivo where the tumor في منخلص؟ الي وهو الاماكن اللي بت اطلقق يكون متاس دا يستقرير الافتيات Leyبير من البلد فالعيان ده عند department Awwww wollenسبة البيئات بتعود ملتبل راديو لكشنفت الشيست فكرة في الميتاستس كده ملتبل بون لجنز فكرة في الميتاستس ملتبل برين لجنز فكرة في الميتاستس طب ليه أقولنا متاستس لأن كمال حواليها برين إديما ويكأن ويكأن المالجنان سيلز دي جاي من مكان تاني فالجسم بيعمل البرين بيعمل لها انفلماتي راكشن حواليها خلاص يبقى جري كده جري فيلم كده حواليها إديما يعني العين طبعا يتعليق برديو ثيرابي طبعا رديو ثيرابي أكيد إن دي سيجي كدزيز دي سيجي فور خلاص ملتبل بيقال يعني لو في سيوليتري متاسس في البرين ويكتر من شهر ممكن نعمل له جراحة عشين ده كلام إيه المكتوب عندك طيب الصورة اللي بعدها الصورة اللي بعدها سباينة بافدة سباينة بافدة عرفناها إزاي قدي السباين انتكت سباين انتكت نهاية سباين بافد خلاص فهادي اسمها سباينة بافدة اسباينة بافدة اسباينة بافدة ما حدش يزاكرك من نوك قوي جالبا بس يانا هولوك عني جمبتين ممكن تجيلكو لو جثلكوا بصراحة يعني هي برضو فيها كده سؤال هي mostly in lumbar spine طبعا ومؤلاء علاقة انه ممكن الفوليك أسد انتاك during pregnancy بيقلل الانسدنس طبعا of spina bifida نوكو تبقى بارتو of bacterial bacterial syndrome لنعرفها يعني فيكو bacterial syndrome وفي حاسمها spina bifida occulta spina spina bifida occulta دي برا عن ايه برا عن هي السكين من برا مبقاش مينجو سيل ولا مينجو مايولو سيل يبقى بس السكين انتاك بس عليه طفت عليه سكين ديمبل عليه لايبوميتس سويلن كده لايبوما وساعات السكين ده مبقى للمينجيس بفايبرس باند تمام المينجو سيل تختلف عن مينجو مايولو سيل في ايه اللي هي بقى الـ apparent form مينجو مايولو سيل وهتلاقيها طبعا مش ترانسلوتون خلاص بس يعني ده اللي ممكن تعرفوه الاقلطة طبعا مش بحتاجة علاج يعني no treatment is needed except لو بقى فى الـ adult person اما الفايبرس باند دي ممكن اضطر مقطاعها بين سكين ومن جيس لو حصلوا urn incontinence خلاص لكن لو ما حصلش urn incontinence نعملوش حي لكن مينجو سيل نعم نعملها excision ونكفر الديفريكت بلمبر فاشيا لو مينجو سيل خلاص انها فاشل spinal tissue spinal cord tissue أو nerve tissue الحركة فى السلايدات قلت اه صعب قوي فى ما عملنا سلايد شو اوكي طيب ده صورة بتقول ده dislocation ده dislocation ده ده ممكن quadriplegic اصلا ممكن ايه mortality دبعا dislocation of cervical spine وده عفكرة يعني common انه يحصل في الزفرالك spine اكتر من lumbar واثتر من thoracic اكتر من lumbar sacral dislocation اصلا يحصل في neck والcompletion بتاع شبه fractured dislocation بالضبط انظروا spine fractured عشان المذاكروش فيكو انظروا عين في stable and unstable according to the posterior spinal ligament لو posterior spinal ligament اضعت يبقى unstable من ساعتها unstable يعني high risk of injury spinal cord وانتهى ينتهي المصائب زي paraplegia quadriblegia المصائب دي لكن لو stable خلاص stable يعني غالبا مش هي عور spinal cord فهمتوا يعني الفريبين ده طيب الكمplication بتاع dislocation ده يعتبر زي unstable fracture بالزبط غالبا عور spinal cord خلاص spinal transaction ده ممكن هنا lightly جدا وينتهي بزي الفري failure والعن يموت خلاص طيب زي كان اللي بتشنق بالزبط دكتور معلش ينفع أسأل هو posterior ligament بس ولا posterior وال anterior ولا هو يعني مكتوب في الكتاب عندك posterior طبعا بس اللجمس كلها هتفرق بس هو كل التقديد الكتاب عندك في posterior ligament بس يعني انتيري انتيري فانا مش عارفة اكتب false لا بس يا كاترة يعني بس انتوا في الاول في الاخر دي جراحة عامة ده متحان جراحة عامة مش متحان اصلا neuro surgery ده رقم واحد يعني في الاسم يعني ما تقلقوش خالص انتوا عافيك بس هجل لكم معلومة كده سريعة مش هزاخر على النص كتير بس انتوا معلومات في سنة سابتة هي اكتر معلومات في حياتك هتبقوا عارف هنا نقطة اول ما تخرجوا سنة سابتة likely هتنسوا تتبع معلومات يعني انتوا معلومات الوقت اللي عندك دي اشتر مش هزا اقول يعني ما ينفعش اقول اشتر من حد يعني صعب اقول اشتر من حد معين ولكن انتوا اشتر من ذكاترا كتير متخرجين بقى لهم 4-5 سنين فا اكتر جميع في حياتك عندك معلومات هي ساستة رقم اثنين بعد الدكتراع اطول اقال دكتراع كلمة الليجمنت مقطوعة او الليجمنت مقطوعة يعني دي الواحدة ده ما شاء الله ده احنا الواحد ايه اصبح اول اسمعك كلام زي كده اصلا ده في ناس منكم يا دكتور ما فتحاش الكتاب بالسباين احنا مش عايزين بس نضيف ايه ما نزعلش الناس يعني عادي على فكر انا هنكون طالب زي ايه كنتش بذكر الزفاين ده خالص يعني بس مش صح احنا ده ترو ما تيجي في التوارق وهتشوفوها كتير ربنا نسترع عين عمر طبعا هنه معرفتو زي دلوقتي ازا جنبوا الكلام ده ميبقاش اتروجينيك ركزوا بس وربنا صحي ده طبعا صورة اه واضحة جدا ل وجي compression تمام fracture وفلنبا vertebrary طيب ده برضو في سنة dislocation يعني نفسك 200 برضو dislocation ده بيخلي unstable وهكذا دي مفروض ما بيقولكم من نسترع ماشي بس مكتب وجي fracture برضو مم يعني هي vertical compression fracture يعني وال ligments تبقى انتك لان يوجي dislocation ويجري stable فاحنا مش معنى نوع commuted فاحنا نترعب اذا communication ده خطر لا حضرتك ما هو اللي وفي alignment كويس خلاص ده stable fracture اوكي ده وردو fracture compression fracture اهو تعاو انا اتكلم كميتين بحس عن spine كده عشان يعني اللي عدى من نقع عليه عدى واللي ما عدى اهو ويسمع كميتين اه الصورة دي بس سريعا كده fracture خلاص الصورة دي fracture لانتو معارفين عنها البوسيور ligaments زي ما قلنا are intact عشان كده stable وبالتالي spine cord بتعوير شوية nerve roots طيب لكن العيال ده بقى في cathrauma patient هي دي بقصة احنا عايزين نعلمكم cathrauma patient انو مش كلو هتلاعوا جراحين مخفو عصاب ولا جراحين spine horse ولا ولا هتلاعرف عايان زي دايك في طريقة مع اولا العيان ده لازم اي عيان trauma انت suspect ان هو عنده spine injury الرد في كل عيانين trauma نقطة يعني مفيش عيان trauma bully traumatized يعني rta او full from height عنده you have to suspect في كل عيان تقابله انه عنده spine injury ما ينفعش you have to suspect camda لازم نتأكد عن cervical cooler should be placed before moving the patient or the trauma victim يعني وهيت should be or must must be immobilized خلاص والعيان ان ما تيجي تقلبه عشان تبص على ظهره انتش بتقلبه لوحدك انت وتلاتة زمائلك بتقلبه as a one unit rolling over يعني خلاص عشان برضو ما تعملش later rotation فتعمل يكون عنده fractal spine فتعمله انت paraplegia ويا المصائب من دي يعني ربنا يحفظ ان بتحصل لها العيان عشان تعمل الوشك السيط كويس لازم تعمل احسن حاجة طبعا احسن تعمل ct طبعا cervical dislocation عشان نبص عليه كويس بنعمل حاجة اسمها x-ray enter view and lateral view في حاجة اسمها open mouth view عشان نبص على atlas bone اللي هي اول vertebral bone خلاص ولو عايز تبص على spinal cord soft tissue فاتم MRR لو عايز تبص على vertebral fracture كويس تعمله ct عايز تبص على spinal cord كويس تعمله MRI خلاص دي معلومات كده سريعة يا شباب ما تلاقوش الموضوع ابسط من كده يعني احنا بنتعمق في المعات ادو نقدر عشان تبقى شوية منها تفتكرها في الامتحان دي صورة MRI خلاص ليه MRI حتى علينا بقى البرتبرا الكلام سوري البرتبرا الكلام مش باين كويسة خلاص زي الصورة مثلا بتاعة ال X-ray ده L5 وده S1 في هنا الاسود بين البرتبري ده الاسود ده والاسود ده والاسود ده ده الانتر ديسك ده الانتر vertebral disc cartilage اللي هو اسمه fibrous cartilage لو تفتكروا كده من عائم الهيستولوجي المهم كان بوافعة اسمها nucleus bulbosis annulus fibrosis اللي فاكر منكو يعني او مش فاكر يفتكر انه الدسك ده لحلقة خارجية جاءة من fibrous اسمها annulus fibrosis حلو وفي content جوا او حاجة اسمها nucleus يعني اسمها nucleus bulbosis فما يقص herniation of nucleus bulbosis from annulus fibrosis هو ده الدسك هو ده ال prolapse disk أو disk prolapse الاسمه عنه في حياتنا كلها تلاقي حد يعني ربنا يحفظ رايبنا حد يقولك عني disk حد مش عارف جارك يقولك عني disk هو ده disk الكلمة دي خلاص يقول انت vertebral disk prolapse جميل العام ده يجيكي من loopback pain وعند root pain يعني لو في compression على L5 S1 مثلا يعني زي العام ده يبقى عنده compression على S1 root وصول وبعد كده يحصل له hypotheesia زي ما انتو دراسين كده في البطن تمام العام ده لو عملت straight leg test straight leg test يعني رفعت رجل كلها straight unit يزود البيت تمام ده من كده الدكتور السفاي عندما يجي يفحصه هي يعمل الحركة دي في العياء ده طيب العياء ده طبعا نحن هنا هنبص هتلاقي ال disk prolapsed anterior ليهو وده CSF على فكرة باين كده CSF باين بالمنظر ده واخد السيجنال ده في الMRI وإن ده fluid المهم يعني فهو عمل compression كده زي ما انتو شايفين خلاص طيب العلاق بتال عندي conserve طبعا ده أحسن حاجة في الأول يعني rest ينام على board under matrix يعني نحن ريجج تحت المرتبة وياخد الانالجيزيا ويخص طبعا وفيزيوفيرابي والعين ده طبعا لو بدأ يحصل motor بقى sensory affection ده 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 ما حسمها laminectomy يعني laminectomy يعني excision of prolapsed nucleus pulvosus كفاية كده عليكم في الاسباين وفي neurosurgery ده كويس اوكي يلا نخش على shift نبقى ديكم الصحة ده normal chest x-ray اوكي postural two view مش شايفين في حاجة ناهم منها جراحية مش هشرح بقى بطنة و cardioterotic ratio وال costovic angle وتفاصيل الكتير دي نهاشرح بس ان clavic اللي هنا كويس مش مكسورة وال central و trac مش shifted مكسورة costovic angle لو هنتكلم في hemothorax ماشي مش obliterated و fractures ريبس ده محي حي مدور عاية chest x-ray يعني في التواريق ده نيمو thorax hemothorax widened mleosteinum في الاورتك rupture لو يعني لحيط العيان في منظر ذلك ده عيان هو عامل انتو بصور انتو chest x-ray عنده multiple عيان ده عنده obliteration of right costovic angle مع يعني شوية opasty كده وغيرا زي rising to axilla زي المنظر ده كده ده طبعا لو عيان جاي من بيته ومش مخبوط هتقول لها blur effusion زي البطنة لكن نقول ك فتحان الجراح هتقول لي ده hemo thorax لكن لما تلاقي المنظر ده rift fracture نحضر واحدة بس رد على حاجة سنركز معاكو العيان ده عنده hemo thorax طبعا زي ما قلنا a b c d e طبعا airway breathing circulation disability exposure العيان دم هم قوي العيان دم عشان تعالجوا definitive management تعمل حاجة اسمها intercostal chest tube عشان ايه عشان يطلع الدم اللي جوه عشان ايه برضو عشان تمنع عشان تسمح sorry to be expanded او for lung expansion يعني خلاص وaddraining blood اللي جوه ده واول ما تحطش chest tube لو فجأت ان فيه 2 liters of blood نزله من اول مرة ده العيان ده indicated for thoracotomy يعني ده مش conservative بق ده تعمل له exploration عنده حاجة major blood vessel بخرخر مش هيقف طيب او لو لقيت الكل thorax hemithorax يعني نص thorax كله opacified او لقيت wide mediastinum فممكن تكون عنده orthic disruption لو chest tube بدأت تجيب 200 milli blood per hour for 3 successive hours لا انت مش تستنى بق اكثر من كده اعمل برضو exploration او لو مع associated with cardiac tambonade مثلا cardiac tambonade لازم تعمله exploration في الاول هتمن بريكارد synthesis as a temporary method عشان القلب يقدر ي contract لكن ده as a temporary method لازم نتعمله في الا exploration نشوف اين اللي ننزف جوه ده او لو العان عنده osteophageal injury اكيد osteophageal مش conserve عليها تعمل كنزرف ما رايش عليها فين التيوب ماشي حاضر اه هو ما فيش تيوب هنا انا ما قلتش فيه تيوب هنا انا بقول هنبركب شست تيوب لكن هوريكو صورة فيها شست تيوب حاضر هعجلنا شست تيوب اهي خلاص وممكن يساك عليها طبعا سخيفة شوية ماشي ده بقى عيان عنده اه جيت بلاك ترانسلوسنسي منعرفها ازاي طبعا انتشطر في البطن احسن مني الناحية التانية فيه برونكو باسك وماركين زي الفل لكن هنا ايه سواد زي سواد الليل كده جيت بلاك ترانسلوسنسي مين بيس انا نوتي سبيس طبعا دكتور حاضر هوريك مشكلة بس فيها مشكلة فين نرجع منها هوريك سورة ثانية فيها تيوب حاضر فده هايدرو دكتور اسمع المؤطعة بس هي بتسأل هي اصداحنا منحط تيوب فين نحوط نحوط انتركوستال سبيس مت كلافيكلر لاين او اي حاجة فيهم يعني ممكن تلاقي ناس كبق انتير اكزير لاين او ناس كبق ان بيتوين انتير اكزير وده عسن حاجة ما حد تقولك الهو بتحط فوق كلام دا كلام فاضي كله بنحطه في الايه في الدور اف دا اكزيلا طبعا لها لها باونرز معينة اللي يخشون انكم اما ارسيس هيحفظها بس مش نوقته خالص في دور اكزيلا باونرز بحاجات معينة كده بس بالاخر يعني يعني زمها كده بالتقريب بنقطها في سواء نيمو او هيمو ثوركس او هايدرو نيمو او يعني هيمو نيمو يعني خلاص خلاص فلا دا هيمو نيمو ثوركس لان دا نهيس يفترون ونحن في درس جراحة بش في درس واطنة خلاص فده جيد باك نيمو ثوركس وشفيه شوية ديفياشن على فكرة اللانج طبعا هي شكلها كلاشو خاص مش باينة واجه جميل اهو واضح واجه الصورة اللي بعدها نفس الكلام بس دا في او او دي بقى صورة دي غالبا هنممكن تجيلكوا ليه لانهوضح فيها دا عيان عنده راية تقنيم ثوركس بركزوا يا جماعة هنا في برونكوباسكولار ماركين كم دا انتم شطر فيه في البطن ولسه انتم حين بطن قريب دا برونكوباسكولار ماركين جاهو ماشي واضح ايه واضح ايه هنا لا هنا مفيش ولا بلوت بيسل واحد ما عدي خلاص كل بقى تكمبريز تحت هنا وهي دا رأي اثنين مثور اوكي لانهوضح هتعمله ايه طبعا دا مش تنشن ها تنشن بما عنده ميد لاي شفت رهيب الناحية التانية وطبعا عانست عندها مش كمين ديزنيا بتعمل تنشن تلانية تنبانيتك ريزونانس هيبوكسيك كده ممكن لان شفت ووند ساكن ووند اوب نيمو ثراكس يعني وزي ما قلنا تراجع الديفيشن ممكن تراجع بس هنا فيش تراجع الديفيشن اوكي بتحط تراجع الناحية تراجع الناحية في الناحية بين انتيريور and the mid-axillary line وتقفل عشان بتواجه في التوارئ بتعمل تقفل الساكن ووند ده الووند اللي قاعد بيشفت هوا ده تمام طيب يعني صعبة شوية مش فضحة قوي بس ده برضو ايه نفس الكلام هنا في bronchobascular marking زي الفول في right side في left side هنا في اه بس في بريفري مفيش المداي ودي اللاين اللي هو بتاع lung يعني colustive lung border بتاع ودي في nemo trucks يعني طبعا عنده ماذا عنده عنده طبعا ايه ادبانس عنه وده اوحش كده كل واحد دجري وفي nemo trucks يعني كلهم نفس العلاجة جمعا ده الصورة دي لو صورتها في يوم الايام خبيها خلاص عشان يعني شكلها clinical diagnosis زي الهرنية كده شونا نقول لك clinical diagnosis فتتمل لاش أشعة هو نفس الكلام ده clinical diagnosis العيان ده هيجيلك يعني زي ما لديكم اللي كانوا عمي في امتياز العيان منكم تنايب يعني شونا منشوف حالزة دي كتير ويعني بيلاقو زي الكتاب ما بيقول بالزبط العيان ده يمو عنده congested neck vein وعنده ممكن بلج في الناحية اللي فيها نيمو thorax وتمبانيتك resonance ده طبلة تمام زي نوب شغط وتبع severe distress وhypoxic والتراكية deviated ممكن تنسب كتينيس انفيزيما العيان ده مش محتاج اكسلية يا جماعة الصورة دي صورة ميديكو دي ممكن تحبس العملها فالبشن ده مفوط يتحط white poor مقاسها واسع يعني الماضي مثلا white poor cannula فين في second intercostal space mid clavicular العيان الكلام ده حفظ صام attention nemo thorax بيتشخص ازاي clinical مش x-ray بس خلاص x-ray مهودة عندنا فمضطرين نقول x-ray should not have been done اوكي وميديتلي نوست of time تعمل زي ما قلنا white poor cannula in the second intercostal space mid clavicular line الكلام الاجدد يعني كنتم حياتيا اننا بنعمل عطول theracostomy يعني حتى مش poor cannula اعمل theracostomy عطول افتح كأنك بتفتح لكي تضع chest tube بالضبط في anterior anterior ax-ray or mid-ax-ray line بس انت بتعمل rapid maneuver مش بتضع chest tube انت بس بتفتح الجلب وتفتح المسلز وتحط artery تفتح على الاخر عشان تعدي الهوى البرة خلاص تاكمان احسن من انك تحط تعمل white poor cannula بس عمستويكم يازم تخرج الهوى من غير x-ray white poor cannula second cross-space mid-cavical line خلاص نفس الناحية طبعا مش تعمل الناحية التانية احسن احسن رب fractured rib and septiculis lymphesema تحت التقديم التقديم يعني septiculis lymphesema تحسن الهوى تحت الجلد ويجب هوا تقطع تحت الجلد وطبعا ده مستوي الهوى وطبعا deviation of trachea وطبعا the breast the diaphragm وقلنا الصورة تتخذ عليك هذا مقا يوجد coin shadow coin like shadow or big shadow ده احسن cannonball metastasis يعني يكون bronchogenic carcinoma يعني يعني ربنا عينكو وممكن تكون broncholadenoma كل الحاجات دي ممكن تبقى في العيان ده خلاص ونكون lung abscess طبعا لو في abscess واسعات في air fluid level طبعا في bronchogenic carcinoma طبعا طبعا ممكن طبعا من خلاص تخذ CT godic biopsy أو bronchogenic carcinoma وطبعا حسب السمدوم في العيان يمكن عنده رأيان 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 طبعا ممكن الدكتورة bronchialadenoma أبرا ممكن فيها منها large ومدعم كاليبر ومدعم ومدعم كاليبر ومدعم ده ديفريشن ديجنوز ومدعم وممكن كارسينات 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 حسنا حسنا قبل كده multiple كده و طبعا عنده برده برايمري ما ليج ننسي وبالتالي انتحققت وانه متاسس يعني ده نابس الكلام ده 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 يعني طبعا في الجاية بسرعة نقول ده ممكن عنده برفريتس بسكس أو أكيد عنده بطنه مغير ما يكون برفريتس في الفيسكس أو يكون حتى بس لارج بقيل بقيل وراء بقيل مخلوم مخلوم بس هو قليل ده غريبا مخلوم بس بس بقيله لكن لما تجد المكان يمكن روض تبعا اه في كومي وتشوف ايه عنده سبسس غالبا ممكن يكون بريتونيتس وتعملوا طبعا ميدلاين اكسبلوريشن عنده شفحتك CT خلاص انت عرفت ان عنده عنده حاجة مخرومة جوه مش هتستنى عليها تعمل ايه عنده تعمل ايه عنده تعمل اكسبلوريشن وتشوف ايه اكسب البرفوريشن ده مشفحتك CT خلاص تتورق اما يجيلك عيام عشي استيكس ريفي عنده إيران دافرام هتلاقي عنده بورد لايك رجيتي تعمل ايه عنده تعمل ايه عنده تعمل ايه عنده دافراماتيك هرنيا خلاص لحظة عادة بس اشرب حاجة اعرفوا يعرفوا positivo طبعا هذا الطفل ده بيتولد طبعا اعرفنا ازاي الاول ليس بتبعد على عشعة كنتان انت رايفين طبعا الايه عنده التحديم هنا تكونتوروا اسط خالص ديزنية وهايبوكسيا وسيانوزيز وسكافويد أبدومين ويتيجي تقول له إذا كنت تلاقي دولنس في الأبدومين أسسرى في الدولنس بالبركشن يعني في الهيميو في أوركس الشمال أليما طبعا بالليفت سايد أكتر من الرايت سايد كونجيرت لفراموتك هيرنية بوكداليك طيب أكتر من المرجاجني طيب العيان ده ممكن عنده بلمونري هايبوبليزيا عنده بلمونري هايبوبليزيا العيان ده تركيبه رائل تيوب هتلاقي نزو جهاز تكتوبة نجي تي هتلاقيها وصلة جوا الشيست مش وصلة للسطومك إن السطومك جوا الشيست يعني العيان ده ممكن تعمله إيكو عشان تأكد نظر كونجيرت هارد الزيز لأنه سيناتك هل يجب أن تعمل له أكسجينيشن طبعا كوي قوي عشان تعيج الهيبوكسيا وأوبرا تتمنج من تحت تعمل الهيرنية كلها الأبدومين ثاني سواء أبدومينا أو ثراسك أبروتش في استخدام الأبدومينا وتعمل الربير أو الدفاكت ده خلاص؟ رجعوا برضو على كونجيرت الدفاك بتكهرني عشان ممكن فيها شوية معلومات تاني ما أكونش قلتها بس يعني تبقوا عارفين إن هي سوائل حسنا حسنا أهي الشيستيوب أهي الشيستيوب أهي خلاص العيان ده مركب شيستيوب إن عيان ده لك شيستيوب ليه أنا مش عارف يعني ممكن يكون كان عنده نيمو ثراكس وبيتحسن في الوقت يتحسن وممكن نشيلها بس هو عنده واضحة خلاص فدي برضو غالبا من الأسف يعني حاجة أهي الشيستيوب أو حاجة لو ده ترومة يعني لو مش ترومة بقى يبقى العيان ده ممكن يبقى عنده جويتر في سواء ثايمومة ثايمس جلاند كبيرة في ميدياستيوب يعني خلاص أهي الشيستيوب تمام ممكن ننفنود اللينفومة كبيرة يعني الوايد ميدياستيوب للشادو ده بتعمله سيتيوبة وتشوف أي قصته لكن لو ده ترومة لا ده عين عنده أورتك رابشر وغالبا طبعا يعني هيموت في اللحظات وده الأول ما تشوفه اصلا اوكي هناخد بقى الفاسكلر نعدها الفاسكلر بسرعة كده ناربنا نخلص ان شاء الله ده نورمال أبيرانس أوف أورتوجرافي الأورت مرسوم اهو حتا اكتنا اصلا المهم يعني المهم يعني المهم يعني ده الأورت مرسوم ليس دايليت ولا حاجة والكونترست ليس وقفة في النص في أي حاجة ونفس الكلام هنا ونفس الكلام وبعد كده الاكستينتيني ينزل تحتك البلبس وبعد كده الاكستينتيني بيكمل اللي شنجي يكون ثمورال تحت ده النورمال ده نفس الكلام اكستيني كهم نزلنا به تحت كامل بقى كومان ثمورال كومان ثمورال بقى سوبرفشي ثمورال هنا وبعد كده عمل ديف ثمورال اللي فرق بينهم ايه؟ ان الديف ثمورال بيخش ناحت العظمة شايفين؟ بيدي نيوترانت نيوترشن للعظمة زي ما انت شايفين كده لكن السوبرفشي ثمورال ده كوندوي يعني كوندوي يعني يوصل الدم البليتيا تحت موصلة يعني لكن اللي بيسابلاري المسلز الثاي والعظمة هو البروفاندا ثمورال ديب ثمورال تمام؟ وده كاملنا تحت البليتيا الأرتري على الباكة وبدأ يعمل انتيروتيبيال اللي عمل ركبة كده لقدام اسمه انتيروتيبيال والمكمل ده على الكونتينيوتي بتاع البليتيا ده اسمه بسيروتيبيال خلاص؟ اوكي طبعا هذا الأورتوغراف ده بتترسم ازاي؟ ممكن حاجة اسمها retrograde method انه هندخل دينجر تكنيك من ثمورال يعني مثلا اليمين نطلع منه نحقن في الأورتة فوق فالأورتة تنزل ترسم بقى الرجلين خلاص ده اشهر حاجة او لو انت عايز ترسم لورلمب واحد ممكن تحقن في ثمورال او لو انت عايز تحقن بقى من ظهر العيان نطلع من نطلع من نطلع من نطلع من اللحن اسمها القسطر او نبتح انبياء الكلام ده يتعامل translumbre orthography الصوب يقطع سمعيني كويسة دكترة او عند الدكتور بس زمائيل نعم سمين حضرت اتباعي المخلص لدينا مشكلة فالعيانة ترانسلمبر اورتوغرافي او يحجب عنها اليومين دول خلاص بيبقى فيه بنحقن السابقة في الاورتة فالاورتة بيترسم زي ما هو ان الاورتة مرسومة زي الفل في اللي فاتت دعوش البيترسومة بمساه جيدة بمشكلة تماما الاورتة مرسومة هنا وبيرسم الريت كامان اليك وينزل هنا يعمل إنترنال إليك اللي هو دخل على البلبيس وهو ويجي إنترن إليك ما تلاقوهش خالص مفهودي ما مرسوم هنا وتلاقي كوللاترالز 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 It means that chronic ischemia خلاص؟ يعني ده مواصل للرجل يعني مش مش مواصل بس واصل بالكوللاترال وأقل طبعا Not well perfused زي الاعيان اللي انتشفتوه في الانجيوغرافي الطبيعي اللي فات هاي ده سهل تلاقي انجيوغرافي الطبيعي؟ لا الانجيوغرافي طبعا بتعمل للعيان اللي بشيكي من سمتمز وبسكيميا وبالتالي يعني حاجة مهمة جدا ان الانجيوغرافي ده بتعمل كبري أوبراتف يعني انت once قرر تتعمل العيان عملية او intervention يعني سواء قسطرة او هتعمله سجراحة bypass surgery او end arthrectomy او هتعمله percutaneous يعني انجيو بلاستي وستنت لو مش ناوي تعمل ما تعملش الانجيوغرافي او هتعمل الانجيوغرافي وستعملش الى لو داخل تعمل management لو conservative management انتباعه هتعملش الانجيوغرافي فالعيان ده عنده اثنين disease right side عنده right command iliac right x iliac والlift ده ضل مخاطص مفيش اي حاجة left command iliac مقفول طيب عمرنا ما نقرر هنعمله ايه العملية الا بعد ما نبص على لو يكون عنده association كمان لموبليتيال وفامورال تحت يعني فهميني ما عادش بيحكم على bypass surgery الا ما يتاكد ان ال Levels تحت سلكة عشان فيه حاجة اسمها take off zone في حاجة اسمها landing zone يعني انا بطلع من حتة معينة زي الطيارة كده بانزل بطلع من حتة معينة في bypass وانزل landing zone في حتة تنفع انزل فيها يعني حتة لايه فيها run off run off يعني ال contrast معدية بعد وانزل بطلع من حتة معينة وانزل بطلع من حتة مهمة ماشي ده بقى صورة جميلة دي ممكن تيجي ليه؟ لأنها واضحة وسهلة وهو ده اصلا بيعني good prognosis دول ده عيان اوورطة هوا اتصور ازاي ومش واضح هندي هنا ممكن يكون هنا فيه اسطرة ماش واضح ايه بصراحة مش قادر احكم بس ممكن ده retrograde يعني تصور المهم بس لاش ترانسلمبر يعني المهم دي صورة انجيوغرافي ده قورت ده common iliacimine common iliacimale external iliacimine external iliacimale internal iliacimine internal iliacimale هنا في بس كده استيناتك سيجمينت صغير شكله يعني short segment وبالتالي ده بيخليك عدود تفكر في الانتربنشن الراديولوجي انك تتخش بقى بيركيتينيس وتحط استنتا حسب ما انت عايز تحط استنتا او لا او لو زمان بقى قبل ما فيه اسطرة كما بيخش منها اسمها end arthrectomy ان هم يفتحوا الارتري ويشيروا الاثيرومة بعدها خلاص بتاشتعمل بدل فيه اسطرة عندنا يبدأ اسمه left common iliac disease احسن حاجة ليه angioblasti transleuminal angioblasti percutaneous transleuminal angioblasti plus stenting اوكي طيب اللي عنده بقى ممكن اشتكي من ايه في رجله klonic schemi طب طب ده حاجة اسمها digital subtraction angiography اما تلاقي كده angiography وما فيش عظم يبدأ اسمه subtraction يعني subtraction ده حاجة الكمبيوتر بيعملها بيشير كل العظم ويسيب لك الارتري 3 بس خلاص وكمان الارتري ببان سودة يعني ال contrast اللي فيها هنا ايه بابيض لكن ده بان سودة كأنها النجد في فيلم بتاعها المهم ده عيام اسمه دي اس اعرفه ان الارتري متلونة اسود ومفيش عظم حواليها وده اهم كلمة العظم لانها بيعمل subtraction للعظم فانت شاهد الوقت وكمان الياك شمال متكمل اكسين الياك متكمل في مرة مش عارفت تحدد قبل عشان فيش عظم بقى تمام فده كومان الياك وده اكسين الياك مقفولة هون بقى ده انتنا الياك داخل على البلبس اوكي العيام ده مثل دي اس ايه ان هو مش محتاج ان تكنيك مش محتاج بس او تخش باب ابرة ويحصل منها ويحصل ان سبغ الياك لا يحتاج لأ ارتريال canulation لا يحتاج لأ ارتريال canulation it's IV IV intravenous يعني contrast اوكي ده عنده بلوك راية اكسين الياك ارتري ما ننفعش نقول هنعمل ايه ما قدرش عارف بايباس سرجري بقى ولا نعمل ايه ما انا مش قدر عارف تحت الليفل تحت ايه في مرة الفتحة لا دي ما نحكم عليها بس long segment بتعامل bypass surgery لو short segment زي بس نشوف من شوية ويعمل instant اوكي طيب دي صورة يعني صعب تعرفوها غير ما تشوفوا normal angiography اللي ورثو لكم من شوية رب يرجع مع ايو ويرجع مع اهو طب كويس احفظوا الصورة دي كده شايفين common femoral ماشي ازاي بعد ما كان external بقى common femoral بدأ يعمل superfichial femoral اللي هو parallel ايه لي ال shaft of femoral خلاص مش بي مش بيديها اي حاجة ده اللي بيدي deep femoral ده اللي بيدي ايه دخل على العظمة ركزوا بقى كده مش هتلاقوا superfichial femoral في الصورة دي هتلاقوا الارض الكماشي موازي للعظمة هنش موجود اوكي هتلاقوا بس deep femoral بيدي ان يترش انه للعظمة وال muscles muscular branches اللي هو profunda femurus يعني والسببرفيشي femoral مقفولي ولا عنده عنده right superficial femoral artery occlusion اوكي ولا عنده بيحتاج اي بقى بعد ما تأكد تحت ان المبليط الارتري رسم بعد الكل رسم تحت هتعمل بيتيال بيباس سواء بقى long softness in situ او تعمله او او reverse softness لما تعمل reverse softness لما تعمل softness in situ وتعمل حاسم volvotomy تقطع الvolvus تخضر البلود فلو يمشي كوي اي مزاكرين بقى نظر مفروض يعني المهم دي بقى صورة اهي الارتري يمين اهو ماشي موازي للشافت مستخبى هنا ورا superfishing femoral بس برشادو طلع من وراه ويمشي البرشادو بيمشي برغة لشان البلود تحت كوندوية ارتري بيوصل الدم من البلود بس لكن ده دي femoral هو من blood supply of the femoral و the thigh كله لكن الفيمر هنا مختفي بدأ lift femoral artery disease او 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 ده بقى lower femoral ده برضو superfishing femoral artery disease برضو stenoz بس ده ممكن بقى هل يعملو bta بالوقت فيه stenting بقى الحقات الصغيرة برضو 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 مين بيس الام الى بيس الطويل تتكلم معي دكتور هتوق كده اني بيس مايك بايس طيب انا مش قادرة فيلك اني بيس ما هتوق مين طيب البيس الطويل ده هنرجع للصورة ممكن نقدر هتخمن انت عايز تقولي ايه غا انت كلمة بتتكلمي على deep femoral ماشي هنرجع بقى طيب هنشوف يا دكتور حاضر هنصر فواريجي صورة حاضر بس ده بدأ ايا بس ال a superficial femoral هو ماشي موازي للعضمة خلاص و بنعرف زي انه superficial femoral لانه هو بينزل الكامل الابليتيا لتحت هو في الفصة اوكي انا مش ناسي سؤالك دكتور حاضر بس لحظة ايوه اهو بدأ اياد معي اهو بصي بقى دكتور ده ده راية superficial femoral اهو ماشي موازي لل femoral لكن ده ده ارتري مستخب وراء السوبرالفير femoral ده اللي هو deep femoral اللي هو برانشاته هنا ظهر من هنا الارتري جميل او بيتاني deep femoral بيخش نحن العضمة وبينتهي جوة العضمة لكن السوبرالفير femoral بيكمل موازي للعضمة عشان يبقى بريتيا لتحت اظن كده السوبرالفير ان شاء الله دكتور هي تقريبا بتسأل على السورة اللي قبلها ماشي السورة اللي قبلها ده الارتري انتقول يا ارتري صويل لا يا دكتور بينتهي هوف العضلات مش بيكمل تحت موازي للعضمة قرني السورتين بعد كده السورة عندك قرني وهتلاقي انتقول الارتري حمد لله طيب تمام كده كده تفهمتوا طبعا يعني انا انا لو فحط امتحان او الارتري ان شاء الله بحط امتحان هيجلكم صورة زي دي اللي هي ايه ممكن تقارن بينهم يعني مش الاصعبة عليكو يعني خلاص كواس او انكم تعرفين انجيوجراف يعني وبنتكلم ده كده حلو قوي ده بقى سورة بيكمل بيكمل بس هنا بقى مقفول هنا سورة بعدها برضو نفس الكلام ده بقى هنا بردو بيكارن كالرجل اليمين برجل الشمال رجل الشمال بمرة ميكمل مثل الفل هنا مرة واحدة وقف خلاص وفي ده بقى فراكشر ده ابر و ده بلوني ماشي وده ابر تيبيا و ابر فيبيلا يعني ابر تيبيا المهم ده بيؤدي الى Injury of Lower Pobletyal Artery خلاص صورة مش حلوة قوي بس يعني طيب ده صورة CT Abdomen يريب حد يتفعل معايا وقول لي With Contrast ولا Without Contrast With Contrast برافو عليك عشان اقورتها بنور وهذه Right Cross والLeft Cross وهذه Kidney اليمين وهذه حتى Kidney الشمال عشان اعلى شوية اليمين لسه هنا فانتشي و اليمين وهذه pancreas ماشي طيب خير حتى نخش على بعد تان normal يعني ماشي استحميل البرازيشان بطيء شوية في الحركة مع رش في ايه طيب ده بقى صورة يعني مش هقول لكم Command دي يعني يكاد لا يخلق منها امتحان كل زنب يجي اللي هو Abdomen Ortex يعني صورة سهلة ويقدر يستطيك فيها براحته وانت طبعا ذكروا النظر بتاع بعض الشفطر فدعته بسهلة ان شاء الله ده بدون الأوض بص يا شباب ده اي في contrast ديف انت شايف ال contrast جو اليومين طب ايه بقى ال 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 بسهلة الديامتر بتاع الأبنوريك أنيوريزم اللي بيسل على الكالسفكيشن هقول له حاضر الديامتر الأبنوريك أنيوريزم هيبان ده فقط يعني ما تكتبع الأنجيوغرافي هيبان اليوم من اللي هو الفولس الأنجيوغرافي مش يواريك إنه فيه اليوم من بره كالسفايد اللي هو الدايرة اللي نقطة أبيض دي من طرفت كده كالسفكيشن الأرثيس كيروس يعني وهذا بريز بوزنج فاكتور في أبنوريك أنيوريزم يكيين كلنا عارفين من المرمى دي نقطة أبنوريك أبيض بسكيين أيضة حاش الاغ翻ل кан trip تمام? ف lengthy أثئر أثئر تغييبان Saul فاليوم الغياد атجيوغرافي ما هيبيانه صغير ف Beats iii bum وبالتاني الانجيوغرافي اللي هو conventionAL اللي هو بتاع الא requires لتاليوم للاه blur احسن حاجة التاري absolument الاتا Opportunity يعني أبدومين وفيه حاز ماسي يعني شغرا في أوروك كمان شويس العيان ده واحدة واحدة كده The most common frequent طبعا يعني أنيوريزم في الجسم وفي الأورتك أبناء وأنيوريزم إحنا وقلنا طبعا اللواء كومان في الأولد إيج ميل وغلابا بقى سيمتوماتيك على فكرة بيكسوفه بالصدفة لو حد بيمن ألترا ساوند يشوفه ساعات النظر سواب يسنام في السكينينج في الأولد إيج وممكن يعني الشيكي من باك بين بسبق كومبريشن على الفرتبري شايفين؟ شايفين الفرتبري؟ لو الديامتر بتاعه بالسي تي إثناء لأنه خمس سمتيمتر أو أقل وما فيه السيمتومز بنعمل قبل العيان سكينينج كل يعني ست شهور نشوف الديامتر بتاعه بيسيده بيقل خلاص لو سيمتوماتيك يعني عامل باك بين بدأ يأثر على الفرتبري الديامتر بتاعه أكثر من خمس سمتيمتر ده لايكري اللي هو سيأتي بيقل خمسة خمسة ونصف معبودة هيبرتنشن مثلا لازم نعمل ساعتها ونعمل حط حاسمها أو ممكن نعمل حاسمها اللي هو اسمه نحط بقى بقى برضو مش كل عني مفعلهم الإفار بس بيحصل فيه حد بيسأل دكتورة طوقة لو فيه رابشر وفي أنيوريدم فيه بلسنج ماسا لا أيوة طبعا في بلسنج ماسا هو الرافشر ده ده دكتورة لو حصل رابشر يعني 3G بريتونيام يعني هيموت في لحظته الرافشر ده غيران بيبقى كونتيند نعمل هيماتومة وفي الرافشر ده بيبقى ياخد وقت يعني ممكن الرافشر ده يستنى عاما يخش العمليات يعني مش بيخش لوو ميجيك يعطوه بتوع تنزل بلسنج عاما تحضره العملية بس طبعا بس لوو مش أي عيار رابشر بيموت بس حاجة بتكلم أي رابشر ليس بيموت لعب الشرق لو ريتل وبريتونيال بيبقى كونتيند ده ما تقوم اوارا مش بيرابشر بص الاورتان ده متر بتاع عمي ازاي وبص وين بقى مش IV يعني مش شايف سابقة بصراحة طب إيه اللي هابلت ده لا ده بيبقى بيبقى زي الستون كده بيبقى الهايبر دينس واده مش باين الميورو ثرومبوس من اليومن لانه سيتي without contrast الدم جوه عشان بها بها بلاد كلوتس فمش باين هنا فهمتو يا رب يكونوا فهمتو ده بقى صورة مش عندك وجد يعني جد في انتحان قبل كده نجي مرتين تلاتة دي صورة leaking أو ربشر يعني orotic aneurism هو عيان راح يعمل CT هو أكيد مش عيان ميت ما هو ربشر orotic aneurism وزي هم تخيلين هو اول ما ربشر هيموت لو انتر بريتونية يبدأ مش هي يعمل CT أصلا لكن ده عيان كان كان vital stable من انها دخلت MCT خلاص بعد كيك soft CT no عنده content leak وراه ريتر بريتونية اللي بينزف ه خلاص بس ده وزاوة contrast يعني وده classified wall احنا اخر sclerosis فالسراج لو جدت لك اقول aneurism انتحا وليه دم يعني اقول ربشر انتر 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 صح لانه غريبا زي animation بس ركل reconstruction يعني ثم انت 2D reconstruction 第二 انتر الخط ارجها bln إنفرارينال أورتك أنيوريزم على فكرة أورتك أنيوريزم أصلاً بيكون إيه؟ إنفرارينال طبعاً فلن لم نجد معرفينها خلاص؟ أوكي إيه الثانية أريد أننا أعرفوا؟ كفاية كده على أورتك أنيوريزم خلاص أجي إنفرارينال وسعب بإنفولف الكومنت إليك لنحييتين لاسيتي عن جيوغرافي و 3G construction ده عياني عنده حاجة اسمه Cervical Red واحدة واحدة Cervical Vertebary تبقى Directed Downward تبقى Directed Downward تبقى Directed Downward لكن الفراسك تبقى Directed Upward كما ترى عندما تجدوا أي رب طالح ستجدوا خارج من Transverse Process Upward عندما تجدوا Transverse Process Down وخارج منه رب هذا هو Cervical Red طبعاً لو أنت عمل نيك إكس ري محترم وصل لغاية تبقى من أول المندب الفوق ومن أول نيك يعني تعدى البرتبري لغاية الشيست ستعرف أن 7-1 خارج منها رب لكن لا تنسى أن يعد هنا لكي يوجد نقطة إكس ري يعني هذا ليس كيف أن تعدى البرتبري لكي يوجد نقطة إكس ري محترم لكن هذا هو أول رب النورمال وخارج منه رب هو Incomplete نقطة إكس ري محترم نقطة إكس ري محترم نقطة إكس ري محترم نقطة إكس ري محترم يمكن أن يكون محترم كي يكون محترم وضع وقع وضع ويقدر يمكن أن يكون محترم على الأساس وهذا لم يكون محترم البرتبري قدام مع السترنم. وممكن يبقى انكمبليت مش ارتكليتينك. بس يعني. طيب. اوه ممكن يعمل ايه ده بقى لاترا سيفايكا الرب. اوكي. هنا ورده انكمبليت اهو. وده انكمبليت برضو. ما عملش ارتكليشن مع السرنم قدام. في الغالب. ممكن طبعا يبقى فيبرس ممكن يقبوني. مهم العيان ده هيشتكي من لو اشتكى. ما يحصل معها تي او اس. ده دعاء الدكتورة ايماني اعياته. اواتلت سندروم. اللي هو ثراثيك اواتلت سندروم. بالضبط كده. تي او اس ده بيحصل كومبريشن اوف سب كليفين ارتري. كومبريشن اوف سب كليفين ارتري. مش الفين. الفين قدام السكالينس انتيريو. وهو كومبريشن بيحصل على الهيستركشن بهايند السكالينس انتيريو عموما يعني. المهم يعني بيحصلة كومبريشن للسكالينس انتيريو ده. ايبا الكوزة اوف تي او اس. يكون العموما ده مش سيفايك الرب اغري سيفايك الرب. ممكن يكون ممكن تكون مال يونين اوف كلافكيل وده مش كومن قلنا. مش كومن يحصل منه تي او اس. او ممكن بانكوسي تيومر لو اوبكال برونكو جنيك كارسينومر. وعاملة انفيجن. او كومبريشن. وطبعاً لما بيحصل بقى افكشن لللور ترنك. بيحصل سنسوري افكشن للألنر اسبكت. افكشن للألنر اسبكت. اللي هو يعني C8 و T1. خلاص. T8 and T1. وممكن يحصل موتور افكشن للسمو المصل بزهان لأنها برضو سبلايت بC8 و T1. اوكي. اول عن ده ممكن يشترك طبعاً من ساكن ريناس في فنومنا في دراعه. بكونيكس كيميو في الابر لنبي وكوليكيشن بين. كل الكلام ده يمكن يحصل من ايه؟ في راسك او اسم بروم او سيفايك الرب يعني. طبعاً علاجه انك هاتيه سيفايك الرب يبدأ. اوكي. اوكي. اوكي ده برضو نورمال Ct او ده هباتو بيلير يجمع. الحنو نحنا خلص. هذا فايل بيقول ايه بقى؟ ده Normal CT خلاص ماشي ده Without Contrast هنا اللي فات ده كان With Contrast ده Without Contrast هذه الأورطة وهذه IBC وهذه Right Kidney وهذه Lift Kidney وهذه Lever فده Without Contrast والأورطة من الشغال تمام اللي بيس أسفاء كربت طبعا ممكن ولياترى طبعا 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 ده هنخش بقى على الصورة اللي بعدها ده ERCB يا جماعة يعني ERCB ده بقى يعني لعبتكو بقى ده راحة عامة اللي ذكرتو في النظر Endoscopic Retrograde Cholangio Bancreatography يعني ايه؟ يعني بعمل برسم By Endoscopy وليه Side View Camera بخش أعمل أحنسابغة أعمل Canulation of the Deutena Babilla اللي هو عند الأمبولة أو Better هم هنسابغة في أرسم CBD ورسم Bancreatic Duct عرفتي زي إن دي CBD هتلاقوها على ال Right Side كلها موازية كده لل Vertebral Column لكن المعدية Crossing Midline دي Bancreatic Duct هجمتوا الفرق بينهم ايه؟ إن ده Bancreas معادي Midline لكن ال Hibato Peleary System في ال Right Side في ال Lever ودي كل بلادر مش شرط ببين مش شرط ببين في ERCB ولكن ممكن تبعه زي ما الصورة دي بعينا من Normal ERCB خلاص؟ اللي بيسأل فيه حد يبعد جاء ايتيه؟ لا أهو جاء ايتيه إن شاء الله أبر و لور و Hibato Peleary والأجماعة تاب يعني معلش يستحملني شوية أنا والله برضو تعبت بس أنا مش هينفع أن أوقف لأن إحنا ممكن ما يعرفش لأيه وقت تلاش فحلوكم معلش طيب ده Normal Appearance of بصوا بعض شوطوا عرفين ده إيه؟ ده Intraoperative Cholangiogram Gram يعني برسم Cholangiocool يعني Bile Angio يعني وعاق يعني وعاق البايل اللي هو يعني Bileary System يعني يبقى Cholangiography Intraoperative جوال عملية ده نورمال بتاعه يعني نورمال بتاعه يعني دلوقتي رسمت أعملت كوليستيكتومي أو لسه هعمل كوليستيكتومي دي جول بلودرستون زي هي؟ شايفينها؟ في شادوز هنا كده مش مشكلة قوي حطيت أسطرة عن السيستيك دكت ده جول العملية يا جماعة نفتح مطل العيان ماشي؟ أو لبرسكوبك حتى بس يعني نفتعد إن هنا إيه؟ جراحة فحطيت أسطرة في السيستيك دكت أعطيت أسطرة في السيستيك دكت زي مصطرة فوق أهي؟ واحتحة أنت فوق طبعا وتحت فبدأ الكنترست يمشي فوق شوية وتحت شوية رسم فوق الكمان هيباتيك دكت ورسم الرايت بيلياري سيستيك والليفت بيلياري سيستيك والليفت بيلياري سيستيك يعني وتحت هده رسم السي بي دي ورسم الكمان بالدكت ورسم الفيثري أبيرانس أو في دي دينام اللي هو عامل زي ما انتوا شفين كده اسمه الفيثري أبيرانس أو في دي دينام يبديني الكاسس الكة لا يوجد سيستيك دكت الحمد لله لا يوجد فوق أو فوق تحت فدلك كويسة أنا أقدر أعمل المرارة و أنا متأكد أنه يوجد سيستيك داخل الـ سي بي دي خلاص؟ كما بيلياري سيستيك هل سيستيك كمان بايل دك تختار ايه متفق عليه جماعة النورمل ده ما حدش يسئل بيه ده اهم بكتير انكتب وعارفينه عشان ما ديجي انشتعبت الابنورمل ما تعدوش لغباته ده حاسمة تي تيوب كولنجيوغرافي تمام تي تيوب طبعا انا اعمل الابلاها ده اللي هو الانتراوبرات الكولنجيوغرافي عشان اتأكد ان ما فيش ميزد ستون مني يعني ما اتأكد ان ما فيش حصوات في السي بي دي او فوق بروكسيمال في الكومان هباتيك دكت وانا هخرج من العملية باكل عني يجيل بجوندس فنازم انتراوبرات اتأكد ان ما فيش ايه ستون بروكسيمال او ديستن ده الكلام اللي بيقوله بكتاب يعني حتى نظام الشيء اللي بيحصل طيب هنا بقى نورمل تي تيوب كولنجيوغرافي يعني اها الوقت بعد ما عملت سي بي دي اكسبلوريشن كومن بايل دكت اكسبلوريشن ده يا ان عمده وبستركت في جوندس حاولت تعمله يارسي بي فاشل معاليت فترك خرج الستون فاتطررت تعمل Exploration of the common bile duct جراحيا فتحت الكون بايل داك طلعت الستون عملت فلاشنج كويس بس انا مش قادر اعرف انا سايب حاجة proximal distal تحت هنا مش قادر شوفها طبعا في العملية دي وراء الديودينام خلاص او ساعدل بجوه الهدو في بانكرياس او في حاجة فوق انا مش شايفها في الليفر من فوق انا شايف بس الكون بايل داك صدعانية فهم حاطيت حاجة معها تي تيوب يعني تي تيوب يعني تي تيوب على شكل حرف تي زي ما انتوا شايفين كده اقوم قافل عليها common bile duct جميل واقوم نوصلها برا على يعني كيس جامع بول او وصلها دع الدرنقة يعني تمام وافضل ادرين البايل دا عشر تيام مثلا وطبعا المنظر انتوا شايفينه دا دا مكان الجرح طب ايه المنظر اللي باين مثل دا دا skin clips اللي ورثها لكم قبل كده في محارة القوسكي في بقى الجلب فده skin clips يعني دا من اخي كده right subcostal incision دا right subcostal incision وعملنا cpdx وشننا الستون وعايزين نتأكد في حصوات فوق ولا تحت فانا ايضا انت هقف كلودوكوسكوب ما عنديش مسلا حاجة اسمها كلودوكوسكوب دا جهاز غلي جدا ومش اعجب داعي في استخدمه ان اخش جواب بنزار اسمه بنزار كلودوكوسكوب اخش proximal distal واشوف لو اقضر اعمل كده واتاكد ان فيش حصوات distal او proximal خلاص انا اقفل العيان وما احضش ttube لكسان انا اعجز اعمل ttube كلانجيغرافي بعد 10 تيام يبقى العيان دا اعاده عندي في المستشفى وتابعه كويس عشان يدرين البايل عشان خلال عندك الاوبستركتل في نازم اخرج البايل بعد كده اقوم مودي مع دكتور الامتياز زيكم كده ان شاء الله كلها كم سبوع وتروح المشاوير دي تيجي لي تقول لي ان العيان دا ttube كويس يعني ايه كويس يعني مافيش proximal filling defect or distal filling defect والسبغ وصل غض دي 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 نم يبقى الدنيا ماشي زي الفل خلاص اي العيان دا هقولك روح شيرله ايه ادرناها او ttube يعني تمام وهتقفل لواحدها الباثوي دا طول ما مافيش obstruction مش هتقفل بلي ريفيستو لا يعني طيب تعالي نشوف بقى الصورة اللي بعدها دا بلين ايكس راي بس دا مش نورمل دا عنده حصوات قد كده هو في الرايت اسبت منتبعا صعب تكون كيد ميديا بشكلها جول بلادر وإيه والليفر كبير ومنزلها تحت شوية هبات وميجالي مثلا في جول بلادر فيها ستونز هنا دا مش كما خالص على فكرة الجول بلادر 15% او اقل يكون ريدي وباك عطول بتواريدي لوسيد والتراساوند بشخاص دي برضو ملتبول جول بلادر ستونز بحسنا عشان نتأكد نعمل لادر الفيو نتأكد ان الستونز دي ام فرانت او برتبرا كولوم نبقى دي جول بلادر طبعا ما حشب الكمان دي خالص هبنعمل ايه التراساوند وخلاص طيب دي حاجة اسمها برضو حاجة يعني رير تو بي دون دلوقتي مش موجودة أصلا بس موجودة في الكتاب ممنزل معرفها oral cystography عبارة عن ايه عبارة عن انك اللعندا بيشرب سبغة بالليل قبل ما ييجي فيحصل لها concentration في ال liver يعني يحصل لها concentration في جول بلادر فتعمل كوليسيستوغرافي ده oral كوليسيستوغرافي فيبين الريديولوسين تونز الكتير اللي هو جول بلادر اللي مليانة كونتراستهي وهنا فيه سيطر استون طبعا كيام ده طبعا عفع علي الزمن شخص كيام ده نعم التراساون دي بقى الصورة اللي جالك في انتحان ان شاء الله دي صورة فيها جول بلادر اللي جوال انه اسود ده جماعة الفلاوت بيبان في التراساون دون اسود خلاص hypo ودي hyper ودي في مسميات في التراساون اكاوك اكاوك التراساون دانس وهايبر دانس وهايبو دانس مر اي لو سيجنل وهاي سيجنل الاكس ريديو باك ورديو لوسن المهم ده فيه جول ستون وفيه وراها اسمها acoustic shadowing يعني ما انتو شايفين اسمها acoustic shadowing الصوت بيجي هنا ويعديش فتلاقي ورا ان acoustic shadowing ده طبعا نفس الصور اه جماعة ده هنا ستون في gold ladder وعمل acoustic shadowing وراها وهي وانا فيه كذا stone اي 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 المهم يعني لازم انتو بقى عارف ان دي simple maneuver non invasive رخيصة cheap available اي وقت 3 طول التوارق مع صناعة عطول مش time consuming زي حاجات تانية كتير بيديتكت حوالي 98% من البول stones و less accurate individualization of cbd يعني combine duct مش ما تعملاش assessment كستو يعني مما انفعش تشوف الستون جوا بال ultra sound سهول لكن ممكن نشوف ده متر بتاعها اوكي نبص على ده متر بتاعها صح بال ultra sound بيوريك dilated cbd وال dilated intra hepatic biliary system او biliary radicals ممكن ultra sound يوليك mass head of pancreas لو حد شاطر وعند رفعية شوية شوف mass head of pancreas طبعا CT افضل بكتير head of pancreas يعني ممكن يبص طبعا يلاقي في التأسي liver طبعا بالultrasound كل ده ultra sound ممكن يتجاب ممكن تبص على thickness of the wall of the gall blood بالultrasound طبعا لو thickened عنده collection pericol cystic collection برضه بصنار بالجاب مش نقول صنار ده الحاجة شوف الميا اي حاجة cystic يبقى pericol pericol cystic collection يبقى ultrasound ultrasound يعني the gold standard investigation of gall blood canation investigation خلاص طبعا انا ممكن يعني ultrasound تصق في اكتر من CT حتى في stones طبعا نكمل ده عيان بقى CT abdomen اوكي عرفنا CT abdomen زي ما انت شايفين ده مش اما رأي حين نحن نحن CT يبقى العض ده ايان عنده right liver or right loop يعني of the liver hypodense mass ما ينا fluid بقى سود خلاص وال liver اهو البيئة الليفر اهو وهذه الفلاود لسه جوه السيست وسيست دي فيها trapeculation كده cyst of the liver طيب نعرف عنها ايه انها بتيجي في right loop اكتر من left loop وانها the common liver cyst تمام وال او 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 دي مهم برضو والانسان نسبالها يعني يعني secondary host مثلا او accident يعني بيحصل اللي هو انفكشن دي ده جواها كدير فلاود طبعا اللي هو كانت بقى with biliary system بتبقى greenish fluid تمام اللي عنده يبقى اسمتوماتيك غالبا وبتشخصه بالسلونار بالصدفة اللي هو جيش تكا يشتكي من الم مو ده رقم ولا 30 فيما من العين بس العين ده ممكن تعمله cbc تلاقي عنده asinophilia خلاص asinophilia how different shape by hyper lymphoma لا يا دكتورة يا دكتورة توقع دي مش hyper lymphoma دي بتبقى تحت level automa كده بكتير ده liver ده liver مش kidney تمام كدني اصلا لسه مش بين ده spleen and deliver upper abdomen خلاص فدي مش هيبقى النفروم خالص ودي lever صادق lift loop ودي right loop occupied بص يا جماعة ما حد يشخص اصلا بيرا ct الا بالbacks ماشي الbacks دي بتبقى بتمسك الماوس كده وتقعد تجري الفيلم فيديو كده زي الفيديو تقعد شوف القطس اللي فوق القطس اللي تحت وتشوف الست دي continuous لفوق نفرم خلاص طيب دي lever طبعا نجمعها هشكلها طيب المهم يعني cvc وطبعا كارنيا بالhyber نفروم على طعفين دي مش هبقى نفروم خلاص ده level عالي هو lever ودي cyst وhyber نفروم اصلا بتبقى صلد ماشي من cystic mass وكدير fluid طيب عيان ده نعمل ultrasound يتشخص ممكن العيان ده علاجه surgical excision inacliation يعني لليفر cyst بس خدوا بالكوا ايو اعتمينوها rapture لانها ممكن تعمل anaphylax وseeding وتعمل another secondary في البريتون حتى لو كان الكلام ده نظري بس ايه مفتو بعرفينه طيب فعا اسمها تكنيك جديد اسمه pair مكتوب عنه في الكتاب طبعا P-A-I-R puncture aspiration injection of hypertonic saline and re-aspiration يعني نحاول ultrasound guided كده نحق نسحب طبعا الفلاود اللي جوه ده ونحق hypertonic saline and scolices بقى نحق نسحب تاني الغاطة من liver cyst تختفي طبعا ده برضو ايه كلام قديم كان اي حد يقولك never to aspirate cyst زي risk of rupture لكن بلغة اختلف ممكن نعمل نقول ايه ده وطبعا الantiparazite المشهور ليه مبندزول خلاص أو البندزول مبندزول أو البندزول طبعا معروقة مهمة كtrue false يعني لو لقيت في ultrasound أو في CT sorry calcified wall cyst calcified wall cyst يعني يسموها inactive infertile cyst وصغيرة ومش عاملة complication سبها خلاص دي مش هتكبر واتفداش خلاص no treatment full all okay دي صورة عبارة عن hepatic focal lesion في left loop تمام top of the left loop في focal hepatic lesion مش قدرين نحكم طبعا عليها يا ايه لان احنا كما قلنا كده لازم نبص اي liver أو hepatic يعني focal lesion ما ينفعش نعملها assessment except with tryphysics t ما ينفعش تقول لي من خلال صورة زي دي دي مثلا HCC مثلا أو hemangioma ما ينفعش وحتى HCC يعني ممكن استبعدها شوية لان liver ده مستيروطيك اصلا liver ده مستيروطيك liver ده healthy liver فانت صعب قوي تفكر 100000 مرة قبل ما تقول hepatoma أو HCC ب cirrhotic liver ولان ممكن يحصل برضو بالسرير تمام فده 60 abdum في hepatic focal lesion يعني على مستوى اذا نكتب عندكم انه ممكن تكون hepatoma أو HCC نفس hepatitis C virus hepatitis B virus أو alcoholic cirrhosis كل الحاجات بتعمل HCC وعلى النسبة في حاسمها fiber lamellar طيب ده اللي بيحصل غالبا على نان cirrhotic liver زي مثلا ممكن الصورة دي والعيان ده بيبعند 1,000 phytoprotein عالية هو normal 1,000 phytoprotein ده 2,000 marker يعني 1,000 phytoprotein اللي بيكبر في الهيباتوما وممكن يكبر في التراتوما يكتر في التراتوما وفيتستيكل يعني المهم يعني من 0 إلى 10 nanogram ده normal لقيته من 200 nanogram أو أكتر suggestive لقيت 400 ده تعرف إن في rapidly growing hepatoma خلاص طيب ترايفيز كثير طبعا is the best imaging for any hepatifocal lesion HCC أو hemangeum أو metastasis حتى هتلاقي في characteristic أو في hepatoma إن في early arterial enhancement وearly wash out خلاص بتفضي السابقة عطو طبعا لو العيان ده كريات بتاعه عالي يعني kidney functions بتاعته عالية يعني عالية يعني elevated kidney functions كريات بتاعه فوق الواحد يعني واحد ونص اثنين ثلاثة مسعب تديره IV contrast عشان IV contrast نفرو toxic فانت ساعدها مضطرة تعمل حي اسمها MRI dynamic MRI عشان لو كريات عالي طيب العيان ده طبعا غالبا غالبا HCCC هتلاقي يعيان طبعا يعني صعب تشخصه بدري خلاص غالبا بيجي بإيه late advanced يعني وغالبا يجرحت وقاش نفع عليه قوي بس لو جي بدري يعني طبعا هتعمل هباتيكتومي ولئما طبعا ممكن تعمل liver transplantation هقول بس سريعا كده عشان درس مهم يعني يقولوك شوات نظري فيه هو الهباتيكتومي امتى بتعملها لو child A patient يعني مش child C مثلا child A أو normal liver يعني أو with no extra hepatic spread ولا vascular invasion ولا portal thrombosis والتيومور يكون في one loop زي ما موجود هنا كده طب امتى دعم liver transplantation لو child C patient وبرضو no extra hepatic spread بقاش metastatic ده رول يعني في أي cancer و single lesion أقل من 5 cm أو تكون 3 small lesions كل واحدة أقل من 3 cm دي مهم او تحفظوها دماغ عشا لو زالك truful طيب لو اين oprah والبقى وده الغالب اللي نشوفه بتعمله trans-arterial chemo embolization inter-legional alcohol injection or radi-frequency or laser ablation يعني لو truful فقال صح كل صح وغير من العين أصلا بيجينا كده milan criteria andro برافو عليك اش اقول لك milan criteria دي جتلنا في مجستير في ناس اخفت لها لكم والله لا اعقدت بس انتو كده العقدت ان شاء الله طيب بصوا بقى في multiple hepatic focal lesions في liver تمام احنا قلنا بقى ما تلاقي multiple lesions كده في lung في liver في bone في brain قول عطول غير متاسس طب ليه دي مش polycystic liver مثلا لو حد عايز يجاوب سؤال ده عشان في amplication central amplication او amplication زي بتقولوها المهم يعني دي solid mass مش cystic ده cystic liver ده multiple focal solid lesions مش مية مش cyst زي ما شفنا في الهدية cyst وطبعا مش محتاج اقول لكم العين ده اكيد secondary جاء end stage stage 4 ده غالبا جاي من colorectal cancer أو pancreatic cancer دي portal circulation حاجة بيخدها من colorectal وال pancreatitis border secretion طبعا بعدها ممكن تلاقي lung طبعا موصل لها بس رقم واحد a liver دي بقى acute pancreatitis عرفناها ازاي واحدة واحدة ده auerta حفظوا بقى CT بقى تعلموا شوية CT ده auerta ده right kidney ده كدني ده left kidney تمام ده level out شوية ها عند pancreatitis بقى عصبت ببوتنة شوية ده gold bladder here first liver تمام وهذه الفلسفور اوكي ده معا ده colon المهم ده بقى ال structure الماشي بالعرض كده ال بوتانيا اللي قدام الأورط هو تمام ده ايه ده pancreas و edematis هو dirty mesentery بنسميه المهم يعني ده swollen pancreas edematis acute pancreatitis و CT عبقرة very sensitive diagnosis of acute pancreatitis مع طبعا laboratory investigation clinical picture العيان عنده whole stones جاي بيقول عندي severe epigastric pain radeling to the back improving with prayer position اللي هو يملء قدام اللي يباز عالي او يليز عالي التوحضين دي كل عام العيان ده عنده كيف pancreatitis اشهر سبب طبعا ال stones calcular pancreatitis بنسميها او 5 عين عندهم الكوحولism او يعني ال intake و the third common cause is endoscopic retrograde cholangiobankeratography ايه complication of endoscopic retrograde cholangiobankeratography يا شباب اشهر حاجة bleeding hemobilia يعني تاني حاجة ممكن يحصل pancreatitis ascending cholangiitis التوحن سابقة بتطلع فوق لو في infection فالبال هيطلع فوق ممكن يعمل congetic abscesses of the liver و طبعا طبعا perforation of diudena 20% pancreatitis inflammation يعني pancreatitis بيبقى adiopathic محنش عب سابقه بس ممكن انتبع انتبع روما تعمل pancreatitis ممكن المامس الانتبع pancreatitis كل حاجة ايضا بان pancreatitis كل حاجة بتعمل pancreatitis بس مش common مثل stones او الالكوهول الارسيبي ممكن يبقى ايو ممكن يبقى عند ARDS ممكن systemic AYC يس ممكن عند AYS اكيد ممكن عند stress ulcer و hemorrhage ممكن ممكن عند titani hypo calcemia طبعا العيان ده ممكن مع الوقت او لو كان عند سبير فورم عن كده او ده منظر شكله سبير اصلا شكله فيه شوية نكروزز بدأ يحصل مش بل pancreatitis وقت contrast حالة وقت حالة نكروزز وبالتالي نكروزز of the pancreatitis يعني pancreatitis is indication for surgical intervention البانكروزز اصلا علاجه medical وبعض المستشفى بتحجز مع دكاتة البطنة مش الجراحة وبالتالي اللي هو medical treatment طب لو جالك امس تعمل له جراحة على pancreatic abscess عايز تعمل له drainage ولو في نكروزز فتن نكروزاكتومي وعلى فكرة very bad outcome طبعا اللي عنده ممكن يديفل بحاسمها pseudocyst of pancreas خلاص اللي هو rethrogast collection كده نتكلم عنه شوية كمان شوية لعنده نعالجه medical طبعا وندعيله انه يعدي منها على خير بيديله طبعا pain control مهم جدا لعنده معانه سبير pain بيديديله طبعا IV فليويد لو عنده vomiting ومش زوجاسر cube يعني لو مش عارف عند vomiting ولو في stone طبعا هيا العمي بانك اسم ممكن اما يرسبيه انشيل stone طيب وخش على سرعة اللي بعدها دي بقى pseudocyst of pancreas عرفناها ازاي واحدة واحدة ادي liver وادي kidney من وشمال وادي lumbar vertebra وادي الاورطة وادي الاستراكشن اللي هون عامل شوية قدام الاورطة اللي هتليفل اوط شوية اللي هو هنا في collection كده اسمه pseudocyst of pancreas خلاص وده هيبرزنت العيان ده بhistory of pancreas تايتس موما تاخد هيصري عمي العيان يا جماعة هتلي عند بجاس الكماس ممكن سكرا ابدو اعط كأني ريز بس ما تتعرف عندكم pancreas قبل كده دخل المستشفى واتحجز ممكن يكون collection by pancreas تايتس دخل موجود ورا الاستمك in front of pancreas او حتى حوالين pancreas زي ما تسميها بس ورا الاستمك يعني العيان ده ممكن زي assist from hemorrhage rupture infection classification ده بين gastric mass و transmissive pulsation عب بل ورطة بل 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 العيان بحس pancreas تايتس طبعا نتمن ultrasound هتشوف ها ct لو عملت بقى عبر endoscopy ممكن تعمل كمان treatment من خلالها بس امتى نعمل intervention انت ما يعملش لو العيان ده بقى له 6 اسابيع بتعمله follow up على system ومش عادة L في size وبدأ تعمله complication ده indication for surgery لكن لو العيان عملت conservative management بتعمله follow up كل فترة تلاقي system بتقل وخلال الاسابيع ده بإقل size بخلاص لعند مش محتاج تعمله حاجة تانية conservative and may resolve spontaneous خالص ده most common اصلا طب امتى بقى لو قعد دقى 6 اسابيع او بقى ده infection او hemorrhage او بدأ يجيل pain او fever لا ده بقى open اندوسكوبك عن طريق المنظار يخش يفتح posterior gastric wall اللي وراعها طول cellocyst يقوم فتح ما اسمها cystogastrostomy يعني فتح posterior gastric wall على pancreatic cellocyst اللي اسمها cellocyst يا جماعة انها false cyst يعني false cyst يعني no lining no true lining no epithelial أو endothelial lining default cyst خلاص ده عبارة عن fibrous tissue organized tissue surrounding fluid rich in amylase خلاص ممكن محطمة cystogastrostomy زي ما قلنا او cystogastrostomy بذوية نفتح السيس دي يعني على الجوجنا ونفتح internal drainage يعني دي فكرة جميلة جدا طيب ده عيان عمل ct abdomen without contrast ومش حد بيأسس يعني abdomen mass خلاص وده contrast دي حاجة صعبة يعني بس هي ما ظهر عندنا الول هنا calcified يا جماعة الول هنا في اثير هما او في calcified اثير هما المهم العيان ده عنده tail of pancreas وفي التل هنا في tumor طبعا يعني هذا tumor كبير جدا صعبة يبان ct كبير في التلب از نيدل دخل بيوبسي من tail of pancreas mass تمام تمام مسكة pancreas ct guided biopsy سواء true cut or fine needle بتاخدها لانك انت اش عارف تنصل بأي صورة تانية غير ct ممكن عنده ايه بقى انشاء انشاء انسي نومة ده من نظر بيت neuro endocrine tumor يعني لكن هو neuro endocrine tumor تمام خارج من insuline secreting cells اللي beta cells of pancreas usually benign true false usually benign عكس gastrinoma usually malignant malignant part of multiple endocrine neoblasia syndrome من type one تمام اللي هو bituitary barathyroid pancreas bituitary barathyroid pancreas يعني ممكن انت بتويت ده نومة ممكن مجرور نعم حد يقول حقا حقا ممكن عندي فلوم مايك كما لو حدش بيوسأل نسو خماء تمام وبالتالي ممكن العيان ده عنده بتويتري adenoma ايو ممكن يمكن عنده barathyroid adenoma بردو 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 ممكن عنده بشتك من الانسينومة لو ده انسينومة يعني هشتك من حاسم وبل triad اللي حافظوا فيكو وبار episode of hyboglycemia symptoms of hyboglycemia يعني sweating وال palpitation مع fasting و exercise وتلاقيه 45 ميلي جرام بر دي سي ليتر طبعا ده قليل hyboglycemic تديره طبعا جلوكوز يتحسن طبعا السيمتوس دي يعني زي عيان hyboglycemic يعني ممكن بغضيبتك فدي طبعا big symptoms you have to لازم عندك high index of suspicion حاجة مش common و لازم تفكر فيها عند اندر فراند يتك في hyboglycemia حاش عيف ليه هات اس بقى serum inserunate عالي أو chiles اصلا لكون ازارت في ct ده حظ العيان ايه يعني chiles العيان ده هتحبول بانكريات اكتومي طبعا وعشان لو مش عارف تأسس مش عارف فين بالزبط التيومر في البانكرياس ممكن intraoperative تعمل حيات اسمها intraoperative ultrasound ده برضو بيسيعت الاساسسمن لو في مالتي سينتري او الماس مش واضح طيب ناخد المتين عالجسترينوه برضو عشان مهمة هي بتخرج من beta cells و بانكرياس وعبارة عن hypergastronemia excess gastrin secretion بيزود HCL secretion بيدي الى interactable peptic ulceration multiple recurrent and resistance for medication unusual sites تلاقيها مثلا في georgenium وتلاقيها في leosophagus وتلاقيها في stomach وال non ulcer bearing area of the stomach اللي نتكلم عنها المهم العيان ده تعمل له upper endoscopy gastrinoma ممكن تلاقي ملطبول A ribotic ulceration زي نتفعل هتيسل السيرم gastrin بقى هتلاقيه عالي لو لقيته اكتر من 500 دياجنوستيك لقيته التست اسمه IV calcium أو secretine histrination test تتح إنه عنده IV calcium أو secretine هيبدأ تقيس الجسترين بعدها تلاقي doubling of the level of gastrin لما تلاقي الجسترين بتابعه عالي بال test تبقى شخص الجسترين لإما تلاقي الرقم فوق 500 nanogram per liter لإما تعمل الموضوع doubling level بال IV secretine أو IV calcium للعن ده طبعا الجسترين بتعالجه ازاي طبعا surgical excision لو عدت تعمله colonization ما عرفتش يبقى هتعمل total gastrectomy إنه هو ده الorgan اللي بيتطل HCL ما يديرتش على tumor تشطر على stomp طيب إنها زارت ناصل لنبدأ عشان تتعب مع ناسف حسنا اشترك انتو كنت تعبتو عارف بردو والله يعني والله تتعبين علي بس يعني هنشو فانا لزة الدنيا كتير ممكن نوقف ونكمل بكرة او 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 اي وقت تاني يعني انا ممكن ان تقعوا مني خالص يعني لا ده نقص شوية يا جماعة نقص شوية حلوية طيب انا عايز بس على الشات كده اكتراحات ماشي انا مش كده كامل عفكرة بس انتم معندكم شوش كده انواقف ونكمل مرة تانية ولا ايه اعز بقى ارد منكم كده نكمل ولا نعمل ميتنج تاني بكرة نعمل ميتنج تاني بكرة دكتور او حاجة عشان بقلونا بأمرك في زين فكرة ربع ساعة دي بشوحشة والله بس يعني لا انا رأي انه كنتوا هتفصلوا مني جامد يعني او انا تعفت اي نعم بستفولوك حاجة نعمل vote ناخدنا ربع ساعة نكمل بكرة ان شاء الله break نكمل بكرة نكمل بكرة نكمل بكرة نكملوا نرجع ساعة بكرة نكملوا دكتور لو تسمحي انا وكهة نظري ان احنا يعني لو ينفع نكمل وكهة كان محاضرة التساكل فحتى لو فصلنا ممكن انه بنفرج على اخر حبل طيب انا اخد بريك انا يعني انا بس رايح شوية معلش انا اسف انتو مش بتخيين اصلا واحد يتكلم مع اطول شوك انا اندرو انت راجل جدع اي قطور حسن ما حداك تشوف مش شكية اندرو والله انتو فكرت بي او طيب ايش يا عماني طيب خلاص هناخد ريسط لا لا خلاص بدلا في ان الناس منكو عادي اتكملوا انا عادي يعني خلاص خير انا كان قصدي علشان ما نعطلش حضرتك بس هو فعلا اني مناسب لحضرتك انا رايي زي اوكو كده بردو عشان انا يعني كان ورايا حاجة نهاردة بنينها عاملها فمش انفق اخلاص كده راحت فاكمل بقى وخلاص اا لا نكمل يا جماعة صح انا شايف بردو كده عشان بكرا شوف ارايا ايه هناخد بريك ما عارش بقى تحبه بردو السبوط بتاع اونلاين ولا تقفل يا هيبة شوفي عايزة ايه اه طاقت هيبقى احسن احن نسيب بردو كل حاجة لشان خايفة بس ان الدنيا ماشا ماشا انت بتسجيلي طبعا لان انا انا احسن ان انا اصلا مش مركز في تسجيلة لحاجة فهتبع تسجيل بتاعك انت طيب اه مش حامل بتاعك نرجع الساعة تسعة اودوني بقى راحت شوية نرجع الساعة تسعة وربع كده عشان ما تغددتش بقى تسعة وربع نرجع تاري يا شباب ماشي تمام يلا اه اتيك ان هذا انا بك يعناه عمل ترني هاتف المستفج اما الصراع من الرساب طي位 هنا علامة نوع من الاطمج الرسابة يمكن ان اشخص as our CPD مثل الكندpanكرياس كما يدعها بيوبسي for Intoеopsy For Imbulae Because of Arceloma ممكن يشوف ريديو لوسين يعني ممكن يشوف ستونز في في السي بي دي تمام in the form of filling defect زي المنظر ده كده واليارس بي ده أول صورة عندنا فيها يارس بي فيها باثولوجي هادي الاندوسكوبي تمام واللي احنا قلنا نهايته في side view كاميرا وبيعمل لديو ديودين البابيلا بيحن contrast ascending ريت و ريت طبعا عكس اتجاه البيل نقلنا هنا smooth filling defect كده واليست بغير ما عديه نقلنا دي حاجة مش ماليجنانت ده ستون خلاص وهو بس كده عرفنا ان عين ده عنده ستون في السي بي دي نقدر من الوقت بإيارس بي نعمل لها اكتراكشن ولو ما عفنا نعمل اكتراكشن ممكن نحط ستنت جنبها عشان نعمل ايه الجونرس الموجودة دي تماما بدعمل سفينكتراتومي و insertion of stent او الاكتراكشن of stone بايدول مياه باسكت طيب دي صورة تانية برضو يارس بي بس واخدين بلكن يارس بي هنا الديامتر بتاعه أقل من داوتر بحان نعمل سفين كبير بايدول مافيه Stodent Cut-off of Dile مثل Malignancy اللي هي Cholangic Arcinoma العيان ده غالبا هيفعل ان هو يعمل التطريبسي إلا لو عمل اللوحاء يعملت Lythotrypsy ممكن برضه يفعل في النهاية في النهاية لو حصل فالفاليار بنظل من حاسمها CPT Acceleration أو Cruduco Lyphatumi يعني ونضع T-Tube وبعد عشر تمزم ونعمل T-Tube Cholangiography لانا لا يوجد مزل لانا نشاري T-Tube لانا في مزل ستون بنسيب T-Tube فترة فور ويكس تاني عشان يبقى فيه والفورم التراك نخش من خلاله بالدروميا باسكت ونعمل تكسر الستون نفسها طيب بص الصورة دي تختلف تماما على صورتين الأولين الأولين طيب بص الصورة دي خلاص وحقننا Contrast Retrograde السابقة ترابد فوق مش عارفة تنزل تاني وحقن نبالكو ليه؟ عشان خاطر فيه Malignant Obstruction هنا فيه Sudden Cut-off of the Dye هنا لو فيه ستون كانت الستون نفسي لانا هنا فيه Sudden Cut-off of Dye بالتالي وبالتالي العيان ده مليجنا ممكن تكون على فكرة كمبريشن من بورتا هبالسنين في نوت من بره ممكن برده بس في النهاية بس في النهاية ليه مش ستون يعني ليه مش ستون خلاص فيه طبع النوم من تلانجي كارسينومة اسمه خلاص 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 بيخلينا مش عارفين نشوف اي حاجة من الانترهباتيك بي راديكل بالERCV لازم نعمل ساعتها بي تي سي نقول لكم دلوقتي اسمه بي تي سي بيركيتونيس ترانس هيباتيك كلانجيوغرافي هذه الأسطارة هي اسمها شيبانيدل ندخل نعني سوري شيبانيدل في الأول بنقض نعني بنقض نعني بايل بنقض نعني وهم يعني بإنسيرشن وبشيبانيدل دي في الأدس انتركوستل بأغلبها من الديلاتي سيستم وده بيسهل أن يحصل كانيليشن أو يحصل إيه انجكشن أو داي ثرو الديلاتي سيستم ده على الدكتور الراديولوجي أو الانترفينشي الراديولوجي تمام؟ ومن ناحية الداي فيورننا الديلاتي سيستم جواهو ومن المرة واحدة هنا فيه صدن كتوف وإنما تلاقي صدن كتوف ومن المرة واحدة إلا ما يكون مالغنانسي ده غالباً كاللات الناس لو يسموه hyalarcholangiocarcinoma خلاص العيان ده طبعاً يجب أن تعمله بbrothrombin time وبbrothrombin concentration أو INR قبل ما تعمله بروسيجر دي عشان غالباً بيبقوا فيه مشكلة فيها الجلوباثي اللي هو بصراكت في جندس وتعرفين ما هذا طبعاً فهي يجب أن يكون البت أو البت كويس قبل ما يعني البت كبير كثيراً نسبت كولانجيوغرافي خلاص طيب طبعاً لديه تقنيك طبعاً عن كمان ARCB بس نسعب من يختار من نعمله عشان ARCB بتعرفش ايه يشوف اكتر من انها تشوف ببيري سيستنة لتحت لانه يوجد ده نحن اسمها MRCB اللي هو MRI يعني بس بس يعني برضو عيبه زي السنار كده مش تقدر تعمل حاجة إنترفينشن زي إنترفينشن راديولوجي زي BTC مثلا فالMRCB هنا شايف ايه؟ شايف برضو بالنسبة 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 طبعاً MRCB مسته انه مسته يعني هيشوف بس زي ARCB مش هينفع نعمل بس 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 مسته انه ينفع في العيان انه هو مسته مسته يعني خلاص بس وطبعاً مش بحتاج سبغة تريزة تانية يعني ان البيل بيبان كأنه زي السبغة بالزبط البيل بياخد بإمار أي بيقراه كأنه كونترس طيب هذه صورة فقا عبارة عن إنتراؤبراتف كولانجيوغرافي بس المراتي إنتراؤبراتف كولانجيوغرافي اللي عملناه انه هو زي ما انتم شايفينه ورسمت فوق ورسمته تحت ديستل لدينا ايه؟ لدينا في واضحة البابات لدينا البابات كانت مفاقية بس المراتي بصدر اذا سأكلم اذا المراتي انتراؤبرتف كولانجيوغرافي طبعاً سأكلم تيتوب كولانجيوغرافي تيتوب كولانجيوغرافي نقوم عليها من شوية برضو. بعد نقوم ننسيب دي اكسبلوريشن ونشيل السون الموجودة نحط تي تيوب يكون فيها لمب فوق بروكسما ولمب ديستل لما كانت كومن بايل كومن سولي كانت ننسيب السيستيك داكت بعد نشيه المرارة بعد كده نقف العيان عادي ونطلع الدرنقة دي على بره او تي تيوب دي على بره ونقوم بعد عشرة تيام نعمل حاسم تي تي تيوب كلانجيوغرافي نشوف هل في ديستل منزل ستون زي هنا كده وزي هنا كده بروكسما والستون هين كانت شبعينا وهنا ديستل ستون زي ما كانت شبعينا يبقى دي هطول مزل ستون من هنا ممكن ما شفناش جوه العملية وده طبعا نعوز من نعنينا ان دي لور اند وقلنا قريب بنجي دي دم وديه هاي قوي بتي تيوب كلانجيوغرافي دي هنسيبها طبعا زي ما قلنا على الوقت ما يتكوم فيبراستراك ونشيلها لاجب يخلي فيبراستراك ده ممكن نخش بالدرمي يا بسكت نتلع الدرنقة دي طبعا لو عندك انتراوبراتيب كلانجيوغرافي مش محتاج طبعا تعمل تيوب كلانجيوغرافي خلاص تعمل تيوب كلانجيوغرافي لو عندك لديك الفاسيليتي انك تعمل انتراوبراتيب كلانجيوغرافي دي حاجة تبقى بوستوبراتيب اللي بنعملها دي لكن العيان الثاني انتراوبراتيب اللي هو انتراوبراتيب كلانجيوغرافي دي صورة اسمها هيدا سكان هيدا سكان دي بنحن برضا العيان حاجة مشاعة مادة مشاعة يحصل لها ابتك في الليبر مثل البيل ويحصل لها اكسيكليشن من الليبر وتعدع بيها دي سيستم فترسم لك الليبر وترسي من كمان الجول بلدر كده شايفين دي الجول بلدر وباكا تقوم مواصلة المادة المشاعة دي توصل لغاية الديودينام يباكا بباثوي انتكت وبالتالي العيان ده ما عندوش كوليستايتس حاجين لها كيه كوليستايتس عبارة عن ايه عبارة عن اوبستركشن اوفي سيستيك داكت اللي هي النكوف دي بلدر يعني ممكن في هارتمن باوتش او في سيستيك داكت يحصل لوبستركشن بستون يحصل اكيوت كالتلر كوليستايتس وده ساعتها البيشنط بيشتكي من سيفير ايه كوليكي بين اللي هنتكلم عنها وعارفينه كلنا بألتراسون دي بات طيب هاي ده اسكان دي ما حانش يعملها بصراحة بس ثيوريتيكالي هي لو فيه وبستركشن في الكومان سوري في اوبستركشن في السيستيك داكت السبغة اصلا مش هتخش جوه او يعني التكنيق المادة المشاعة دي مش هتخش جوه اصلا مش هتكونسيط في جول بلدر فانما انتس جول بلدر اتمنت كده يقول انك مش ابستركت خلاص؟ طيب ودي مش كوليستايتس دي نورمال يعتبر دي بقى كوليستايتس ازاي اول فيزة هوا اللي باده يعمل ابتك باده يعمل اكسيكريشن باده يسمي بلعي سيستيك اهو طبعا مش مهم التفاصيل بلعي سيستيك تبقى تهدد ان السبغة مشى مشى من مالتبقى تدير نورمال وشايفين ان اليفر بدأ يعمل بدأ يعمل بدأ يعمل كم شايفين انجول بلادر مش عمل اتمنى المادة المشاعة هي ليست عمل وبالتالي البايل نفسه ما دخلش اصلا الجول بلادر وبالتالي دي Acute Obstructive Calculate Historic Duct مقفولة وبالتالي الجل بظل لم ترسمتش زي مما رسومها هنا كده طيب دي لوجات يعني هي طبعاً Very accurate يعني هي أعلى من الصنار في الناس شخص الأكيوت Calculate Historic Duct طبعاً طبعاً وبالتالي كان في النيونية الهيباتيتسي لأن الليفر أصلاً مش بيأخذ سبعة خالص طيب دي كده احنا خلصنا الهيبات وبيل يلي نريد أن نشفت على Upper GI طيب احنا فكرة إن شاء الله مش هنطول Upper GI ده برضو Normal Imaging Of دي باريام السؤال بقى ده إيه إحنا Contrast Studies هنا نركز بقى ده Contrast Studies فكرينا نكونوا من كبه على IVP ده هنا بقى إيه واحد ده ده بيشنت بيشرب سبعة صوفي جاست مرسوم كويسة هوا مش دي لاتد ما فيه مشاكل ده اسمها Normal Barium Sualo يعني يوردنا الصوفي جاست وبداية الجاست وتفجعه بشانكش طبعاً لو أريد أن يكون بحاس ما باريام ميل يبقى نستنى الغاطة من الاستمك كلها تتميلي سبعة يبقى شايفين الفاندة صحو في جاستك ال bubble فوقه اهيه تماماً على فكرة كنت أقول له هنشوف الكثير بابل دي هنشوف الكثير بابل دي هنشوف الكثير بابل دي هي موجودة تماماً وكونتراس طبعاً من يأهيه شكلهاك لها جي شاب كده تماماً وأنترم هذا وهنبي والآتراس طبعاً وهدي البيلوراس شكلاك على كيف والذي اللذي من البال يركزه ألي فشكله الألثر يبدأ شكل مختلف وهنبي ونأخذوا بلاكوا لي ان اللذي سر مكان بأسل بأسل تبيوت منawaيه سموها بري بايلوريك على اللذي سر مدي يعني المكان اللي لو كانت installed الهواء مختلف فتفكر في ماليجنسي هنشوف هنشوف اتكام ده اسا نستعجلوش ده هنا الهواء فوق مستمغة مالية للصمك تحت هنا العكس هنا الهواء بدأ يبقى تحت العيان ده مقلوب تريندل بيرجيبوزيشن يعني راسه أقل من نيفل بتاع رجله تمام؟ العيان نايم وراسه هيت داون وفي التالي انت بتعمل مثل 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 فاندل ميزة انها ممكن ان تكون فاندل تيومر هنا يبقى نفسه واحدة انها تعرفنا لو هناك هيرس هيرنية هنعرف برده السور اول سورة اول سورة بريم بريم سوالو كميل فيها باوتش كده ده بوستر انتيريو وده لاترال فيو تمام؟ حسنا ده ما اسمها فارنجية الباوتش ده فارنجية الباوتش عبارة عن فارنجية الباوتش ده عبارة عن اسمي تاني اسمه ذنكر 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 حسنا نوع بلشن reflex ً ضرور نوع Release raft نوع نوع فيه due to failure of relaxation of cricopharyngeus muscle كما بالضبط الأكاليزيا due to failure of lower osteophageal sphincter due to failure of upper osteophageal sphincter يمكن أن نسميها أكاليزيا of cricopharyngeus muscle وبالتالي الفرنجية الباوش أما إنترافرنجية بسيطة يحصل من يكوز الهرنيات يملأ الأكل بقى يملأ أكل ويبدأ يعمل فعل ويبدأ يبدأ يجعله ويجعله يجعله مثل swelling في البوسير triangle أو عندما يضع هذا swelling يفضيه يحس بجرجل نعم 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 ويشترك من الفرنجية الباوش يدعط على إصابة الجسم من برا نعم فلسك باوش ويساعد فيه جميل نعم 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 المهم نعم لكن نعم نعم من الحياة المهمة نعم وهذا يسمى مانومتري مثل الأكاليزيا بالضبط المانومتري بيوريك أن هناك فالسفينكتر كريكو فارنجيس مصر حسنا التريتمنت بتاع العين لو الديفرتيكلم ده نعمل الديفرتيكلم بس الأهم أنك تعمل ميوتومي ميوتومي في كريكو فارنجيس مصر مثل بالضبط نعمل كارديو ميوتومي في الأكاليزيا اللي لسه نعرفها قليلا وفي برضو هيدية تانية بتتعمل ساعات إندسكوبك إستابلنج يعني نفتح البستيرير فالنجيس البستيرير اسوباجي الوال نفتحها على الأنتيريور على الباوش يعني نفتح الانتيور على الباوش على البستيريور وال ذا يدى أصلا الباوش ده هو دي سورة تانية برضو بريم سوالو لان الصمك مش مرسومة بس هنا بقى الصوفكاس شايفينه الصوفكاس كان نورمال اول مرة كان رفيع ازاي وفوش مشاكل بص لصوفكاس عمي ازاي بدأ يبقى دايليتد خلاص بدأ يعني شوية هيبقى ترشوس دايليت صوفكاس اهو وبرة واحدة يبقى فيه سموث تابرينج اند سموث ناروينج في الاخر وإكسنتريك كده شوية يسموه هنز بيك او بيرد بيك او ما تفعر يعني هو زي المنقار كده خلاص ده عبارة عن نورو ماسكولر اسوفيجيال يفيه لوس افرلاكسيشن افلور اسوفيجيال سفينكتر مع مع ويك بيرستاليسيز اف دا بادي اف دا صوفكاس يعني اتنين مع بعض اه اه فيه فرلاكسيشن تحت وكل حاجة بس حتى الريسوفيجيز كمان ويك بيرستاليسيز يعني ده عبارة عن فانكشنال اوبستراكشن مش ميكانيكال تمام؟ ليبقى فيه منظر ده بسبب الاكاليزيا اللي هو Degenerated Vagal Fibers وGanglion Airbusy Plexus يعني بقاش فيها Ganglion Cells النون ايتيولجي محدش عادي في السبب بس يعني في الناس بقوله هو Automan Disease لان لقوا تيه في المنطقة دي لعنده بشركة من ايه من Slowly Progressive Dysphagia طبعا في الاول بقى كاتوا بقى للفلاود والسوليد تمام؟ لان الحاجة الفانكشنال بيبقى أصعب فيها بلقة المية عن الايه؟ عن الـ Solid Food عكس الـ Organic Obstruction يبقى ممكن المية يتعدي لكن الأكل ما يعديشه طبعا لعنده ممكن يشكل من الـ Regurgitation طبعا وبرده فاول وبرده فاول وبرده فاول وممكن يدعوه شهر سيمتوم وممكن يدعوه شهر سيمتوم وممكن أن يحصل له وحصل له شهر سيمتوم طبعا هذا نفس الكلام باريام سوالو بس هنا بقى باريام ميل بقى لانها رسمت السطمك اهي المهم يعني الـ الضي يتعدي على مهلها خالص زي ما الأكل يتعدي على مهله خالص خلاص برده نفس الكلام ويهي 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 تنزل تحت ويهي بس برده على مهلها خالص العيام ده لا يوجدوه شهر سيكسرين ممكن أن تكون عنده بسبب ان الصوبجس بقى سيجموية الصوبجس بقى ديلاتيد وطورش وغل زي الصوبجس في الـ Advanced Cases والعيام ده ممكن يجدوه ممكن شهر سيكسرين لها في نيمونيا أهم حاجة في الـ X-ray بتاع العيام ده مش هتلاقي gastric air bubble دي اللي كنت بيقولوكو عليها لأن الهوا مش بيعدي أصلا الهوا اللي مقص في الاسطمك جاي منين؟ جاي من Swellwood air الهوا اللي بيبلعه مع الأكل الهوا اللي بيبلعه بيتحط في الاسطمك خلاص؟ أو يعني بيتبلع في الاسطمك وينزل في الاسطمك زي بيخش اللنج بما أنه طبعا فيه في الاسطمك في الاسطمك لا يحددش أي هوا خالص فتلاقي absent gastric air bubble أو الأكاليزيا طيب لعنده طبعا the best imaging ليس البريم سواء أعرف لك الاسطمك لكن الاسطمك هو المانومتر لأنه سيجد فيه ويجد فيه ويجد فيه طب هل بنعمل عنده اندوسكوبي؟ أيوة هتعمل اندوسكوبي عشان حاجة واحدة بس ليكون عنده أصفجية الكانسر وانت مش عارف هترول قاوت أصفجية الكارسينومة طيب عنده بتعالج ازاي فيه أفكار طبعا زي نحن نجد نايتريت وكالسي مش عارف بلوكر لكن هذا مهم ليس مهم لكن هناك اندوسكوبي ديولاتيشن ينجح ساعات والأشهر والأشهر اللي بنعمه في الآخر هو كارديو مياتومي يسميه هيلر كارديو مياتومي هذا هو سيرجيكال مانشمت نسميه هيلر كارديو مياتومي نسميه هيلر كارديو مياتومي نقطع العضلات ونسيب الميكوزة حسنا 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 ده نفس الكلام نقرأ طبعا سجمود اسوفيجس وديليتد وفيه ارفريود ليفل اهو او الدي او البرام ارف ليفل وبرضو هنا سموث تابرينج اند اسوفيجس اخذ بالكام الجيم سموث اسوفيجس 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 أخذ خ ros ونسيبت اسوفيجس والكام الجيت اخذ Finn ؟ اسوفيجس 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 مثل الأكاليزيا لكي لا تضغطوه الأكاليزيا هي ضياليزية جداً مثل هذه الفرتبر أعرض من الفرتبر لكن هنا طبعاً هذه مختلفة تماماً والصفجس طبعاً أقل بالكيب طبعاً أنه لا يوجد وقت أصلاً للعيان يحصل له بروكسيما الضيالياتيشن لا يوجد راحته يعني العيان يعيش فترة كبيرة ويحصل له ضيالياتيشن مثل الأكاليزيا اللي يعيش سنين بها نعرف كلمتين على صفجية الكنسر هنا أيضاً يوجد حاسمة اللي هو الريجيلر فيلنج ديفيكت في الميت أصافيكس وهنا أيضاً الريجيلر فيلنج ديفيكت في الميت أصافيكس هذا أيضاً ليس أكاليزيا يوجد أن السفقة ليس ماشية أسموس ولا شيء يمتقطعها مرة واحدة وقفت اختفت بدأت تظهر ثاني كلمتين على صفجية الكارسينومة نعرفهم وقفت عن جميع كلمتين المال والأصافيكس وقفت بلنج ديفيكت في المال المستمتين على صفجية الكارسينومة هو البرت أصافيكس اللي هو كلمتين متابلازيا لأصافيكس سوف يأتي فيه سكويمس ماذا يأتي فيه ماذا يأتي فيه؟ أحد عارض يرد علي أحد عارض أحد عارض الأكاليزيا لو قلبة مالغناند تعمل كارسينومة في اللورة أو في الميدل أصافيكس ويحصل منها أحد عارض أحد يرد على الشيط في الميدل يا دكتور أه في الميدل ويحصل منها سكويمس أحد عارض سكويمس لماذا أصلا يحدث؟ مع الأكاليزيا ليس الـ بريمالغناند لا السيكوينز ستازيس أصافيكس يبقى الأكل في فترة طويلة ويحصل فيه أصافيكس فالكارسينومة ليس كارسينومة في الأصافيكس ليس الأكاليزيا بريمالغناند هي السيكوينز حسنا نحن قلنا الأكاليزيا بريس بوزنج فاكتور كوروزيف ستريكتشر بريمالغناند السموكينج إذا فاكتور الألقوح الفاكتور ليس كارسينومة ويشكل من ديسفيجيا ليس كارسينومة ولو العيان جاءوا ديسفيجيا أنه هو بريمالغنان يدعى أكثر من أصافيكس على الأقل وبالتالي العيان تتقرد بريمالغناند وانتقروا بريمالغناند هذا العيان لا يعرف على ريقه يعني لا يعرف على صرايفة صرايفة بطاعته يحصلها روبينج فرمه وعنده تلص وانيميا وممكن يقول له هميتاميسس طبعا وممكن يقول له تشينجه وممكن يقول له تشينجه انفايس لو حصل انفايجال ريكانت خرانجيال نيرف طبعا هذه حاجات بس طبعا حياتك هؤلاء دولة هي انقوبرابل يعني ادفانسي العيانه طبعا بتشخص الابر اندوسكوبي اندبيوبسي ولو انت برمي اسواله هتشوف المنظر انت شايفه ده طبعا CTS طبعا اشنت اتأكد انت شوف الميدياسين الينفنود في عسمها اندوسكوبيك التراساون فطب عارفينه ده عبارة عن عبر اندوسكوبي واسبا فيه على التيبه في اندوسكوبي بروب التراساوند يعمل الاساسسمنت للإنفايجان للسيومر للموسيل والسراؤنين واللينفنود تمام وممكن يحب بيبس طبعا هذا العيان ممكن يحتاج ان نعمله برونكوسكوبي ايوه لو انت شاك ان البيتراكيات اليوسوفية هي الفيستولا ما ليجنا انت فيستولا يعني ممكن تبص على برونكوسكوب لو يكون اليوسوفيكاس فتح كمان على البرونكوسوارا طبعا عنده الواحده هيعمل ايه اسبريشن نومونيا وشيست باتشيست كونديشن العيان ده غاليما بيبقى يعني بيبقى ان اوبرابل غاليما بنعمله ريديو ثيرابي وبالياتي في استينتنج نحط استينت في قوسة تيومر عشان بس يبلع ريقه ان لو مبقى عش ريقه ريقه ده هيسبب له اسبريشن نومونيا السلايفة دي هيقوم يحصلوا منها اسبريشن فالعيان يعني هيجرأ في السلايفة بتاعته زي بيقولو فلازم ايه نخلز الانسان البيتراكيات ده يقدر يبلع السلايفة بتاعته ويقدر يأكل ويشرب يعني ويأكل عشان عشان بيقولو يعني او داي بدري او برابل سنعمله سيعمل له ريسكشن ويأكل سبتي مارجين 2 سنتيمتر ويأكل حسب في الأبور بارت من البرت من كما حسب اهم عشان بتاعيون تطلل استفجيكتومي اندجستيق بو الاب طيب ده بقى بيشن ممكن لغبطكو شوية ده كوروزي بستريكتشر كوروزي بستريكتشر كوروزي بستريكتشر يعني عرفنا كيف ده مش اكاليزيا خلاص مفيش ده الريتيشن بتاع الاكاليزيا الكبير ومش في اللغة وصفكاس قوي يعني ده فوق ده فوق شوية الاكاليزيا بستريكتشر الاكاليزيا بستريكتشر واقعش اكاليزيا بس الاكاليزيا بستريكتشر كوروزي بستريكتشر خلاص ويتبقى هاي كده شوية موين سموث وطبعا ما لايجنا نسي لانه برضو مش مش الريجيلر. خلاص. ده برضو سموث. طيب. ولونج سيجمنت زي ما قلنا السينوزيس كده. ده يقولك انه هو كوروزي. طبعا هديك هستوري يا جماعة. ما باش حدا بشخص عيام غير هستوري. طيب فالعين ده عنده هنا سكار تيشو. عمله استريكشور. غالبا طبعا بني استريكشور يعني. العيان ده. بس انتبع في انه هو بريما لاجننت. يعني. الكوروزي بستريكشور ده بيعباري مليجنة. اوكي. الكوروزي بمتالي اللي تتاخد ايه. ممكن تبقى اصيدك او الكالين. ايه الاخطر. الالكالين طبعا. طبعا. انا قايم يعمل الكويفاكتف نيكروزيز. وسهل جدا يعني برفوريشن. اما الاسيدك. يعني كواجلاتف نيكروزيز. فليس ريسك او ايه. او برفوريشن. طبعا اول من العيان ده. لو انت يعني شاهدت موقف انه شرب فيه حاجه. زي البطاص او 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 ايه. او 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 ايه. الآن تريد انت تأكد ان العيان ده. زي ما بنعمل ده او التروما. اسم انت تاكد ان او بريثنج. تريد ان انت تدأكد ان او كويسين ان هذا عيان ده بقى انبقى طبعا. طبعا. نحن تريد انت تأكد ان لبقى اندوسكوبي اشن تعمل ايه. اللعن ده حصل لها انجري يعني. واحد ده ده. كده اللي عنده كورتيجو ستيرويد وانتيبيواتكس طبعاً. بس اهم حاجة في الترو فولس نعم. آه يا دكتور تفضل. حد كان بيسأل طيب. العيان ده اهم حاجة في ترو فولس. العيان ده مياخدش ايماتيكس يعني مياخدش حاجة تخليه رجع. عنده لو رجع الكيميكا الماظرية اللي خده لدخل الصمك دي هترجع وإنه يجب أن تقوم بإمكانك تقوم بإمكانك المالكة ونفس الوقت لا يجب أن تكون مدقوبة مدقوبة مالكة لا بأسفل هذا ليس ممتاز هذا ليس صح هل 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 معا يا شباب؟ هل هناك مشكلة؟ أحد يرد لها شاباً في الشات لا أحدثك هذا العيان يمكن أن نركبه طيوب واندوسكوبي لو أريد أن تقوم بإمكانك وتأخذ الطريق حتى تقوم بأسفل أن تقوم بإمكانك بإمكانك أسفل للأسف ترى التمية هي الأسفل من المؤسس عن طريق كولوم بايباس او جاستريف تيوب. هذه صورة مهمة جدا جدا جدا. ده باريام ميل بس ان ترندلنبورج بوزيشن. هل تقول ليه؟ عشان في رفلاكس أو كونترست هنا. بدأت في رفلاكس أو كونترست كده بدأت رندلنبورج بوزيشن. عيان ده يحصل له رفلاكس كده الكونترست اللي خدها للباريام اللي كانت راسه نزلة. اوكي؟ طيب العيان ده عنده هنا جاستروسوفيجال جونكشن. مش هي دي. هي دي جاستروسوفيجال جونكشن فوق اهي. يعني طب احنا فين هنا؟ ده ديفرام اهو. اللاين بتاع ديفرام اهو. ومشتغل ليه بالسهم ده. ودي الشيستة في هوا هو. وهدي الاوسوفيجال في الشيستة هو. وهدي الجاستروسوفيجال جونكشن. الطبيعي انها تبقى تحت. الليفلوف ديفرام. انترابدومنان يعني. بدلا هي بقيت فوق الليفل ديفرام. بساعدها بتسحب معها حتى من السطمك. خلاص. يبقى ده هيئة السهرنية. خلاص. ومعها طبعا رفلاكس. يعني عنده ممكن يكون بشتغل من جسل. وشفشش بفلاكسي ديزيز. شخصه ازاي. اللي هو عنده جيرد يعني. انك تعمل حازمها احسن حاجة طبعا. 24 hour PH study طبعا. او منومتري. تمام. والاعمال طبعا ندوسكبي طبعا. هتعمل اسمنت البارت اسوفيجس. والدجريو السوفيجيز. ده مهم. عنده بيتعالج كونزيرفاتي يا شباب. مش. مش سيرجيكا. هذا السهرنية. مش اي عين عنده السهرنية. بنعمل له عملية. العين ده يمش على بي بي آي. اللي هو بروتون بومب انهيبتور. وتحسن خلاص. ما تحسنش. ممكن نفكر في عملية. طيب العين ده بتعمل له حاسمها. انتري فلاكس سيرزوري. بنعمل له حاسمها. بنبدأ نشد. الجزء الهرنية. في السطمك. في الشست ده. ونشد الجسل. جونكشن. بنعمل له حاسمها. ونثبتها. ونضيق الهياتس. اللي بيحصل معنى هيرنية. وننف. نعمل لها نسم. عشان خاطر. ما يحصل. نعمل له حاسمها. نعمل له حاسمها. نعمل له حاسمها. نعمل له حاسمها. لماذا قلنا كده؟ لان فيه بردو. الجسل. جونكشن. برضو. نعمل له حاسمها. الجزء الهيرنية. موضوع الهيرنية. جونكشن. هذه مميزة جدا. اما مهتم. سهل. وجون الجزء الهيرنية. تحت الجزء الهيرنية. يسمى باراسفجيل هيرنيا يسمى باراسفجيل هيرنيا يسمى باراسفجيل هيرنيا أو يسمى رولينغ طيب رولينغ طيب خطيرة جداً عن هيرنيا العادية وليس كامل مثلها لأن رولينغ طيب يتكاري ريسك استومك فولفلس أو جاستريك فولفلس يمكن أن يفعلها سينجيليشن وبرفوريشن ومدياستاينايتس في الأبيان العادية باراسفجيل هيرنة مما ينفع لكي تشتركها عائلة ينشك من هي الأجينة وإن أجل ما يأكل ممكن شكل إزارة ضعيدة ولكن فأدور يزال أفعل عائلة الأجل أفعل عائلة الززجية أفعل عائلة الأسطمك موجودك كالنا العائلة يحلل نفسها с باريم ميل ماشي باريا ميل بنشوف فيها هنا بقى الاستومك ليه سيريال فيلم ليه سيريال فيلم عشان ما تشوف هي ترى دي هيزباز من العضلات ولا فعلا فيه ألثر فما تلاقي فيكس الديفورمي كده في كده فيلم زي هنا كده وزي هنا كده وزي هنا كده طيب فنديه ألثر كرونيك ألثر هوليكوا دلوقتي النورمال ديوجينا الكاب اللي شوفناه في اول الصورة شايفين ديوجينا البالبة عمل ازاي شكله جميل ازاي شكله واضح جدا ديوجينا البص بقى عليها هنشرحه دلوقتي هتلاقي فيه ديفورميتي واضحة تمام ودي برضو واضحة جدا اهي الصورة دي جميلة جدا فيها برضو ديوجينا الكاب دي معناها ان فيه كرونيك ديوجينا الألثر وقلنا ريسك فاكتور كاعتها لو تعرفوها اتش بايلوري انفاكشن طبعا وي لازم تبع عارفين كمان ان نانستيرويد الانتي في مادري ميديكيشن انتي فاتر دراجز كلها بتعمل كده بتعمل ايه بابتك ألثريشن بقى الديني الالثر عندما تعرفوها في البرسيرو ميلي في الانتيرو وال بس يلبقى لو في البرسيرو يبقى المرة بسيطة رفى بليدنگ أعلى يمكن تأرود الجسر على الديني الارتري أما الانتيرو الى انتيرو افراد رفى بسيطة اكتر يعني الانتيرو التفتيشن بلسيرو حياتي لو تقوم بظهر من الحاجة، هل هذا هو أفضح بشكل جيد من الديني الالثر؟ لا، طبعا أهم شيء طبعا يجد que لدينا أجمال هناك أحد يسأل سؤال مرة أحد خطيئة لا ليس مرة أحد خطيئة لا، الأن ليس مرة أحد خطيئة من هذا الوصف عشان يقولي مرة أحد خطيئة حتى يجد ان تلوكت وبغطيف عن وهذا لكن حد ذلك حد ذلك الزبط تماما حسنا تماما تماما حسنا تماما حسنا هم يمكنك الواقع من الوقت وطحة جدا هنا وطبعا حسنا نقولنا مجدد أمي المثال عندما نضم حسنا كله يفعل عبر اندوسكوبي وقال حسنا امي المثال يمكنك حسنا ثم يفعل عبر اندوسكوبي طيفا يعني دي بقى صورة جميلة جدا 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 يعني طبعا ما بتاخد قبر اندوسكوبي للعيانين عندهم بتكالسر بناخد جسرك بيوبسي عشان حاجة تانية غير الماليجننسي عشان نتأكد ان في اتش بيلوري يعمل لها الكالشر هل في اتش بيلوري انفكشن ولا لان غالبا في اتش بيلوري انفكشن ده محتاج ايه انتيبيوديكس وبي بي اي وطو بي ريديكيد لما يحصل منها ريكارنس نعم ده اصلا بيشيكي من ايه بتاعيبتك المعروفة طبعا الستيفسية العيان انديودي ده الالسر بيبقى بيتسريح مع ما يأكل اما الجسرك الالسر بي معنده وبيستريحش مع الاكل الاكل بيتعبه زي الصورة دي كده بالزبط دي اسمها جسرك الالسر موجودة فين موجودة على ودي كومن هو ده كومن سايت بيسموها بري بيلوريك في الالسر بيرينج اريا لما تلاقي الالسر دي منظر الالسر طبعا منظر ده شايفينه عشان دي زي حفرة كده البيين بيضع جواها لدي فكت يا جماعة مرسوم اسمه الالسر نيش الالسر نيش الالسر نيش هو ده الاستومكول يعني ده كده الاستومكول طبعا هو بيين الليوم بس الاستومكول العريض كده في الواقع الجلسيسة أفضل من الوضع نعم فى الواقع الجلسيسة يمكن أن تكون هناك مائلات أو مائلات كما يقدم الجلسيسة أفضل من الواقع الجلسيسة طبعاً فور بنش بيوبسي وبراش سيطولوجي لأن أي سطمك ألثر يكون ماليجننت أن تكون ماليجننت حتى تكون ماليجننت لأنها مش كومة مثل الدين الألثر طبعاً الدين الألثر غير ماليجننت تكد تقول ما بتحصل شيئاً طيب بالجسك ألثر في مئة ثلاثة أنواع طيب وان بتبقى بري بيالوريك زي ما انتم شايفين كده سورة دي اسمها طيب وانشترك تقول فولس وتبقى الاسر كيرب ودو معها يا جماعة هايبو آسيليتي هايبو ها الناس اللي لو مذكره عارفين اللي مش شرط الجستريك ألثر او مش شرط هايبو آسيليتي ممكن تقول معها هايبو آسيليتي طب ازاي يا جماعة الهش سيئل قليل وبيحصل منها بيبتك ألثر لا ممكن لو الميكوزة البرير بايز يبقى الهش سيئل قليل آه بس الميكوزة البرير متضمر في درجة ان حتى هش سيئل قليل بيعمل انجري للوالف دستورك زي قوتوا بمجاستريت سكيل طيب طيب 2 باطعة قليل مع ديون القلصر وبالتالي هتلاقيه جاسك مع ديون القلصر وبالتالي هتلاقيه هذه هناك ديون القلصر هايبو اغشان مختش ميل منها قطأ الكوز راتي شكلاhein في ديون القلصر eşايبول ديون القلصر هايبو هايبو هي الادبح طيب 1 يوضح في jaswirtschaft في شكلها ديون القلصر لو بقى في أمترام او بالوراس يعني بيسموه طيب 3ة بردو معها هايبازيتي الديون والدايب سري grande مائها هيبازيتي وناخد بيوبسي اللي لديه مفومتنج طبعاً والعنده بيبجاني الالتخانشي الالتخان ممكن يدخان الاجستيك الالتخانشي عشانك ها نعودون فكرة في الماليجننسي لعنده من ربيت لإندسكوبي بعد ويكس لو لقينا لا تحاول الحالي يعني الالتخان شخص لا تلحم خالص لا يوجد أي بعد التغطير لا تحاول الحالي لا يوجد أن يكون لديه الماليجنان وستعمل لها السيرجيكال ريسكشن لكن هنا فيها ترايلز وفيلنج ونستنى عليها ماكسمائم 2 مونت لأنها ما حصل لاش كمبليت هيلنج برد نتبعها مليجننت حتى لو البيوبسي نيكتب يا جماعة لأنه مش كل البيوبسيز توبباستب يعني البيوبسيز توبباستب يعني البيوبسيز توبباستب البيوبسيز يينها 5% يعني في 5% ممكن ايه يومزد منك فأنت لازم تبع فهم النقطة اللي كويس عوي بفهم إحسن الجاسكة الكارسينومية يعني يحسن الجاسك الكارسينومية ese فهي نظر أن ليست مليجننت لا ممكن تتشروف روما حتى لو تحسكنها بمليجنم phem � malad هذا هو بيولوريك من الجاسك الخاصة واضحه جدا هذا المجماعة ب continuous كارسك الكارسيل إنه مليجننت بเولوريك هذه أسترات التي يسألون عليها ولكنじ Kafirруд أنه لا يبدو الثاني لقد كان ثاني جزءا التح existem عندما أ発حض من ال traits هنا الألثر أفريت بيلوريس ألاث ديوديرم ألثر يعني أفريت بيلوريس أو ديوديرم فحصل أن الستومك بيتهيوجلي ديوليتد وصل لغاية البلبس لأن الستومك فيها في البلبس ألاث قرب تصل إلى البلدر فهيهيوجي ديوليتد استومك وطمعا كونها ديوجي كده غالباً بيناعين مش مالجنن لأن انت في يوريتكالية ممكن بيولوريت كارسينومة بيولوريت كارسينومة في الأول ممكن تعمل برده لتستومك كده لكن صعب توصل للحجم الرهيب لأنه عمش هيعيش لدرجة أنه يحصل له ديرتشن بهذا المنظر فالعين دي عنده بيولوريكي سينوزي نتيجة الفيبروزيز في كرونك ديوديرم ألثر العين ده أكيد أكيد يمشي ميديكا تريتمين نحن 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 لكن هذا لا عمره ما يتخف في براتك فالعين ده بتعمله ترانكالفاجاتومي جاستروسجونوستومي بيولوريكي ينفعش بيولوريكي أتونيك بايز جاستروسجونوستوم العين ده طبعا بيشتكي من نانبيلياس بوميتنج مهمه ما هو نانبيلياس يعني فيش بايل يعاني ان هو بيرجع الأكل بتاع اليومين فاته عنده يفطر ويتغد يتعشى ما رفش يتعشى يتعشى عنده سكشن سبلاش بالإجزيمانيشن لما تعمل تحط السماعة عنده ويتلوس وعنده دي هيدريشن طبعا والعين ده بيعنده هايبوناتريميا وهايبوكاليميا وعنده الكالوزيس وعنده هايبوكالسيميا كل دي موجودة في العين ده وعنده العين ده لازم تعمل لابر اندوسكوبي عشان سبب واحد بس انك انت ممكن يكون عندك مليجننسي فعلا وعمل ابوستركشن فهيهفتو اكسيكلود وغالان ما تخش لابر اندوسكوبي اسكوب كانود باس اسكوب أصلا ساعات بيعرفش يعدي للديودنوم أصلا ودين وحدها يخوفك انها يكون مليجننسي العين ده يبقى عنده الكالوزيس طبعا وبالتالي لو عايز تعالجه مع هايبوكالوريميا وهايبوناتريميا فلو عايز تعالجه بقى تدي له صلاين احسن حاجة يعني نورمال صلاين ليه؟ ان نورمال صلاين اصلا لو اديته بصورة مستمرة بطريقة زيادة يعني العين ممكن يخش منك في اسيدوزيس وعنده اصلا الكلوتك فانت بتعمل كده يعتبر او بتعالج الكالوزيس اللي عنده بلص ان هو بيعمل هايبر كنتريميا او بيعمل هايبر كولوريميا او هايبر كولوريميا او هايبوناتريميا فانت كده تعمل له كوريكشن باحسن فلاود اللي هو النورمال صلاين انا طبعا نجم تحطلو رائل تيوب اللي هو نزلو جاستريك تيوب عشان معصولوش اشبرايشن نومونيو عشان نفضي الاكل اللي جوهد عشان نلتبين اللي عنده عشان نحسن جاستي طبعا شستي كير طبعا لتأختصر على مدينة وفعانها قوة خطة 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 الخطة وهذه الطريقة جهاز على مدينة كانت حاجة فى الرجل العظيم وكمل أفضل كي تحدثح لان العظيم أفضل منه إكسراء الإيركت لأن الإكسراء الإيركت لابد решил أن يؤمن الديران بالتالي إذا كان حاجة بإمكانك إدهار الشيسد إكسراء كما تكلم أن يحشر بالإحتيارات في عظيم الأسطل بإنهار الشيسد إكسراء طبعا العيان ده عنده بريم ميل برضو هنا واحدين بالكواب ان الفاندس مش مليان بصورة سموث في الريجولاريتس كده في مسمعه هنا نرحلي هكذا سموث في الريجولاريتس كده بل ما أنزل بالطبع والدين هذا الريجولاريتس يتم عملية تجد من تصمك جميل ومرسوم كويس نظر نظر على هذا البرم هذا البرمج ممكن ترجع لكي نستعمل علينا قليلاً ولكن لديه رؤوف المهم يعني دي ايه؟ دي ارودت كده ماس كده عاملة اروجان بشكلها irregular شكلها طبعاً لايكلي نحكم غيراً بنعمل طبعاً ايه؟ ابر اندوسكومي العين ده يعني عنده يعني عنده regular feeling defect في ال upper part of lesser curve وده suggestive نكون gastric carcinoma next step is upper endoscopy and biopsy العين ده ممكن معنده ايه؟ اوتو من gastritis ممكن عنده اكلور هايدري يعني ممكن معنده اتش بيلوري طبع اتش بيلوري بريد اسبوزنك فاكتور ممكن كون بيأكل spicy food نايتريتس في الفود بتاعه ممكن كان عنده gastric polyp ممكن كون عنده عمل عملية قبل كده مثلاً بيحصل حاسمه بس طبعاً عنده مش عامل جستريكتومي الحاجة انا بقولوكه عموماً يعني اما بالدخض يعني مصالة نجيل فوق مصالة Who's muscle, Side of Gastric carcinoma هو مكان الصخص نايت تawy تعالى الامتكة مستقعة الأولى أن يصل الطب والانيمية وويتلسة ديسبيبسيا قد يكون ممكن ما أقوم أن تجدستيطات لكم كثيراة الاسمية هذه هي ترندلبيرج تضغط الشمال بإمكان المشاهد بشكل شيء أفوق لكن يكون عندما تأتي الصغير تحته وهنا يوجد البيولوريك ناروينج وهنا اختبط الثانيج وهنا ما يوجده في الصغير لأن كل النواف من طريق كل ده ميز. خلاص. وهو مع داية بس لمستعر شوية كونترست. ودي برضو مالايجننت. لو لقيت قولنا ما ألصر نيش على حتة غير البيعي لورك تفكرنا مالايجننت. لا انتم ومحتاجية عامل طبعا اي قبر اندوسكوبيوبيو بقول يعمل سي تي طبعا عشان بيتر اساسم انت طبعا الانفنود. وانما تبص على ليفر ليكون في ليفر متاسس. وتامي سي يكون في lung metastasis عشان نشوف العيان ده هي ما يعملية مش هيعمل العيان ده لو اوبرابل لو لور ثرد زي البيلوريس كده بنونا حاسما لور راديكال جاستريكتومي تمام لو الميدل ثرد بنعمل راديكال جاستريكتومي سيفتي مارجن فوق وتحت لو بقى ونوصل طبعا تاني أسوفجاس بالبيلوريس خلاص او الأسوفجاس بالجوجينو على حسن والآبر ثرد بقى ممكن نضطر نعمل جاستريكتومي ورسكشن ثم والطبع فبرة اداخل جاستي كرصان ومسلط على الداية ليس مثل بريس كرصان وهو الأسوفجاس يمكن أن يكون وجهز احسن منهم افchlossen طيب ده صورة لينيتس بلاستيكا يعني لينيتس بلاستيكا ده نوع رير طيب يعني مش كومن أو جاستيك كارسينومة عرفنا ازاي بقى عشان دي صورة صعبة شوية لو بتطلقوا كده بص يا جماعة ده الشيستة هو جيد بلاك هو وين بدأت تخش في البطنة هي ودي الانترفيس بينهم ادي جاستيك كارسينومة الديامتر من الهومن من الهومن هو ده ارفع من الهومن نفسه لما تلاقي الهومن أقل من الهومن انت 99% عندها الهومن لينيتس بلاستيكا هل تروني؟ ادي في الشيستة هو الهومن انتهى بدأ يرفع 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 حتى ديني نبصه ديني نظام اوسع من الهومن والهومن اوسع من الهومن ده في ريجريسي فور مع فكرة الهومن بلاستيكا ده ورخدت منه بيوبسي ممكن ما يتشخص بسورة بس انت مجرد اصلا ما تخش من المنزار هتلاقي loss of gas technology وهتلاقي ان الستومك not inflatable لا بتتنفخش اصلا طيب حسنا دي بقى جماعة كده دخلنا على يعني اخلاص قرار ما يخلص دي بقى lower GI اللي هو الانتستن يعني اللاور GI صور مهمة جدا جدا ولازم يجبلكم منها صورة او اثنين على اقل وأشهر صورة بديلة لأول صورة ندع بها دي دي صورة انتستان الوبستركشن مغرطش فيها اي حد ما تقف بالاستبالة تشوف الصورة اللي كتير قوي اللي عرفنا انه هو I O انتستان الوبستركشن لان فيه multiple air fluid levels يعني multiple يعني اكتر من ثلاثة اكتر من اثنين لثلاثة يعني ممكن تلاقي واحد اثنين اكتر من الضغط ممكن ممكن الريدكون تلاقي فيه air fluid levels ممكن غير كده يبقى انت عام فيه مشكلة عندك مالتبه air fluid levels اهيه ودوليتد ايه small bowel loops ليه قولنا دي small bowel مش large bowel هاورديكو ليه بعدين بس الوقت يبدأ ايه ايه ارicked position عشان فيه air fluid levels واضحة ايه وده suboin مكتوب عليها هو plain erect وده suboin لانه هنا واقفة وبالتالي فيه air fluid levels انها نايم هاوردان ما ينام ليبقى ايه 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 هنعرف بالوقت انها اسمها pleikey circulars نشايفين ال beau لوب ده باسموه الباول ده دا وفيه شرط كده وهو اخده كل ال circumference اسمها pleikey circulars عكس ال colon ماتحدش الا تنكية بصوانة عاملين زى اعملنا زى زى ال coin كما كان هناك حاجة شوية تفضى فوق بعض؟ خلاص؟ طيب ده اسمه loop of geogener بيبقى characteristics ليه بلايكي circularis جداً طيب اللوب في إليام بقى ايه؟ الكاركتريستيك ليه؟ انه مرهوش characters اللي هو featureless مرهوش feature معينة عادي tube منفوخة هوا خلاص؟ زي ده كده مفيش بلايكي circularis ايه؟ بتعدي الناحية التانية تينا بلايكي circularis واضحة جداً فالعيام ده عنده إليام dilated وعنده إليام dilated يبقى غالباً الوبستركشن ايه؟ terminal ilium يعني اخي انت في الilium بس اليو سي كالمسل تمام؟ اوكي يبقى انت عايز تشوف multiple levels تخلي عني erect position عايز تشوف level of obstruction تخلي عنه طبعاً cd طبعاً بيخلص الدنيا بس ثمان x-ray طبعاً diagnostic في العين دي مش محتاجين cd إلا وانت عايز تعرف better information يا شاك في ماليكنا نسيها وحاجة هذا ممكن يبقى بيزي في او عادي خالص بوست بندكتو مثلاً او بوست عايز تشوف او بوست عايز تشوف او دي مثلاً بردو نفس الكلام بس هنا يا جماعة بلايكي سركاز جميلة ازاي؟ لا دي فضيعة عادي واضحة جداً ايه؟ بس هنا بس هنا اللوبس دايليتز ده العين ده او صوب عين طبعاً ده هنا جازز دي جازز تحت فردكتا ده إليام dilated بردو هنا في بلايكي بينه بس ده إليام dilated ده غالباً ده غالباً high in sun عشان يجري من بس هو غريد مش الاليام وان اللغر أبدو بن كمان ملينا ده ملينا مية تحت ايه؟ ده غالباً ده نباً أبداً صور لدلات الآلابز بينه ايه ده turbo طبعاً طبعاً بس بتعدي ناحية véritable كثير من الناس في النصر المهم ما أريد أن نقول أن هذا مكان ascending colon dilated وتransferous colon dilated والdescending dilated لا يعني أنه خالص معنى كده أن هناك مسح هنا إيه اللي عامل في الريكتسجمويت أو في حاجة الحاجة دي ممكن مالجنانسي طبعا لو قلت سجمويت colon وقلت وله غير البعض الريكتسج الريكتسج في مستخدم والخلط الريكتسج الريكتسج نحن قلت نحن نحتاج كونوسكوبي بس طبعا لم تكن في المرحلة لا بأي او وله ده طبعا عند وبدأ يوستقبت وملك بممتصر فتخش يتعمل له ديفيرتينج كولوستومي مثلا ديستيندينج أو ترانسفيرز كولوستومي فيقوم عادي للسطول ويعادي للوبستركشن دابع كده يعني يتحضر قولون كويس يعمل له كولون برباريشن ويتعمل له اسم انتباع لو السجمود ده ينفع تشيل أو لو كان ريكتال ماس ممكن يأخذ نية أجبنت الأول فالآي او علاجه أهم من علاج الكنسر لأن الكنسر ممكن يتعالج بعد كاسم الالكتف لكن ده لازم ايه ارجنت ومن ثم يتعالج ولو كانت شيئا ريكت كولون ممكن نعمل على طول راديكال سيرجي في التغاري برد دي بقى صورة يعني نغرق الامتحانات سيجمويد فولفلس سيجمويد فولفلس ما قلنا بقى الكولون شايفين ده هايه يوجي دي دي ليتيت ايزاي والاستريشن مش مكمل الناحية التانية وهو كاركتوريسي جدا هو بيحط الناحية اسمها وفيين أبيرانس أو بيسموها أميجا لوب خلاص يبقى مهم يعني عنده يوجي كده سيجمويد لوب شايفين جازات مليانة ازاي حسنا هوا هيفرقع كده بين الصورة العيان ده بيعنده حاسمها سيجمويد لوب لأن السيجمويد ده بيلف حين نفسه يعني نقطة الدخول نقطة خروج هو مقفول دايرة والتالي ده هايريسك اوف برفريشن وجانجرين فالعيان ده ببتكتف حصل عنده بالون لايك ماس بدء من لفت إليك فصة بتكبر ناحية الامبيليكس وناحية الرايت إليك فصة بالنسبة لفت إليك الرايت إليك الرايت إليك العيان ده ده سيجمويد غالباً لكن في حاسمها فسيكة بتحصل في طبعاً استومك فولفرس مش سيجمويد بس يعني طيب اللي يخلي السيجمويد يحصل فيه كده لو هو ديليكو سيجمويد يعني اللي هو بيسموه زي لونج سيجمويد يعني كولون أو نارو ميزين تريد أو فيه فايبرس باند عند التب خليته يتليف في حيان نفسه مهم يعني وطبع عنده كونستيبيشن والد ايج بيبقى كولون نظف بالفيسيس فسهل جده ينبت في حيان نفسه العيان ده علاجه اهما حاجة اللي علاجه بقى هنا انك تبدأ عليه كونزيرفوط بالأول لان عنده بيجيله بسعب بفك الواحده بس المرة دي بقى ما فكش فانت تحطه ريكتر تيوب عشان تعمل ويعني مش بحتاجة اقول لك تبعد وشك وتهرب خالص من المكان اللي بيحصل في الريكتر تيوب ده عشان انت هتبقى في موقف وحش جده يعني ان اول لما يحصل انتوست السيجموية الرهيبة دي بيحصل جاش جازز في المكان كل فدي حاجة طبعا بتبقى صعبة جده بس طبعا العيان دي بقى ترحم من عملية فالو حط رب منك تعمل ريكتر تيوب دي يعني ممكن تعتذر المهم فالبيشانت ده بعد كده بعد ما تعمله بقى تحطيه ريكتر تيوب دي ويحصله بيه عن تويس يبقى انت تفاكيت له بستركشن اللي عنده بقى الكتف بقى كيس يعني اللي عنده يروح بقى الاقسام الداخلية بقى في الجراحة بعد كده ويتعمله كولون بربرايشن ويتحضر عشان نعمل على السموزيس لان غليفت كولون لازم يتحمله بربرايشن عشان نعمل على السموزيس طبعا العيان ده بكبت ريكتر تيوب وفشلت ان هو يعدي جاش يعني يفكش العيان ده يجب يخش ويتعمله هارتمن بروسيدجر اللي هارتمن بروسيدجر دي ترك كلمات سيجمويداكتومي من نشيل السيجمويد زي ما هو كده هو مقفول زي ما هو كده يشيله as the one unit كده هو مقفول بنفس اللفة بتاعته ترميب على بطن العيان ويندوكولاستومي اللي هو دي السن يكون انطلعه على الجلد اندوكولاستومي وتقفل لريكتر تيوب من تحت يعني سيجمويداكتومي كلوجر أو فريكتر تيوب اندوكولاستومي هو ده اسمها هارتمن بروسيدجر تمام؟ وانحن هونا بنعملها امتى لو فيلد ريكتر تيوب أو أو العيان ده حصل له بيرفوريشن بيرتونايتس وبالتالي خلاص لانه يفتح العيان لانما يموت والمرتاية تيدي على فكرة عالية جدا في العين بيحسنهم بيرفوريشن بيضوي لانهم بغيرهم هم عندهم اصلا مشاكل تانية كتير من الكاردياك بقى اي اف عن كونول ديبيتس لانه يموت لانه يموت من 12 سوري 24 شهر يعني من ستة شهر لسنتين صعب قوي يحصل فوق السنتين كما انه يجي في الاطفال الولاد اكتر من بنات من المهم يعني ممكن يبليع لكم الادينوفيروس بالبيرز باتشيز بيحصل لها النارجمنت بيحصل ان الباو يبدأ يحصل له تلسكوب هذا الـ لا يريد ان يتكلم فهتلاقي بيشتكي ازاي او بتعرف ازاي لو عنده الوسيقى هتلاقي عطول عنده ابيسودية ابيسود يعني مثلا عاية مدتين تلاتة كي يهدى خالص فهذا جاء عاية تاني وعنده كي يبدوه من البين فهو ده بيبقى البرزنتيش بتاعه عياط وسعد يشد ركبته على بطنه او يقرب الثايم من بطنه عشان يقلل البين اللي عنده ده الكتر البين يعني فدي معلومة مهمة على فكرة عشان يعني ان عائل الصغير بيعمل كده زي ما تلاقي عائل الصغير كده بمسك ويدنو مثلا فاتفكر انه عنده حاجة زي اوتايتس ميديا وكبيعلمونه في ايني تهي محدش يستقل لي بالساينز دي طيب الطفل ده بيبقى عنده رفلكس فومتنج من القلم من كتب ملتبينه وبين جامدة بيحصل له فومتنج احصل طبعا باستركشن ويرجع عشان لما ديك تفحصوا بقى العيان ده هتلاقي عنده امتي راية اليك فصة خلاص لان اليوسيكل انتسيبشن بيتحرك فتلاقي الماس عند راية الهيبوكوندريا عنده ماس محسوسا ويجي تعمل له بي ار ممكن تحس كبان انتسيبشن لو تحرك ووصل الهيبوكوندريا والعيان ده او الطفل ده امامتو يجي تقولك انه هو بيعدي ستول على فكرة او ريت كاراند جيلي ستول هو اكتر مش ستول هو عبارة عن هاموريج مع ميوكاس يبقى من منظر ده فالعيان ده عنده زي بلادي ديارية لكنه هو باستركتد فانت بتستغرب ان عيان زي عيان بيعدي ستول هو باستركتد لا هو ده اللي بيعسه في الاطفال بلادي ديارية في الاطفال ممكن تبقى اي او تمام طبعا الطفل ده تلحقه ازاي طبعا ماذا تمامه بروبل دياجنوزيس بالبريم انيما او تساسبكت الاول كنينيكي اللي بيكي تعمل له بريم انيما وانت تمام بريم بقى كاك يوصها من 60 إلى 80 ميليميتر ميركري متعديش عمية وعشرين عشان ميحساتش رابشر وابدأ مع الوقت تأكد ازاي انك عملت تتأكد بعد ما تلاقي الايليام دان صوت الصورة الايليام يعني خلاص انت عملت الايليام كله داولة الايليام نفسه اتملأ والاسمول باولة ملأ بالصف تمام لو نعنده لأسف بقى جيدة بريزنتيشن فهي حصل له جنجرين او بفوريشن وهتعمل له راية هميكوليكتومي طب لو كان عملتوا جنجرين لقيت اللي هو مش جنجرين ولسه فيبول باول هتريد حاسمها سكويزنجي مثل تعط زق الانترساسيبتم حسنا يخرج من انترساسيبيانت لكن اوعى زق الاليام من جوه الكولون اسمها سكويزنجي مثل يعني حسنا ده حاجة اسمها هيرشس برانج ديزيز من كاركترستيك اوي ده سكيلتهم متاع عائل صغير اهو واضح طفل صغير عنده في السيجمويد وبدأ يحصل له بروكسنجي تمام الولد ده بنعرفه ازاي طبعا الولد ده بيشتكي او اممتو تعرف بتقولك انه ما عداش اول 24 ساعة غيرفيري الموت او ما عداش مكونيام خالص ده حاجة الحاجة التانية تيجي تعمله الولد ده يعني ما بيعرفش باسسطول عنده عطول كونيو كونستيبيشن اما تيجي تعمله برده زي كده كدما تفتكروا السيجمويد برده بيعدي شفية كده زي جاش برده وفي سطول بيكون ريتين سطول جوه تمام فالعنده بيكون امبروف دباي يعمل يعمل ان ده بتعدي السيجمينت ده باسباعك فتخلي سطول ينزم الولد ده عشان يتشخص طبعا هنبني مقنمنا في الاول فانه المعروف في الاطفال ان الريكتام بتاع الاطفال ده وايد ديامتر اكتر من السيكم حتى وبالتالي ما تلاقي الريكتام المنظر والكلون ديليتد لا يبقى فيها غلط يبقى ده فعلا هرشيس برانج غالبا عندها بيعملها اسمها ريكتال بيوبسي ريكتال بيوبسي تتاخد ممكن تبقى ميكوزل صب ميكوزل بس لانها اكويفوكال مش واضحة قوي أو وانت السيلشان كانوا عنده هرشيس برانج خد بقى فالفيكنيس بيوبسي وبوصي الريكتام وبوصي كويس او هتلاقي absent ganglionic cells أو ganglion يعني absent ganglionic cells بين اليرباكس بليكسس والميسنر بليكسس اوكي طيب اوكي العيان لو جاء انتيروكولايتس او انتيروكولايتس بداية بتعمله بقى بريكتال تيوب وووش بورمسالين وووش وووش طب لو مات حسنتش هتطرى تعمل كلوستومي تمام و بس يعني هو ده اللي ممكن تعرفه في الهرشيس برانج طبعا ان علاجه ناس تعمل كلوستومي الاول باكاية تعمل الاسيكشن في الاسيكشن الذي انترى فيه انترابرت بنقف عند اني حتة في الاسيكشن بناخد كلو شوية بايوبسي لوقتا ما نلاقي حتة فيها جانجليون سيلز ساعتا نوصل عليها نتأكد ان ذا كلو اجانجليونيك نيجي هنا نتأكد في جانجليون هنا في جانجليونيك نوصل على ذا يبقى تحت في جانجليونيك باكاية بفروزن باتوليش مش كده هذه صورة جميلة جدا يعني هجي لكم ان شاء الله غالبا دي الكنسر كولون عرفنا ازاي باريام انيما بس هنا نسميه زي باريام انفوار بيقوله او بنحن باريام بقى كان نحن بعدها هوا عشان يبدأ يصل بوضوح للانتراليومنال بتاع الكولون طبعا هنا في من الكوفيرتنا ما يريدون نحن بتاع الكولون لديك الكولون يعني من نفس الكلام فالعنده يحتاج بعمل همي كولين ليدون كولين مثل ده برضو هيباتيك فيليكشر اما شايفين برضو هنا ايضا هنا الريجيللر ومفيه فيميك ديفاكت حلاص ده برضو هميك فوق ايضا كينزل ثاني عند بعض الناس بلدى descending colon خلاص طبعا عندها فتاكك هو نسكه بالبيوبس طبعا مش فتاكك اقول له عندها ممكن يشتكي من ايه بصوا البيشنت الريت كولون غالبا ببعليش عنده بيتأخر قوي في انه يجيه باي او بس ممكن يجي باي او طبعا اما الريت كولون اشهر يجي باي او طب الريت كولون بيجي بي اكتر حاجة غير مبقى في فيميل و اجريسيف و بيجي بي اناميا و بيج اب دومينال بين و لصوف ويت و ممكن يجي بي لك فصة ماس طبعا بس يبقى ادفانتج شوية هفزك كتير كمان ان الماسيكا مفهوض واسع و بقى اجريس في الريت كفصة يعني ادل اشهر ركتوس بمويت طبعا بجي كونسيباشن طبعا 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 اشهر حاجة ما تلاقي عيان قول دي اجو عنده كيوت سبب سراكشن كولونيك هتلاقيه ناينتي برسانت عنده ملابنة يعني اشهر سبب كولونيكا مفرستراكشن مع السجمويد بل بل بلس يعني في السن الكبير ناينتي بقى نصفة ببيوفسي و هنا نفس الكلام شايفين هنا النارو انجوذاليومن ركتوس جمويد اهو شايفين هالأسطرة بيحلوها من تحت ركتالتيوب وهي نفس الكلام طبعا انتفعها اسمها طبعا لو هي الريت كولون ريت هميكوليكتومي لو لفت كولون بتعمل لفت هميكوليكتومي لو سجمويد تعمل سجمويدكتومي لو ايضا يا ايضا بتعمل Gutenberg هل تعمل سبحانهم او Tack Fearders سأ değil مجمويدة لا تدعم المناكان المناس هنا حتى في la malignancy ماهو الكولون و هكذا اي هنكما خالص. خلاص. يقول لصف هوستريشن ونرونجورداليومن. دي اللي بتميز لك الانفاقات اللي بقى هو الدزيز في البريم انيما. بس هو اكشوالي يعتمد طبعا عن انفاقات اللي بقى هو الدزيز من بريم انيما خالص. من التعديل الحاجة كتيرة. اهماك ونسكو البيوفيسي عشان نشوفه الارثالة في كوليتس ولا كرونز. بس البريم اما في الدنيا هنت يعني. افتكر بقى ان في اسمها الارثالة في كوريتس في اسمها افتكر بقى اني فيه كورونز. الارثالة في كوليتس طبعا ده بي بيأفكت الكولوم بس حتى اسمها الارثالة في كوليتس بيبدأ مدين تتلين. ما كان بيتموف بروكسي مالي. نو سكيب ديليجن بيسحف على كل الكولوم. ما بيسيبش حاجة سكيب ديليجن. عكس الكولونز بي فيه سكيب ديليجن. دي با بيأفكت ميجوزة ميجوزة الارثالة في كوليتس. اما كورونز بيعمل ترانس ميورال بيأفكتشن. الارثالة الكوليتس ده بييجي في كولونز زي ما قلنا. اما الكورونز بيجي from anus to aurum. يعني ممكن يجي من اول بق. ده غير تعمل anus to aurum. فالكورونز ده نوتوريس. نوتوريس يعني سمعته الوحشة معروفة بالنه بيعمل فيستولة. اما بقى الارثالة الكوليتس بيعملش فيستولة. المهم. الارثالة الكوليتس ده بيحصل بمسعة حازمة تكسج ميجا كولونز الارثالة الكوليتس كده بتعطيق الارثالة الكوليتس. طبعا ده ممكن تنتهي لعن يموت. فدي امرجنسي تكسج ميجا كولون ده. ممكن يحتاج فيها الى total collectomy. بان بروكتوكوليكتوري. طبعا ممكن يجي من بليدين جميعي بcancer كولون طبعا. ازا كومبليكيشن طبعا. ويعملت سنتريك. ويعملت سنتريك. غالبا بعد عشر سنين من بان كوليتس. اما الكولونز بريماليجنس. مش بريماليجنس قوي. زي الغالثالة الكوليتس. طيب. الارثالة الكوليتس بقى. ممكن يجيب. اوبيايتس. بيودرما جانجرينوزا. ريثيما جانجرينوزا. كل الحاجات دي كنوا معارفينها. لانت بسي تعملوا كونوسكوبي. وبيوبسي. وحسنا بقيوبسي بقى تجد. الأثالة الكوليتس. ام تجد. وكذا. ويمكن تجد. لاتنين فكرة. في بقية اسمها. ميكست كورونز. ورثالة الكوليتس. بلي يحصل مع بعض الساعة. طيب علاج الاثلاث كوليتس أهم من المثال لأنه يترون فالس أمام السلسك أسد هذا رقم واحد وممكن يتأخذ أنيماء أما لو مدرد كيسيس ممكن تأخذ معه أنيماء أمام السلسك أسد أما لو سيفير ممكن نأخذ ممكن نأخذ بردنزولون بردنزولون وممكن نأخذ كورتيكوستيرايد أما لو نأخذ بالترتيب فالترتيب كون 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 نفس العملية كون 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 كين كون 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 كَو كون 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 وعلاجه أيضا نفس الكلام لو اسمه باول ديزيز بريدنزون أورال أو آيفي أو إميونسوربريسيف سبيسيبير فورم و باللارج باول ناخد صالفة سالازين و برضو كورتيكوستروس و إميونسوربريسيف ده بقى باريوم إنما بس برضو كما قلنا كده زي اللي هو بحقين باريوم وهوى عشان منظر يطلق منظر الواضح ده هنا يفيش هوى هنا دابل كنترست مسمية دابل كنترست بس هوى بنحين كنترست وهوى ده بقى مش دابل كنترست خلاص المهم نركز هنا في أوت وورد بروجيكشن زي كده ديفرتيكولوزيز أو دا كولون شايفين شايفين ديفرتيكولوزيز زي كل حال الخارج ليس مها ايه برضو بلش عن ديفرتيكلم برضو فولس ديفرتيكلم بتخرج من ايه ميكوزا هرنياشا من الأماكن أوف انتري أوف دي بلد فيسلز أو دا كولون خلاص والكومر صايت طبعا لفت كولون في السيجمويد ما بتحصلش في الريكتم أبدا لأن الريكتم مفوش تينيا كولاي التينيا كولاي هي الريكتم ممكن يجي بإيه؟ يعني بيحتاجش بس لانك تعمله حسبيترائيزي ويتبعه ويجعله ايفي فليويد وتأكد ان هم مش شكد ويجعله دم لو حصل له أنيميا وفي الاخر هتلاقي النزيف ده وقف لواحده هذا هو مشهور بكده يعني درابطيقة تزيد افزا كولوم وهو يدي فش بلد عكس الكنسر كولوم كنسر كولوم ليس نزيف كبير وفي نفس الان بيكسد مع سطول المهم هذا العيان أيضا عنده درابطيكلوز ماشي واضحة معلاجه ايه احنا قلنا نكون زر فتن فننعملها خالص إلا بقى لو حصل الانجيوغرافيك انجيوغرافيك امبوليزيشن تمام ممكن ان فيه مستيق ارتر يعني دي حاجة التانية اللي حصل منه كالاتي لو حصل منه أكيوت دايفيركيولايتس بالليفت اليك فصة تبقى شبه بالزبط الابندسايتس في الناحة التانية فنسميها ليفت ابندسايتس كاسم طبعا عن كلينكا يعني لكنه في زائد ناحية الشمالي زائد ناحية يمين فالعيان دايب عنده تندرنس وباون تندرنس زائد الزائدة بالزبط ممكن بقى عنده أكيوت دايفيركيولايتس عادية ممكن عنده دايفيركيولايتس يحتاج تعمله أو تحتاجه اكسبوريشن حتى ممكن فيه بفوريشن بقى وبريتونيس في كالبريتونيس مشكلة كبيرة ومرتلتي عاية وممكن طبعا دايفيركيولايتس تكون دايفيركيولايتس كولوفايكيولايتس طبعا يمكن تحسن ممكن ينتجع عنه برده برده على فكرة بتاعتها بقى نخاف من ماليجنسي في ماليجنسي لكن الديفيركيولايتس ليس بريماليجنس لكن لو حسن منه ممكن يبقى عنده ماليجنسي بصدفة فلن تدور على إيه؟ على الحتة دايفيركيولايتس نعمل سوف نعمل سوف نعمل برده سوف نعمل هذه باريوم مضيفين فهوكم مضيفين ولكنكم اصابت الامتحان لغبات ما كامل اما تراه هنا اكتشار üç مواقع تراه كده باريوم الماضي وهو باريوم مضيفين فهوكم مضيفين وهونا وهونا هذا سيتم بسرعة يكتشار مستخدمين كده اوتوزومة لنومنت ت Standard بري مالجننت بنسبة 100% يعني اللي عنده بولبس دا هيجيله مالجنسي بنسبة 100% فالعام دا هيعمل برفلكتكوليكتوم يعني مش هستني سجموية كلهم طبعا ورقتهم اكتر ما كان بيتباع افكتب ممكن ما عنده طبعا بولبس دا ممكن تيوبلر بولب تيوبلو فيلس بولب فيلس بولب فاهمني؟ كل دي ممكن ايه؟ طيب طيب طبعا فيلس مور مالجننت تيوبلو فيلس ليس مالجننت تيوبلر ليست مالجننت بس كلهم بري مالجننت بس اشهرهم طبعا فيلس طيب اللي هو بوتاسيوم لوزينج تيومر بنسميه كده المهم ممكن تقبارتو في جاردلنا سيندروم اللي انه رأي في جاردلنا سيندروم دا عبارة عن ساب طيب اف ماليبال بوزس كولاي اللي عبارة عن مالتو بولبس في الكولون بس مع بقى زموية تيومر بريكتاشيز ومعها سمول بقى البولبس زادين البولبس كده ومعها سكال استيومز كل دي حاجات بالسيندروم اللي عامدة هيتشخص ازاي طبعا عنده بليدينج بالريكتام بلدي دايرية مع فاني هستري فاني هستري بس ما حدش عاف ينقل المرض لحد إلا من يكون عند بولبس يعني عنده بولبس ينقل لأولاده لكن عنده بولبس ما يجروش لازم يكون البرانت عنده بولب عشان ينقل البولب ما عامدة بتعالج ازاي بان بروكتو كوليكتومي ويث ترمنال اليوستر تمام فيه options تانية بس ده standard option ده انفيرتو جرام نيونيت وث امبير فروت انس حطينا كوين هنا وقربنا الطفل وفي اميجنالي لائن كين احنا عارفينه وبين الكوكسيكس ريسميس بيوبس ونشوف ده بيبقى فيه جازز اهو اخر حتة في الجازز هي حتة دي ماكينة فيش جازز تحت ماكينة فيش باول تحت خلاص يبقى ده البلفيك فلور يبقى ده الريكتم هنا منتهي وطبعا دي حاجة اوحش جدا من ماكينة في الاسكي ورجوها كويس احنا عارفنا نخلص كده ده نورمال مامو جرام شايفين الاسكن الجلانديلر تيشو ماشي اوكي اللغة لقد تعرفها بس حاجة ان البريست ماكينة في الممو جرام ده نحط طوال الغير لازنق بين 2 مهم انوا معرفين للاتي ان كل ما جلس سنها اكبر كل لما جرام بيبين سوف أخبركم صورة دلوقتي حالة على القصة مثلا دي تي واحدة يونج ايج شايفين بريست هايبر دينس ازاي؟ مش باين منه حاجة يعني لو في ماس عمر المجرمة هي وضحها لك المنظر ده هنا كبرت شوية هنا عجزت اكتر هنا فيري اول دي بقى كل تيشو بتاعت البريست بقت فاتي تيشو وبالتالي فات بيبان زبان انتوا شايفين جاية فاتح ولو في اي مليجنس هيبان في النص ها بتتني المامو جرام مروش اي لازمة في البنت الصغير المامو جرام ده معمول عشان الميدل ايج او اكتر لكن البنت الصغير يونج فميل تعمل التراسام المهم وفي ايج ايج فميل بريست لوز سم اتسجلانجيلر ايلمنت becomes less dense المامو جرام وبالتالي it's easier to pick up تيومر شادو ان ايلدري فميل اقضي بقى تيومر شادو ان ايلدري فميل اهو ده ما ليج ننسي على فكرة ليه لانه هو مش ويلس كامسكريب ده irregular خلاص ماس ودي غيران بريست كانسر ومش هيحكي لكوا بقى بريست كانسر ان تصفر مني فيه طيب وهكذا ده برضو استيلات ماس اهو برضو هتعرفوا من ايل دلوقتي الريج لازمة ده استيلات ماس اهو عاملا خلاص دي برضو نفس الكلام استيلات ماس اهي غيران بريست كانسر وهنا الماموغرام هنا على فكرة موضحة اسمها cluster of microcalcification دي برضو مش شرط بكون ماليجنان على فكرة بس هي likely ماليجنان اذا ما اخرب منها biopsy biopsy هنا اتخذ ازاي بقى؟ هي الcalcification بتبان بالماموغرام مش بتبان بالالتراساوند قوي وبالتالي ناخدها ماموغرافيك جايدت بيوبسي بيسموها stereotactic biopsy لكن البعيين دول بيتاخدوا التراساوند عادي جايدت بيوبسي دي بقى patient عندها well defined mass اهي شكلها breast cyst هو بيقول لك يعني ان هم عملوا صنار في العناية دي لقوه breast cyst لانه ما يعرفش ان الماموغرام هو cyst ولا لا احنا قولنا الماموغرام ما يبينش ان الصنار هو اللي يبين الصنار لافيش حد يبين ماموغرام دلوقتي ميغير صنار على فكرة سواء old او young age اسمها sonomaography نعمل اتنين مع بعض وهي كده نفس الكلام هنا في طالة fiber dinuma ده بريست است بان عرفش ان صنار انه بقى يا شكلها young age وعندها fiber dinuma will circumscribe ده هي واضحة الى حد الماء يعني واضحة محتاجة ultra sound او محتاج اما ورأي بقى احسن حاجة طبعا وسكنترس طيب دي صورة سريعة كده بقى عشان يعني اولوك اصباحها على خير ده 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 fracture mandible تمام دي حتة مشورة جدا عند الانجليف ده mandible ده ثاريون سكان في هوت نجول وبيديجلان طبعا سفرزد وطبعا عندها بتعالج اللي المهمية ثاريو داكتمي لاما راديو اكتف ايودين ده صورة سيتي بتيجي كتير لسبلينيك رابشر وده مسكومان أورجان بيحصل له رابشر يعني ويتعمله بسيرجيكال مانجمنت في الطوارئ سبلينيك تير اهوب عرفنا اززاي ادي الليفر الانجليف اختلفت هنا بسبب التير فيه بليدنج حواليه كمان اهوب اما تبصوا على سيتي نورمال اتعرفه لستين شكله مش كده خالص احنا مرملكم شوية سيتي نورمال دي بقى صورة مش عندك في المنهك بس ممكن تيجي ده ليفر تير ده ليفر تير شاية نفس الكلام بصوا على نورمال ليفر بقى كده اتعرفه هذا نورمال ليفر وانتجريك بتاعته كويسة ما فيش حاجه فيه فيش دينستي مختلف يعني امس دينستي عمله اكبر نورمال لبليدنج وفيه ميتومال حواليها طبعا مستعمل بصوا على السمك والهولد لا تدخل من ماشيه لا تقدم كده ده لنبر Verteber ده بقى ربشار كيدني واجت قبل كده عفكري ومش عندك في السيدي ده ربشار برده كده امزين من الانجلي بالنجلي وفيشكله وصل على فكري وعملا حواليها ايه و و هناك المتم Lambie موجود في أسكن السابعة الـ IV تختار بحيك سبيلات سيست لديه المنزل لفصة الغدية إليها سبيلات سريمة سيجد على مجلسل وبعد كده عمل نسيستيجي نيريشن في الاخرى اكمل لها برده سبيانيكتومي ان سبيانيكتومي يعني سهل جدا يضح به عن اي اورجان تانية مثل الكليا يعني ولا زي الليفر فبنى من سبيانيكتومي بدلا ما يخش في مشاكل تانية قاعدة هنا بقى الليفر زي يعني شغول زي الفل اوه عشان ممكن ان يكون فيه مشكلة بسبب ان فيه سبيانيوميجالي فممكن ان يكون فيه بس سبيانيوميجالي حسنا예 واعدة هنا سبيلينجي وفمشأة نظر حجمه كافی كان هناك سبين صغير وانا سبين صغير هنا لا طبعاً سبين خلصنا كده يا شباب طبعاً عدد شكو دكتورة هبة على الاتقاونت تسلم ايديها شكراً لدكتور مكدي والدها هو اللي دع الاتقاونت ده لشنشتغل عليه ولو حد عنده اي سؤال سريعاً عشان اتعبت بصراحة يسفدها يقولي ألف شكراً لحضرتك والله يا دكتور تعبت معانا جامل لنهاردة هل عفو عليك أنا بس كنت عايزة أشكر حضرتك قوي على المفهود اللي بتعملوا معانا والله يعني احنا الممثنين جداً جداً والله شكراً جداً لحضرتك فعلاً يعني شكراً يا هبة شكراً نصيحت ديكو بقى لفترة الجاية المحاضرتين اللي بتتملكوا دول طبعاً يعني صعباً ما تذكرهمش إن هم محاضرتين دول أصلاً عبارة عن مذاكرة يعني عبارة عن تجميع للشغل اللي نحن ذكرناه لمذاكرة أي طالب مش تبقى أحسن مننا إن شاء الله عملتوا لكو ده لعد مقدر طبعاً ده حاجة الحاجة التانية اللي بعد يعني إن شاء الله مثلاً عندكم يوم السبت الامتحان يوم الجمعة تعودوا تراجعوا الكلينيكل يعني شوفوا كل حاجة عندكم في المنهة الكلينيكل لا تستغرق تمام؟ وغالباً نحرق بكم في الامتحان يعني إن شاء الله فربنا نحن بيبصوا على السهر معاكم وتكون من السهر نشرح لكم يا رب إن شاء الله يعني أحد ناندو أي سؤال؟ حسناً أعفل من التكيب على تصبح الأخير شكراً دكتور لتصبح الأخير شكراً 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 هبة ممكن بقى التسجيل نسمحتي مع طولي إن شاء الله سأكلم حضرتك بعد ما نقفل شكراً 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 شكراً